أستاذي الفاضي للدكتور قلش طيب الأستاذة بالشيخ خيرة الأستاذ قدور قنسي ونبراس خادير للدكتورة سيمانصور فريدة التي كانت معنا البارحة والتي أفادت كثيرا الدكتور العقل روقية مرحبا بكم مرحبا بالجميع ولهذا اليوم الثاني نفتتح فأول مع الدكتورة ويكن فازية كذلك نرحب بجميع الحضور الكريم كلهم باسمه وبمقامه عمر محوز كذلك مرحبا بكم نفتتح هذه الجلسة نفتتح اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الدولي حول إشكالية الأمن الطاقوي في العلاقات الاقتصادية الدولية بين طاقة المحروقات والطاقات البديلة قلنا بكل بساطة الحضور الكرام بأن هذه الفكرة كانت بسيطة جدا على أساس أن تدعيات الحرب الأوكرانية الروسية أبانت عن فجوة كبيرة جدا بين طاقة المحروقات والطاقات البديلة عندما كنا نتحرف عن أمن طاقوي كنا نظن أن الطاقات البديلة قد اقتربت أشواط كبيرة جدا من أن تغطي على الأقل المسافة ولو نسبية من طاقة المحروقات طاقة الغاز والنفط ومشتقاته ولكن اكتشفنا أن مازالت لهوة كبيرة جدا ولذلك هذه الإشكالية كانت تعبر عن الأمن الطاقوي والعلاقات الاقتصادية عندما ندخل الأمن الطاقوي ما نتكلم على كل ما له علاقة بهذا المصار سواء من نقل من نقل بحري عن طريق أنبيب من خلال المنازعات من خلال المفهوم الأمن الطاقوي من خلال هذا المصطلح يعني بصلاح العالمي اللي أساسا يعني لم نلمسه حقيقة إلى ابتدائية هذه الحرب إذن أرحب الجميع وأعيد شكري من جديد للمركز الديمقراطي العربي بكل كوادره البشرية للأستاذ عمار شرعان بارك الله فيه ولأخي الدكتور عمار عيش المنسق لهذا الفعالية هذا المؤتمر ولي الدكتور أحمد بوهكو وكذلك رئيس اللجنة تحضيرية الدكتورة ناجية وأتوجه بشكري كذلك لرئيس المخبر بجامعة غريزان البروفيسور محمد سعادي قد أفاض وكان معنا البريح حول يوم كذلك فهو مشكور على ذلك ورئيس المخبر بالجامعة تينيمسان ورئيس جامعة الجفرة بليبيا إذن أرحب بالجميع ودون إطالة وحيل الكنمة إلى رئيسة الجلسة الأولى لهذا اليوم الدكتورة ويكن فازي شكراً أستاذي السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحب بالحضور الكريم السيدة الأساتيدة الحاضرين معنا اليوم في الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي المعنون بإشكالية الأمن الطاقوي في العلاقات الإقصادية الدولية بين طاقة المحروقات والطاقات البديلة شرفتني اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر بترأسه للجلسة الأولى اليوم الثاني والمعاون بالتعاون الدولي العلمي في مجال الطاقات البديلة إذن نفتتح على بركة الله الجلسة الأولى من اليوم الثاني بداية أستدعي الأساتداء المشاركين للتأكد من حضورهم في الجلسة الأساتداء المشاركين في الجلسة الأولى وهم على التوالي الدكتور حنصال أبو بكر مع الباحث عشور الحبيب من جامعة أحمد زبانة بغنزان دولة الجزائر حاضر أحدهما أيضا الدكتور محوز عمر من جامعة وهناتنين مع الدكتور بلا نيزان من جامعة غنزان أيضا استدعي الدكتور والي مريم مع الباحثة بوترعا كوثر من جامعة باجي مختار بعنابة دولة الجزائر استدعي أيضا الدكتورة الباحثة أكيد إيمان عزوز الباحثة إيمان عزوز من جامعة الجزائر ثلاثة من دولة الجزائر استدعي أيضا مرحبا بيك دكتورة أيضا الباحث قندسي عبد النور من جامعة محمد الخامس من دولة المغرب أيضا مرحبا بيك دكتور أيضا أرحب بالدكتورة من جامعة أبو بكر بالقايد من دولة الجزائر أهلي دكتورة مرحبا إذن على بركة الله نبدأ نفتتح أو نبدأ عفوا فعاليات الجلسة الأولى بالمداخلة الأولى المعنونة بالطاقات المتجددة كبديل استراتيجي في معادلة الأمن الطاقوي في المغرب العربي من تقديم الدكتور عرفوا أبو بكر والباحث عشور الحبيب من جامعة أحمد زابانا غليزان من دولة الجزائر فليتفضل أحمد أموها مشكورا من معنا من الباحثين دكتور حنصال دكتور عشور ننتقل إلى المداخلة الموالية في انتظار انتحاق أحدهم بالجلسة وحيد الكلمة إلى الدكتور محوز عمر من جامعة طهران ثنين لتقديم مداخلة بعنوان التعاون الجزائري الدولي في مجال الطاقات المتجددة دكتور محوز موجود معنا في القائمة نعم موجود نعم دكتور محوز ممكن أستاذة تمرين المداخلة الموالية أكيد أكيد إذا المداخلة الثالثة من تقديم دكتورة والي مريم والباحثة بوترعا كوسر من جامعة باجي مختار معنوانة بطاقات البديلة كآلية لتحقيق الأمن الطاقم نعم موجودة من معنا؟ بوترعا كوتر تفضلي دكتورة تفضلي في حدود 15 دقيقة لتقديم ملخص لمداخلتكم هل ممكن عرض الشاشة من فضلكم؟ أكيد أكيد ممكن السلام عليكم سبع المرور سبع المرور تفضلي في حدود 15 دقيقة في فرصة الجلسة كما أشكر الدكتور عليلة ترشلي منحنا فرصة المشاركة في هذا المؤتمر بالنسبة للمداخلة هي تحت عنوان التاقة البديلة كآلية لتحقيق الأمن التاقوي كمقدمة يمكننا القول بأنه في دل الارتفاع المستمر لأسعار النفط والقضايا الهامة التي عرفها العالم أصبح من الضروري البحث عن بديل هذه التاقة التقليدية لتفادي استراعات والنزاعات إضافة إلى الأطار الجانبية على البيئة الشيء الذي سرعه في الانتقال للاعتماد على التاقات البديلة لتحقيق الاستدامة التاقوية دون المساس بالاقتصاد الوطني مما سبق يتضح أن التاقات المتجددة أضحت موضوعا هاما وعالميا سواء للأجيال الحالية أو القادمة حيث تسعى هذه الدراسة إلى إبراز التجربة الجزائرية وما يتعلق بالبرنامج الوطني للتاقات المتجددة لاستغلالها كونها تعد واحدة من بين البلدان التي تخطو بخطوات ثابتة نحو الاستغلال الأمثل للتاقات المتجددة ووفقا لما سبق يمكن لنا تحديد إشكالية الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية فيما يكمن دور التاقات البديلة وللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين المحور الأول تحت عنوان الإطار المفاهيمي للتاقات المتجددة أي تطرقنا فيه إلى جانب النظري فقط حيث تم تطرق إلى تعريف التاقات المتجددة مصادر التاقات المتجددة أسباب الاعتماد على التاقات المتجددة فيما يخص المحور الثاني جاء تحت عنوان واقع التجربة الجزائرية في استغلال التاقات المتجددة المحور الأول تحت عنوان الإطار المفاهيمي للتاقات المتجددة أولاً هناك تعريف للتاقات المتجددة حيث أن هناك عدة تعريف للتاقات المتجددة إلا أنها تصب في نفس السياق ومن بين أهم هذه التعريف هو تعريف برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة حيث عرفتها هذه الأخيرة على أنها عبارة عن تاقة لا يكون مصدرها مخزون ثابت ومحدود في الطبيعة تتجدد بصفة دورية أسرع من وطيرة استهلاكها وتظهر في الأشكال الخمسة التالية الكتلة الحيوية أشعة الشمس الرياح الطاقة الكهرومائية وطاقة باطن الأرض كما تعرف أيضاً بالتاقة البديلة وذلك لإمكانية إحلالها مكان الطاقة التقليدية وهي تلك الطاقة التي مصدرها الطبيعة حيث من أهم مميزاتها أنها مستمدة من الطبيعة مباشرة دون أن تنضب إضافة إلى أنها نظيفة وغير ملوثة للبيئة على عكس الطاقات التقليدية المضرة بالبيئة والإنسان في آن واحد من خلال التعريفات السابقين يمكن أن نستنتج على أنها عبارة عن طاقات التي يتكرر وجودها في الطبيعة بصفات القائية دورية تتجدد في كل مرة مما يعني عدم نفاذها ثانياً أسباب الاعتماد على الطاقات المتجددة دفعت عملية البحث والتطوير إلى ضرورة الوجوء إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ومن بين أهم أسباب الاعتماد عليها نذكر ما يلي مواجهة مختلف أزمات الأمن التقاوي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية الغازات المنبعثة جراء استخدام الطاقات التقليدية بما أدى إلى تلوث البيئي وألحق أضرار على الإنسان والبيئة تغير المناخ بسبب حرق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الوفرة والتجدد على عكس الطاقات التقليدية المحور الثاني جاء تحت عنوان واقع التجربة الجزائرية في استغلال الطاقات المتجددة أولاً إمكانيات الطاقة المتجددة في الجزائر تمتلك الجزائر إمكانيات هامة من الطاقة البديلة مما يسمح لها بالاعتماد عليها لتغطية حاجيتها وذلك على غرار الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والطاقة المائية وفيما يلي لمحة عن هذه الإمكانيات أولاً الطاقة الشمسية بفضل الموقع الجغرافي تعتبر الجزائر من أكبر حقول الطاقة الشمسية إضافة لتربعها على مساحة شاسعة حيث قدر الإشعاع الشمسي بـ 2000 ساعة في سنة كما يصل إلى 3900 ساعة في المرتفعات والصحراء مما يتيح لها إمكانية تصدير هذا النوع من الطاقة ثانياً طاقة الرياح تعد طاقة الرياح ثاني أهم مورد للطاقة المتجددة في الجزائر بعد الطاقة الشمسية وذلك بمتوسط يفوق 7 أمتار في الثانية مما يعني إمكانية توليد طاقة سنوية تقدر بـ 673 مليون واط ساعة وإنتاج 10 ميجاوات سنة 2016 حيث من أهم المناطق ذات هبوب الرياح القوية أضرار التي توجد بها توربينات هوائية على ارتفاع 30 متر وسرعة الرياح تقدر بـ 1.5 متر في الثانية أيضاً عين صالح حيث سرعة الرياح بلغت أكثر من 6 متر في الثانية هذه الأخيرة مما يؤهلها لإنشاء مزارع الرياح لإنتاج طاقة كهربائية إضافة إلى مناطق أخرى ذات هبوب الرياح عالية على غرار منطقة تندوف وتيميمون ثالثاً طاقة المائية رغم تساقط كميات كبيرة من الأمطار سنوياً إلا أنه لا يتم استغلال إلا جزء قليل منها مما أدى إلى تشكل مصدر محدود من الطاقة المائية في الجزائر ويرجع ذلك لعدة عوامل والتي من أهمها عدم الاستفادة من مياه الأمطار محدودية المناطق التي يرتكز فيها التساقط النسبة العالية للتبخر الاستطاعة الضعيفة من إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية لقلة السدود وعدم استغلال الموارد المتاحة ثانياً البرنامج الوطني للتاقة المتجددة 2011-2030 المرحلة الأولى 2011-2030 هدفها الوصول إلى طاقة قدرت بـ 22 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية شرط أن تكون ناتجة عن الطاقة المتجددة بنسبة 40% ففي البداية كانت عبارة عن اختبار لمختلف التكنولوجيات المتوفرة المرحلة الثانية 2015-2030 خلال هذه المرحلة قامت الجزائر بتعديل البرنامج بغرض جعله يتماشى مع تغيرات من ناحية التكاليف في الإنتاج التي عرفها العالم حيث وضعت برنامج أولوية وطنية وذلك عبر فترتين زمنيتين الفترة الأولى 2015-2020 هدفها توليد طاقة قدرها 4 ألف وعشر ميجاوات عن طريق استخدام الخلايا الضوئية الشمسية ومزارع الرياح وذلك عبر مناطق مختلفة من الوطن الفترة الثانية خلال هذه الفترة تم الاعتماد الفعلي للبرنامج بهدف الوصول إلى الطاقة 22 ألف ميجاوات وهذه هي المحددة كهدف رئيسي خلال المرحلة الأولى حيث كان ذلك عبر خمس محاور أساسية لترقية الطاقة المتجددة تمثلت هذه المحاور في السعي من خلال البرنامج إلى تنمية الطاقة المتجددة تنمية القدرات الصناعية لمرافقة البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة الدعم القانوني والتنظيمي تطوير الفعالية الطاقوية واقتصادياتها الاعتماد على البحث والتطوير ثالثا معاوقات استخدام الطاقة المتجددة في الجزائر بالرغم من الوفرة الهائلة للإمكانيات الطبيعية من الطاقة المتجددة التي تم تلكها الجزائر إلا أن هذه الإمكانيات تعرف عدة معاوقات تعترضها والتي تحول دون الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات حيث يمكن ذكر أهم هذه المعاوقات كما يلي تكاليف العالية للاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة العقبات التقنية نقص الطاقات الفنية والدراسات الوافية للقدرات المحلية ومدى توفر الأيدي العاملة إضافة لعدة معاوقات أخرى لكن تبقى هذه المعاوقات أهمها وفي الأخير كخاتمة يمكننا القول أنه نتيجة لما وصل إليه العالم من مخالفات للطاقة التقليدية وحروب برز دور الإيجابي للطاقات المتجددة البديلة عن طريق تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية وضمان الأمن التقوي والجزائر على غرار باقي البلدان اعتمدت على الطاقات البديلة لاحتوائها على الإمكانيات فمن خلال هذه الدراسات لما التوصل إلى عدة نتائج والتي من أهمها نتيجة الأولى زيادة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية وأزماتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أدى إلى ضرورة البحث عن الطاقات البديلة كنتيجة ثانية الطاقات المتجددة تساعد على المحافظة على الموارد المتاحة للأجيال المقبلة كنتيجة ثالثة الطاقات المتجددة ليست حكرا على الدول المتقدمة كنتيجة رابعة الاعتماد على الطاقة المتجددة بإمكانه التقليل من النفقات وكتوصية لأخذها بعين الاعتبار لدينا كتوصية أولى إنشاء معاهد متخصصة بالبحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة في عدة مناطق كتوصية ثانية التركيز على تبادل الخبرات كتوصية ثالثة تحفيز العمال على الولوج في ميدان الطاقات المتجددة كتوصية ثالثة وضع تشريعات وقوانين لتعاون مع الاستثمارات في هذا المجال كتوصية أخيرة تشجيع القطاع الخاص للولوج لميدان الطاقات المتجددة وفي الأخير شكرا على حسن الاستماع نشكر الباحثة بمتلعى كوتر على هذه المداخلة القيمة والاحترامها أيضا أو التزامها بالوقت المداخلة كانت حول الطاقات البديلة والمتجددة كآلية لتحقيق الأمن الطاقوي والباحثة يعني مشكورة قدمت لنا أو قسمت مداخلتها أو يعني بحثها أو بحثهما إلى نقطتين أساسيتين الأولى ركزت فيها على الجانب النظري اللي متعلق بتعريف ومفهوم والاقتراب المفاهيم من موضوع الطاقات المتجددة كمفهوم كأسباب اعتمادها أو الإيجابية من اعتماد الطاقات البديلة في حين أنها اعتمدت في المحور الثاني أو اعتمدت في المحور الثاني نموذج الجزائر لتبيان أهمية طاقات البديلة أو المتجددة في تحقيق الأمن الطاقوي ركزت فيها على أهم الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال وهي مجال الطاقات المتجددة وهي طاقة الشمسية طاقة الرياح وطاقة المائية قدمت لنا مشكورة مجموعة من الإحصائيات حول إمكانيات الجزائر في هذا المجال أيضاً معوقات أو العوامل المثبتة لاستقلال هذه الطاقات في الجزائر سواء طبيعية التي تكلمت عليها سابقاً أو حتى في المحور الآخرين ما تكلمت على معوقات اعتماد الطاقات متجددة في الجزائر المرتبطة بجانب التقنية أكثر منه بجوانب أخرى وهذا ما يطرح إشكاليات في مداخلة الباحثة حول مقارنة مثلاً ما أخذت النموذج الجزائري وتعتمدت النموذج الجزائري ما هي مكان الطاقات المتجددة مقارنة بالطاقات التقليدية في الجزائر يعني إلى أين وصلت الجزائر في هذا المجال بدلاً فيه احتمادات أو فيها جهود في هذا المجال يعني نسبة الطاقات المتجددة مقارنة بالطاقات التقليدية للنفط والغاز الطبيعي إلى غير ذلك في الجزائر أيضاً تطرح إشكالية أخرى هالعوائق وعراقيل اعتماد الطاقات المتجددة سواء في الجزائر أو في دول أخرى مرتبط فقط بالجانب التقني لذكرات الباحثة ألا يوجد عوائق من طبيق قرار سياسي بالسياسات الاقتصادية المعتمدة لأنه لا يمكن أن نجزم أن وجود إمكانيات معناة استغلال لهذه الإمكانيات يعني وجود إمكانيات الطاقات البديلة إذن إشكالية كثيرة طرحتها مداخلة الباحثة سنقوم بتوسيعها إن شاء الله أثناء المناقشات في الجلسة الختمية إذن نشكر الباحثة بوترعى كوثر ودكتورة والي مريم من جامعة باج مفطار على همداخلته من قيمة أنتقن مباشرة لأدي دكتور لطرش وواصل في الترتيب أو أعود إلى المداخلات الأولى ميكروفون فضلك دكتور أستاذة لقد أتوا المتدخلين المداخلات الأولى موجودة على شرح موجود إذن أحيي الكلمة مباشرة إلى الدكتور أو الدكتور حنصال أبو بكر مع باحث عشور حبيب من جامعة أحمد زبارة غنيزان من دولة الجزائر لتقديم مداخلة معنونا بالطاقات المتجددة كبديل استراتيجي في معدلة الأمن الطاقوي في المغرب العربي فليتفضل مشكورا دكتور عشور الحبيب شكرا أستاذة أحيي جميع الأساتداء والشكر الموصول لكل من ساهم في إنجاح في حال فعاليات هذا المؤتمر من قريب أو من بعيد وأخصه بالذكر الأستاذ الدكتور رئيس المتقى السيد دكتور علي لطرش إذن عنوان مداخلتنا هو الطاقات المتجددة كبديل استراتيجي في معدلة الأمن الطاقوي في المغرب العربي سنأخذ الجزائر والمغرب كنموذجا إذن تعتبر الطاقة المحرك الأساسي لاقتصاديات العالم يمكن الاحتماد عليها في مختلف القطاعات إلا أنهم نظرا للتطور التكنولوجي السريع والتقدم العلمي والتقني المتزايد حالة دون ذلك إذ أصبح هناك تزايد في الطلب على المصادر المختلفة للطاقة حيث بات الاهتمام بتطوير مصادر الطاقات المتجددة يتزايد وباستمرار لأن مصادر الطاقة الأحفورية المعتمد عليها حاليا بشكل واسع ستصل يوما ما إلى قمة إنتاجها إذن الطاقة هي أساس نمو أي اقتصاد وتحقيق التنمية حيث ساهمت مجموعة من الظروف في التوجه نحو التطوير واستغدار مصادر الطاقات المتجددة كمصادر طاقوية يمكن الاعتماد عليها كبديل للطاقات الأحفورية في حين أن العالم العربي بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة يتوفر على رسيد مهم من المصادر الطاقوية المتجددة من إشعاع شمسي على مدار سنة طاقة الرياح وغيرها إلا أن الاستثمار في ذلك لا يزال في بدايته وذلك لإرساء اقتصاد يتماشى مع متطلبات التنمية الاختصادية والاجتماعية المشهودة وعلى غرار باقي الدول العالم عملت الجزائر والمغرب على مسايرة هذه التطورات الحاصلة في مجال تطوير مصادر الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي بإقرار متنوعة من البرامج الوطنية وتوارف أرضية تشريعية ومؤسساتية من شأنها الاستغلال الفعال لمؤهلاتها الطاقوية في مجال الطاقات المتجددة إذن الإشكالية هنا ما هو واقع التجربة الجزائرية والمغربية في مجال الطاقات المتجددة كبديل للكترول لضمان الأمن الطاقوي وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى محورين المحور الأول تطرقنا إلى الإطار المفاهيم للطاقات المتجددة وفي المحور الثاني تطرقنا إلى واقع بصادر الطاقات المتجددة في المغرب العربي وحيث ركزنا على تجربة الجزائر والمغرب وأهم البرامج والآليات المنتهجة من قبلهما لتطوير الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لغارة ضمان الأمن الطاقوي أولا فيما يخص التأثير النظري كما تطرقت الأستاذ السابقا إلى إعطاء مجموعة من التعريف لطاقات المتجددة لأن التعريف تعددت لمفاهيم مصطلح طاقات المتجددة من قبل الباحثين والهيئات الدولية والحكومية الناشطة في ذات المجال حيث حسب برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة ينيد فالطاقات المتجددة هي تلك الطاقات التي لا يكون مصدرها مخزون ثابت أو محدود في الطابعة حيث تتجدد بصيفة دورية أسرع من وطيرة استهلاكها تظهر في الأشكال خمس كدر حيوية أشيعة الشمس الرياح الطاقة الكهرومائية وطاقة باطن الأرض كما عرفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها الطاقات التي تتشكل من مصادر الطاقة نتيجة عن مصارات الطابعة التقائية كأشيعة الشمس والرياح التي تتجدد في الطابعة بوطيرة أعلى من وطيرة استهلاكها إذن تنشأ هذه الطاقة المتجددة في العادة مخلفات كتاني أكسيد الكاربون أو غازات ضرعة وتعمل على زيادة احتباس هذا فيما يخص الطاقات التقليدية احتباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الفوري أو المخلفات الذرية الضالة نتيجة عن مفاعدات القوى النووية حيث يعود اهتمام بتاريخ هذا النوع من الطاقة إلى بداية السبعينات وتحديدا أزمة العالمية لعام 1973 وانعكاساتها على اقتصادية الدول المتقدمة التي وجدت أن الحل المتاح للقضاء على تباعية اقتصاديتها للنفط هو تطوير مصادر بديلة تكون محلية إلا أن هذا الاهتمام سرعان ما تلاشى بعد انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية ومع تناول وعي البيئي والتأكد العلمي من علاقة التغير المناخي بحرق مصادر الطاقة أورفورية وبعدها بروتوكول كيتو وكذا الاستيزاف الكبير الحاصل في مصادر المعتمدة بات الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة أكثر الحاحة وبدأت الدول توجه جهود البحث العلمي نحو هذا المجال من أجل وضع مختلف أنواع هذه الطاقة في خدمة اقتصادية الدول نجد من خصائص الطاقة المتجددة أنها تتميز بمجموعة من الخصائص فهي تخفف من الغازات الدافئة في الجو كونها قليلة أو شبه عديمة إدعاثات الجوية أنها متاحة ومتوفرة في جميع أنحاء العالم وتعد مصدر محلي غير قابل للنقل تحقق خاصية استجامة الطاقة كونها نابعة عن مصادر غير قابلة للنظوم ارتفاع التكلفة الأولية لاستخراجها والاستثمار فيها مقارنة بالطاقات التقليدية ولكنها بالمقابل توفر طاقة أقل تكلفة عن المدى البعيد ومن أهمية الطاقة المتجددة أنها تعتبر بديل لمصادر الطاقة التقليدية التي تعتبر مصدر محلي لا ينتقل بوفرتها في معظم دول العالم هي اقتصادية في كثير من الاستعمارات في مختلف المجالات هي صديقة للبيئة نظيفة وغير ملوثة كذلك ضمان استمرار توافرها وسعرها مناسب ومنتظم وتعتبر كمصادر متجددة باستمرار ومجانية سنتطرق في المحور الثاني إلى واقع وآفاق المغرب العربي في الطاقات المتجددة تجربة الجزائر والمغرب فيما يخص الإمكانات الطاقات المتجددة في المغرب العربي فتسخر بلدان المغرب العربي بإمكانات واعدة في مجال الطاقات المتجددة ورغم تنوع مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة إلا أن الطاقة الشمسية تعتبر أهم تلك الموارد على الإطلاق فنظرا إلى طابعة الأراضي والمناخ في منطقة المغرب العربي فمعدلات الإشعاع الشمسي كبيرة وهي تراوح وفق التقديرات ما بين 1900 كيلو واط ساعي متر مربع في السنة في المناطق الساحرية و3200 كيلو واط ساعي في المناطق السحراوية أما مدة الإشعاع الشمسي فهي تراوح ما بين 2700 و3700 ساعة في السنة كما أن إمكانات طاقة الرياح في دول المغرب العربي معتبرة وترتكز بالأساس في تونس وكذلك في المغرب وتحديدا بمنطقة جبل قارق في الشمال والمحيط الأقلاصي جنوبا أما في الجزائر فترتكز إمكانات البلد من الرياح في الصحراء وتحديدا في الجنوب الغربي ويراوح معدل سرعة الرياح في المنطقة ما بين 6 إلى 11 متر في الثانية ونبغي الإشارة هنا إلى وفرة بلدان المغرب العربي على موارد معتبرة من الكتلة الحية وكذلك الطاقة الجوفية وبخاصة في الجزائر والمغرب حيث يعتبر الاستغلال في هذا المجال غير عقلاني لمصادر الطاقة العفورية وما ترتب عنه من زيادة المشكلات البيئية نتحدث الآن عن واقع الطاقة المورد الطابعية ومصادر الطاقة المتجددة أولا في الجزائر وتانيا سنتحدث عن واقع الطاقة المتجددة في المغرب من خص الجزائر فهي تتوفر على الطاقات الشمسية هائلة بل هي الأهم في كل حوض البحر المتوسط حيث يقدر مجموعة أشعة الشمس الساقطة في حدود التراب الجزائري ب169 490 تيرا واط ساعي في السنة بما يعادل 500 مرة الاستهلاك الجزائري من الكهرباء و60 مرة استهلاك دول أوروبا 15 المقدر ب3000 تيرا واط ساعي ثانيا طاقة الرياح في الجزائر يتغير المورد الريحي في الجزائر من مكان إلى آخر نتيجة التروغرافية وتنوع المناخ حيث تنقسم الجزائر إلى منطقتين جغرافيتين الشمال الذي يحده البحر الأبيض المتوسط ويتميز بساحل يمتد إلى 1200 كيلومتر ويتميز بسرعة رياح محتدلة ومنطقة الجنوب التي تتميز بسرعة رياح أكبر من الشمال خاصة في الجنوب الغربي بمعدل يتراوح ما بين 4 و 6 متر في الثانية كذلك تتوفر الجزائر على الطاقة الحرارية الجوفية حيث يتوجد أكثر من 200 منبع ساخن شمال الجزائر والتي يمكن استعمالها في التدفئة والتجفيف الصراعي والتربية الحيوانات وصناعة أغذية الصراعية إلى غير دريقة الطاقة الكهرومائية حيث تشكل الطاقة كهرومائية مصدر رئيسي لإنتاج الطاقة للمستوى العالمي أما بالنسبة للجزائر فلا تتجاوز نسبة إنتاج كهرباء 3% وهي نسبة ضائلة جدا مقارنة بالإمكانية المائية المتاحة التي تتوفر عليها الجزائر فيما يخص تجربة الجزائر في مجال الطاقة المتجددة فلقد وضعت الدولة برنامج وطني لتنمية وتطوير طاقات المتجددة 2011-2030 حيث تمحور هذا البرنامج على تأسيس قدرات ذات أصول متجددة بحوالي 22 ألف ميجاوات خلال الفترة 2011-2030 منها 12 ألف ميجاوات موجهة لتغطية الطالب الوطني على الكهرباء و10 ألف ميجاوات موجهة للتصدير واجتمل البرنامج على إنجاز 60 محطة شمسية كهروضوئية وشمسية حرارية وحقوق لطاقة الرياح ومحطات مختلفة كما حرص هذا البرنامج على وضع الطاقات المتجددة في صاميم السياسات التقاوية والاقتصادية الجزائرية نتقل من بين أهم المشاريع مثلا مشروع SBB1 للرياح في حاسير مل مشروع مزرعة كابيريتين للرياح في أدرار مشروع خنشلة للرياح مشروع SBB طروة في أنعامة مشروع SBB كات في حاسير مل مشروع توليد الطاقة الكهربائية الضوئية SKTM مشروع محطة الطاقة الهوائية بأدرار مشروع توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في غردايا إلى غير ذلك إذن نلاحظ أن الجزائر قد ركزت في إنشاء مشاريع الطاقة التجديدة على المناطق الصحراوية بشكل واسع وهذا راجع إلى ما تتمتع به الصحراء الجزائرية من مساحة وموارد بأعلى معدل ومدة إشراق كما أشرنا لها سابقا الآن نتطرق إلى الطاقات المتجديدة في المغرب حيث تزايد الطالب على الكهرباء في المغرب بشكل سريع بنسبة 8% سنويا نتيجة للنموه الاقتصادي وتزايد عدد السكان ونجاح سياسات زيادة إمكانية حصول الكهرباء ورغم الجهود الرمية إلى تكتيف الحفاظ على الكهرباء وإدارة جانب الطلب فمن المتوقع زيادة الطالب على الكهرباء بالمعدل نفسه في المستقبل الطالب وعلاوة على ذلك يعتمد المغرب اعتمادا شديدا على واردات الوقود الأخوري لتوليد الكهرباء نظرا لنقص الموارد المحلية من هذا الوقود وعلى سبيل المثال بالرجوع إلى الوراء فقد اتفعت فاتورة الطاقة الإجمالية بالمغرب من 3 مليار دولار سنة 2004 إلى 2.4 مليار دولار سنة 2005 بسبب ارتفاع أسعار النفط والفحم وحاولت الدولة المغربية سعير منها للحد من هذا الاعتماد إلى تنويع مزيج الطاقة بزيادة استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المنتجدة ورغم أن المغرب كان قد شرع في بناء أول محطة كهرباء تضارب الغاز بالنظام الدورة المركبة في تهادرت سنة 2005 وكان لديه بضعة مشاريع للطاقة الرياح والطاقة المائية فإنه لم تتوفر لديه الخبرة في تكنولوجية الطاقة الشمسية على مستوى المرافق وهذا ما يعتبر في حد ذاته مشكلة حقيقية في هذا المجال الصعب يقوم المغرب باستيراد 96% من احتياجاته من الطاقة علاوة على ذلك يحتاج إلى تربية الطلب المتزايد للبلاد في هذا المجال حوالي 7% سنويا إذن تزيد نسبة الإشعاع الشمسي في مكوستاقة الشمسية في المغرب عن 2300 كيلو وات بمتر مربع في السنة وهذا يزيد بمقدار 30% عن أفضل المواقع التي يسلها الإشعاع في أوروبا إضافة إلى احتوائه على 3500 كيلو متر من السواحل والتي تصل فيها الرياح إلى معدل سرعة 11 متر الثانية والتي تعتبر من أعلى المعدلات الرياح في العالم تقدر طاقة قوة الرياح في المغرب بحوالي 25 ألف ميجا وات يعتبر المغرب أيضا من أهم الدول العربية التي استخدمت مصادر طاقة المتجددة وأول دولة على مستوى دول المغرب العربي خاصة في مجال طاقة كهربائية الكهرمائية وطاقة الرياح في المقابل يعتبر من دول فقرة إلى مصادر الوقود أحفوري ولهذا سعى المغرب جاهدا لاستغلال كل إمكانيته في مجال استغلال الطاقة المتجددة والتي تتمثل مصادرها فيه في الآتي هناك طاقة الكتلة الحاوية باختصار طاقة الكهربائية طاقة الرياح أيضا طاقة الشمسية ومن خلال التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة ندخل باختصار مركب الطاقة الشمسية نور ورزازات كذلك صنفة المغرب في المرتبة الثانية عالميا بعد أمريكا من حيث جاذبيته لاستثمارات في مناطق في مجال الطاقات المتجددة كما وضع قطارا جيدا لدعم الاستثمارات في هذا المجال حيث أنه تقدم دخول حاسيثة بمشاريعه المعلنة في شهر نوفمبر من 2009 بإنشاء محطات الطاقة الشمسية باستثمات 9 مليار دولار والمشروع الخاص بطاقة الغياح بمقدار 3.5 مليار دولار ومشاريع عديدة وكساتمة رغم كل الإمكانات الضخمة الواعدة التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة وعلى وجه خصوص الطاقة الشمسية فإن استغلال هذه المصادر يتم بشكل محدود جدا إذ لا تزال مصادر الطاقة التقليدية من نفط وغاز طبيعي هي المهمين على مستوى بلدان المغرب العربي وخطى المغرب خطوات لا دأس بها في مجال استخدام الطاقة المتجددة خاصة أنها تعاني عدسا كبيرا في الطاقة الحفورية ولكن رغم ذلك استطاع أن يحتل مكانة راقية على المستوى المغاربي وعلى المستوى العربي بشكل عام أما الجزائر فلا تزال تعاني تأخرا كبيرا في استغلال هذه الموارد المجانية ولعل احتضانها الرسيد المعتبر من النفط والغاز هو الذي خلق لديها إحساسا بالأمن التقاوين مع أن المنطق يقول بأن الموارد الناظبة لا يمكن أبدا أن تخلق أمنا تقاوين ولذلك فإنه جادير بالجزائر أن تستدرك ما فاتها من وقت للحق بالركب العالمي بهذا الحق وخاصة في مجال الطاقة الشمسية التي تسخر بها والاستفادة من التجربة المغربية الهامة من خلال خلق شركة على المدى الطاويل في دات المجال وتغريب المصالح الاقتصادية على الاختلافات السياسية وانتهاج قاعدة رابح رابح والسلام عليكم وشكرا لخصني انتباهكم شكرا دكتور على هذه المداخلة القيمة دكتور حبيب عاشور على مداخلته القيمة حول موضوع الطاقات المتجددة كبديل استراتيجي في معادة الأمن الطاقوي في المنطقة المغربية أو في المنطقة المغرب العربي واحتمد فيها الجزائر والمغرب نموذجا أكيد على غير المداخلة السابقة كان محور المداخلة الأول متعلق بالجانب النظري وأكد على نقطة مهمة جدا هي أهمية الطاقات المتجددة واحتمادها كبديل للطاقات التقليدية والحفورية والطاقة النفط يعني كالنفط والغاز الطبيعي إلى غير ذلك لما لها من فوائد على الطبيعة على البيئة واستدامة هذه الطاقات المتجددة أكيد تكلفة أقل رغم أنها في بدايتها كما أكد الأستاذ أن تكلفتها في البداية ممكن تكون مرتفعة لكن على المدى المتوسط والبعيد تكلف الطاقات المتجددة أقل يعني مناسبة جدا للدول أكيد في المرحور الثاني مشكور وضع لنا دراسة قيمية لحال الطاقات المتجددة في الجزائر والمغرب وإمكانيات كل الطرف في هذا المجال أكد على أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة جدا في هذا المجال سواء الطاقة الشمسية مرتبطة من طاقة الجنوبية للجزائر أيضا في طاقات أخرى تكلم على طاقات الحرارية الجوفية تكلم أيضا على طاقة الرياح يعني عندنا تنوع في الجزائر هناك تنوع لطاقات المتجددة يمكن يسمح للجزائر أنها تعوض الطاقات الأحفورية بهذا النوع الجديد أو هذا النوع من الطاقات المتجددة تكلم أيضا أو ركز على في نموذج المغرب على تبعية المغرب للخارج في اعتمادها أو في امتلاك الإمكانيات أو الموارد الطاقوية تكرر الأستاذ 96% رقم مهول أنه نعتمد 96% من طاقاتنا على الخارج هذا ممكن ما يدفع المغرب أو يكون حافز المغرب كيف ما هو للجزائر أيضا أنها تبحث عن خيارات ذاتية لتعويض هذه الخسائر اللي ممكن تتكبدها هذه الدول للحصول أو لتحقيق أمنها الطاقوي أكيد الإشكالية الأكبر اللي ممكن نسألوها ونطرحوها في مداخلة الأستاذ هي إلى أي مدى يعني ذكرنا الواقع لكن إلى أي مدى وصلت هذه الدول أو نجحة هذه الدول أن تخطو خطوات ثابتة لاعتماد طاقات متجددة ربما أجاب على جزء منها في الخاتمة لكن أكيد ستكون نقطة أو بداية لطرح نقاشات أكيد في المناقشات حول الموضوع إذا نشكر الدكتور على هذه المداخلة القيمة ننتقل مباشرة إلى المداخلة الموالية من تقديم مداخلة نائية من تقديم الدكتور محوز عمر من جامعة وهرانتنين والدكتور بلنزار جامعة غيهزان بمعنوانا بالتعاون الجزائري الدولي في مجال الطاقات المتجددة الدكتورين مع بعض موجودين لا أدمن منهم سيتدخل نعم دكتور بلنزار لك 15 دقيقة لتقديم مداخلتك بسم الله الرحمن الرحيم صلواته ربي وسلامه على الحبيب المصطفى سيدينه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدء دي بدء إنه من باب التقدير وبأصدق مشاعر الاحترام والإمتنان أن أتقدم إلى اللجنة أو هيئة الملتقى الدولي على شرف إلقاء مداخلتي تحت عنوان التعاون الجزائري الدولي في مجال الطاقات المتجددة وبذلك أرحب بالأستاذ الدكتور الفاضر رئيس الملتقى الدكتور علي لطرش وتحياتي لكل أساتداء المشاركين في هذا الملتقى كون الجزائر تستجيب للمتغيرات الدولية خاصة في مجال البيئة على غرار المجالات الأخرى وكونها تمتاز بموقع استراتيجي وقدراتها الطاقوية فهي تستفيد من خلال موقعها المتميز بكميات كبيرة من الشمس يتجاوز خمس مليار ميجاوات ساعي في السنة كما أن الطاقة المتجددة تتجاوز بشكل كبير في بعض دول الجنوب وفي مقدمتها الجزائر مما دفع العديد من الدول إلى الاستثمار والشراكة معها في مصادر هذه الطاقة خاصة لما تحمله متكاليف باهضة لاستغلالها والاستثمار فيها والتي تعجز الدول المصدرة منفردة عن القيام بها مما يجعلها أمام تحدي كبير في كيفية الاستغلال الأحسن والجيد والكفء لمصادر الطاقة المتجددة في الجزائر ومن هنا نطرح الإشكالية التالية حول دور الطاقة المتجددة لتحقيق تنمية مستدامة في الجزائر جاءت هذه الإشكالية لمعرفة ما مدى تأثير الطاقات المتجددة في تحقيق تنمية مستدامة في الجزائر من بين أدوات السياسات المتعلقة بالبيئة نجد التعاون الدولي في مجال الاتفاقيات البيئية وهي ذات صلة دائما بالمشاكل البيئية والقضايا الحساسة المتعلقة بتغير المناخ وكل الأشكال التلوث والتي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على كوكب الأرض إلا أن هذه الاتفاقيات تساعد في تطوير الأطر التشريعية للمحافظة على سلامة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة فهي تساعد على توحيد المواصفات والمقاييس البيئية العالمية مع تطوير شبكة معلومات بيئية لتسهيل تبادلها مع الدول والجزائر كانت سباقة دائما للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها في ميدان البيئة من بينها ومنذ استقلالها أولاً المعاهدة الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية للأضرار الناجمة عن تلوث بالنفط ثانياً اتفاقية حول حماية الطرات العالمية التقافي والطبيعي المتفق عليها خلال الدورة السباة عشر للدورة العالمية لليونيسكو ثالثاً معاهدة تتعلق بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث بالمحروقات رابعاً معاهدة خاصة بحماية البحر الأبيض المتوسط ضد التلوث خامساً معاهدة إفريقية حول حماية الطبيعة وثروتها سادساً معاهدة تتعلق بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية خاصة كبيئة للحيوانات الشريدة سابعاً معاهدة حول التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقيراد ثامناً اتفاقية تتعلق بالوقاية من تلوث البحر المتوسط بعمليات الإغراق التي تقوم بها البواخر والطائرات تاسعاً اتفاقية تتعلق بالتعاون في ميدان محاربة التلوث في البحر الأبيض المتوسط في الحالات الدقيقة بسبب تدفق المحروقات والموارد المذرة الأخرى عشراً اتفاقيات تتعلق بحمية البحر الأبيض المتوسط ضد التلوث الآتي من البر كما أن التزامات الجزائر بهذه الاتفاقيات والمؤتمرات جعلتها تصبو إلى أهداف حققتها فيما بعد خاصة في مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ سنة 2015 الذي يرمي إلى بلوغ أهداف حقيقية تم الاتفاق عليها في باريس والتخفيض من انبعاثات الغاز في حدود 7% بوسائلها الخاصة كما أشارت الجزائر إلى أنه إذا ما تحصلت الجزائر على دعم مالي وتقني وتكنولوجي من البلدان المتطورة طبقاً لأحكام اتفاقي باريس فإنها ستتمكن من تخفيض انبعاثاتها من الغاز تاني أكسيد الكربون في حدود 22% كما تفاعلت الجزائر مع السياسات البيئية العالمية بإيجابية من حيث السياسات المتبعة في عدة ميادين وذلك امتداداً للمخططات التنموية والإصلاحات الكبرى أما الطاقات المتجددة فقد أنشئت عدة هياكل وتبني تكنولوجياتها ومن بينها أولاً مركز تنمية الطاقة المتجددة والذي أنشئ في 22 مارس 1988 ثانياً محطة التجارب الخاصة بالوسائل الصحراوية العميقة والتي أنشئت في 22 مارس 1988 ثالثاً وحدة تنمية الوسائل الشمسية والتي أنشئت في تسعة جنوبي 1988 رابعاً وحدة تنمية تكنولوجيا السيليكون تابعة لوزارة التعليم العالي خامساً الوكالة الوطنية لترقية وتنمية استعمالات الطاقة أنشئت في 25 أود 1985 مديرية الطاقة المتجددة والتي أنشئت في 1998 ومن أهم الإنجازات محطة التطبيق للوسائل الشمسية في وسط الصحراء للقيام بالأعمال العلمية والتيكنولوجيا وهذه أنشئت حديثاً في سنة 1999 لإنجاز أجهزة الحرارة الشمسية وهذا استجابة للمناخ المنطقة وذلك أيضاً لتحويلها بواسط الطاقة الشمسية لتدفئة المنازل وإنتاج الكهرباء وتستعمل أيضاً في الطاقة الفولطية في طاقة من طاقة الحرارة الشمسية وبهذا تكون الجزائر قد استجابت ولو بقدر بسيط في سياسة البيئية العالمية رغم ما قلة الوسائل المادية والتيكنولوجيا في تطبيق الاستراتيجيات البيئية العالمية لخفض درجة الحرارة عن طريق الطاقات المتجددة وفي إطار تعاون الاستراتيجي في مجال الطاقات المتجددة شارعت الجزائر في السنوات الأخيرة في تبني استراتيجية طاقوية جديدة ومستحدثة تثمن من خلالها إمكانياتها المتوفرة لتلبية متطلباتها المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن أجل توفير الشروط التنظيمية والقانونية تعززت الاستراتيجية الجديدة والمستحدثة للطاقات المتجددة بجملة من الإجراءات استراتيجية إدارة التطروع والاقتصاد المستدام والتنشيط وتكثيف جهود البحث والتنقيب في إطار الشاركة الأجنبية بالإضافة إلى استراتيجية إحلال الطاقة التقليدية بطاقة المركزات الشمسية أما طاقة الرياح يختلف من مكان لآخر نتيجة الطوبغرافية والمناخ المتنوع بحيث أن الجزائر تنقسم إلى منطقة شمالية ومنطقة جنوبية تتميز بريح قوية وسريعة بسرعة تزيد عن 4 متر مكعف ثانية وتتجاوز بقيمة 6 متر مكعف ثانية في الجنوب الغربي أما الطاقة الجوفية في شمال جزائر تتواجد أكثر من 200 مصدر ساخن حيث تفوق حرارته حوالي ثلثي هذه المصادر أكثر من 45 درجة لتبلغ 98 سنتغراد في حمام المسخوطين بولاد غالما و188 سنتغراد في عين ولمان و119 سنتغراد في بسكرا إن دور الطاقات المتجددة في التنمية المستدامة أصبح الآن ضرورة وحتمية اللوجوء إليها للتقليل من الخطر العالمي الذي يهدد البيئة مما أطفى بعدا دوليا والجزائر من أكبر الدول المرشحة لتطبيقها لأنها تمتلك مصادر طبيعية كثيرة في مجال إنتاج الطاقة خاصة الطاقة الشمسية مما دفع الكثير من الدول في العالم إلى استثمار الطاقات المتجددة في الجزائر في إطار الشاركة وفي الأخير ومن أجل تطبيق هذه الاستراتيجية يجب توفير ترسانة قانونية لتنظيم استغلال الطاقة وهذا ما تسع إليه الجزائر والرئيس ورئيس الجمهورية حاليا سيد عبد المجيد تبون بهدف توفير تنمية مستدامة ما يمكن استنتاجه في هذه الدراسة رغم أهمية الاستراتيجية الوطنية التي من شأنها أن تضع الجزائر فيما صار التحول نحو نموذج طاقوي أكثر استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب كونها تعالج القضايا المرتبطة بالبيئة الاقتصاد والتنمية البشرية بشكل منخصل من طرف مؤسسات ووزارات عديدة بدل أن تعالج بشكل متوازن ومتوازن لضمى الاستدامة من جهة وافتقارها لأهداف محددة مضبوطة بجداول زمنية من جهة أخرى إن الدور الكبير الذي تلعبه الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة بات يستدعي دوران متناقضان أولها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على المداخل البترولية وتوزيعها بما يحقق التوازن لأجيال قادمة والتاني عرقلتها بناء على ما تسببه من آثار سلبية على البيئة وهو الأمر الذي يتطلب تشجيع الطاقات المتجددة خاصة وأن الجزائر تمتلك العديد من تقنياتها بمستوى من التطور يسمح باستخدامها على نطاق واسع وشكرا شكرا دكتور على هذه المداخلة وعلى احترامكم للوقت إذا إذا كان الوقت يسمح هل لك أنت منحيني شرف المشاركة ولو بتدخل بسيط في فعالية هذا الملتقى تفضل دكتور مدام عندكم وقت من المداخلة فلك يعني لك كل الوقت شكرا دكتور تفضل تفضل دكتور إذا دكتور محوز عمر مشارك ثاني في المداخلة السابقة مع دكتور بلا نزار إذا في إضافة تفضل دكتور إضافة فقط لإثراء بعض الأفكار التي جاءت في مداخلتنا المشتركة مع الدكتور بلا نزار إذن بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة للجميع بداية بك السيد الرئيس الأستاذ ويكينفايزيا على إدارتك القيمة والجيدة لأطوار هذه الجلسة وفكر موصول أيضا إلى الأستاذ علي لطرش على تفضله بتنشيط هذه المحافل العلمية التي ربما تشكل فرصا سانحة لتبادل الأفكار ومناقشة اجتهادات الاجتهادات الأكاديميين لمختلف الأساتذة الجميعيين من مختلف جامعة الوطن ومن خارج الوطن إذن في إطار موضوع المداخل الموسم بالتعاون الجزائر الدولي في مجال الطاقات المتشددة لعلي ربما ستتم متل ما جاء في كلام الدكتور بلا نزار لعلي سأشير إلى ثلاث نقاط رئيسية مرتبطة بالمؤشرات الدافعة إلى ضرورة استغلال الجزائر أو تطوير الجزائر مجالات استغلال مصادر الطاقات المتجددة من وجهة نظري أنا سأركز ربما على ثلاث متغيرات نصاح التعبير أو ثلاث مؤسلات رئيسية المؤشر الأول لابد أن نشير إلى أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا حاليا والتي من المرجح أن تحتدم وأن تتأزم وتتعقد أكثر فأكثر في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية التي ربما ستعيد إلى حد ما تشكيل ميزان القوى داخل أوروبا سترجح كفة بعض القوى التي ربما تراجعت إلى حد ما بسبب اختلال ميزان العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية وبالتالي أعتقد بأن الجزائر لابد عليها أن تستغل فرصتها هذه الأزمة الخانقة التي تعاني منها أوروبا من أجل تجديد مصادر طاقتها من أجل استغلال مصادر الطاقة المتجددة الهائلة التي تتوفر عليها من أجل أيضا تنويع شراكاتها مع مختلف الفاعلين الدوليين الذين أصبحوا ربما يسعون إلى احتلال مكانة معينة في إدارة قضايا النظام الدولي وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية وفي هذا الإطار أتحدث عن المتغير الثاني المتمثل في بروز بعض الفواعل العالمية وحتى الفواعل الإقليمية وفي مقدمتها تركيا على سبيل المثال في مقدمتها أيضا الكيان الصغير الذي ربما يشكل منافسا رئيسيا للجزائر في إدارة بعض القضايا الإقليمية في مقدمة القضايا الفلسطينية وقضية صحراء الغربي إذن أعتقد بأن تنويع الأسواق أو استغلال أسواق جديدة من خلال استغلال الطاقات المتجددة لها إلى التي تتوفر عليها الجزائر ربما ستوفر لصانع القرى الجزائري في مجال تنشيط سياستها الخارجية مجالا واسعا للمراوغة من أجل حماية المصالح العليا للجزائر وإذن في مجال سيانة الأمن القول الجزائري بسبب تهديبه من مختلف هذه الفوعل ومثل قدمتها أي الكائن السيوني إذا فدر إلى بعض الفوعل الإقليمية المنافسة وفي مقدمتها المرأة لعل المؤشر ثالث هل صوتي مسموع؟ نعم مسموع نعم مسموع لعل المؤشر ثالث الذي يمكن أن نشير إليه في إطار موضوع المداخل المرتبط بمحور التعاون هو الأفق الكبير الذي تتوفر عليه القارة الإفريقية في خلق شراكة خلاقة للثروة ربما تمنح إفريقيا مكانتها الحقيقية عالميا من خلال ميزان أو من خلال السوق الطاقوي إذن الكل يعلم بأن نفس الإمكانيات الطاقوية التي تتوفر عليها الجزائر تتوفر عليها الكثير من الدول الإفريقية إذن لابد على صالح القارة الجزائر أن ينتبه إلى ضرورة خلق شراكة خلاقة للثروة على قاعدة رابح رابح بين مختلف الدول الإفريقية المستغلة من قبل القوى العالمية وفي مقدمتها الأوروبية حتى لا نخلق جو من التنافس غير الصحي بين الجزائر ومختلف الدول الإفريقية وفي مقدمتها نيجيريا إذن مثل ما هو معلوم كثيراً ما عولت أوروبا والدول الأوروبية على توتر العلاقة بين الجزائر ونيجيريا في مزال تصدير الغاز وتصدير البترول نحو القارة الأوروبية إذن لابد لصانع القارة الجزائر في إطار مجال تعزيز التعاون الخارجي مع مختلف الفاعلين الإقليميين وعالميين أن ينتبه إلى ضرورة توحيد الرؤى وتوحيد المواقف مع الكثير من الدول الإفريقية حتى نخلق قاعدة رسيلة للتعاون الاقتصادي والأمن والديبلوماسي من أجل الدفاع عن مصلحة الإفريقية التي تشكل حزانا هائلا لمختلف المهادن والطاقات التي تستغلها الكثير من الفوعل الدولية التي تمارس أدوارا متقدمة في إدارة النظام الدولي والتي تعتمد كما قل بشكل كبير على مختلف الطاقات التي تقدمها القارة الإفريقية ربما في بعض الأحيان باحتلال مكانتها المرموخة التي ربما تستحقها في ذل تنافسي أو في ذل احتدام ظاهرة التنافس الدولي أكتفي بهذه الملاحظات ثلاثة تنمة لما جاء على لسان زميلي الدكتور بلا نزار في موضوع مداخلتنا المعنونة بالتعاون الجزائري في مجال التعاون الجزائري الدولي في مجال الطاقات المتجددة شكرا لكم مرة ثانية شكرا لك الأستاذ علي لطرش على إتاحة هذه الفرصة مع تمنياتي لك بالتوفيق ومزيد من التميز والنجاح في تنظيم المحافل في تنظيم النشاطات العلمية وموجودون في خدمتكم لتقديم أي إضافة يمكن أن نتفضل بها في مثل هذه المحافل شكرا لكم وشكرا لكم على حسن المتابعة والإسراء والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته شكرا دكتور محووز عمر على هذه التتمة أو الإضافة يعني مع احترامه يعني بالضبط بتوقيت 15 دقيقة كمداخلة يعني كتوقيت للمداخلة أكيد إضافة أن الدكتور محووز كانت ضرورية لاكتمال عناصر المداخلة كاملة لأنه موضوح كان حول التعاون الجزائري الدولي في مجال طاقات المتجددة بداية كان دكتور بلانيزار تحدث عن تأثير طاقات المتجددة في تحقيق أو كانت إشكالية الدراسة يعني بداية كان تأثير الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر يعني كانت جزئية مداخلة دكتور بلانيزار هي حول هذه النقطة يعني ثنائية طاقات متجددة وتنمية مستدامة تكلم بإسهاب حول أهم الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في مجال حماية البيئة وركز في التنمية المستدامة على عامل البيئة يعني على تحقيق الحماية البيئية إلى غير ذلك تكلم على أهم اتفاقيات أهمها ووصول الاتفاقيات باريس 2015 تكلم أيضا على مشاريع الجزائر وجود جزائر تحقيق أو لتنمية الطاقات المتجددة من خلال مجموعة من المراكز والمحطات والمختلفة في مختلف مجالات الطاقات المتجددة الشمسية الريح والمائية والجوفية لكن يعني وإجراءات التي اعتمدتها الجزائر في هذا المجال لتحقيق أو لتنمية أو لزيادة من إنتاجية طاقتها المتجددة لكن يعني كان سؤالنا الممكن تطرحوا الدراسة من خلال جزئية دكتور بيرلا هو ما هي مجال التنمية المستدامة الأخرى أو مجال التنمية المستدامة ممكن تأثر لأنه ربما لديق الوقت لم يركز فيها الدكتور بيرلا في هذا المجال ما هي مجال التنمية المستدامة التي تعود فيه إيجابيات في اعتماد الطاقات المتجددة فيها أيضا نركز على نقطة مهمة جدا حولنا أو دراسة تثيرها أن الجزائر ترغب في مساعدات أجنبية مساعدات من دول يعني كان لها تأثير إيجابي في مجال الطاقات المتجددة وطلبت أو طلبت بهذه المساعدات وفق اتفاقيات بيريس 2015 لكن سؤال أكبر ما هي استجابة الدول الأخرى لطلب الجزائر ولرغبة الجزائر في التعاون مع هذه الدول حول الدكتور محوز في الجزية الأخيرة يتكلم أنه على محفزات صحة تعبير تدفع الجزائر لإحتمال الطاقات المتجددة لأنه في ظروف إقليمية ودولية ممكن أنها تدفع بالجزائر رغم أنه فيها أكيد يعني محفزات تقنية لكن في ظروف دولية مثل في أزمة الطاقة في أوروبا مثل أيضا في وجود فواعي إقليمية كالكيان صيوني وتركيا ممكن تكون دافع لإستحداث شراكات مع بعض منادير الفواعي الإقليمية مثلا كتركيا وأيضا لمواجهة الفواعي للأخل تشك تهديدا على الأمن الإقليمي للجزائر كالكيان صيوني أيضا نركز على نقطة مهمة جدا وأثني عليهم في هذا النقطة هو شراكة مع إفريقيا يعني لا يمكن أن يكون فيه يعني شراكات أجنبية يعني دون التطرق إلى إفريقيا لأنه في مجال الطاقات المتجددة تعتبر إفريقيا هي خزان العالم في هذا المجال لما تحتويه من إمكانيات كبيرة سواء الطاقة الشمسية أو الحرارية أو حتى الطاقات المائية أشكر أكيد دكتور بلا نيزار ودكتور محوظ عمر على مداخلتهم المشتركة المتميزة وأحيل الكلمة مباشرة إلى المداخلة الموالية للباحثة إيمان عزوز من كلية العلوم السياسية جامعة جزاية ثلاثة لتقديم مداخلة معنوانة بمنظمة الأوبك وتحدي توجه لاستخدام الطاقات المتجددة في المنطقة العربية فلتتفضل مشكورة من فضل أنها موجودة السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام هل الصوت مسموع؟ الصوت مسموع لكن الصورة غير خلاص الصوت والصورة واضحين فضلي دكتور شكرا لك أستاذة السلام عليكم تحية طيبة لكم ولجميع الحاضرين تحية لكل الأساتذة الحاضرين معي اليوم المداخلة اليوم بعنوان منظمة الأوبك وتحدي التوجه لاستخدام الطاقات المتجددة في المنطقة العربية أبدو أبدو أن أطرح في هذا الموضوع تحدي الأوبك الذي تولي تحدي الأوبك في مواجهة استخدام طاقات متدددة منذ أن دخلت المنطقة العربية مرحلة التنقيب واكتشافات النطية بدأت الدول والشركات التجارية الاحتكارية بالتنافس على الطاقة في المنطقة ومن أجل الحفاظ على أمنها الطاقوي ارتأت هذه الدول بداية السبتينيات إلى التعاون مع كبار منتجي النط من أجل إنشاء تنظيم دولي يحدد قواعد العرض والطلب ويضمن إمدادات الطاقة للدول المستهلكة ومنذ ذلك الوقت تعتمد أغلب الدول العربية على المصادر التقليدية كونها تمتلك احتياطات معتبرة من النفط فحسب منظمة الأقطار العربية البترول لعام 2020 فإن المنطقة تمتلك نحو 57.2% من الاحتياطي العالمي ومع تتارع الأحداث الدولية وبلوز أزمات الطاقة ظهر تحول عالمي يستهدف التقليل من استغلال الطاقات التقليدية والتوجه نحو الطاقات البديلة وباعتبار أن المنطقة العربية تحوي مصادر وفيرة من الطاقات المتجددة أصبحت راهن اليوم عليها استخداما واستثمارا لتحقيق أمنها الطاقوي من خلال هذا الطرح المبسط ارتأينا إلى وضع الإشكالية على النحو التالي إلى أي مدى يمكن للدول العربية التابعة لمنظمة الأوبك أن تلجأ لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة في ظل التحديات الراهنة وطرحنا بعض الأسئلة حول ما هي حدود إمكانيات المنطقة العربية من الطاقات المتجددة وما هي أبرز التحديات التي تواجه منظمة الأوبك كما طرحنا سؤال حول ما هي الرهانات منظمة الأوبك في المنطقة العربية لقد قمنا بتقسيم دراستنا عبر أربعة عناصر أساسية العنص الأول يتناول ظروف نشأة منظمة الأوبك وأهدافها حيث يعود السبب في نشأة منظمة الأوبك إلى عدم وجود توازن بين العرض والطلب وهو ما أدى إلى تذبب في الأسعار نتيجة احتكار الشركات المطية الكبرى خصوصاً في الفترة ما بين 1959 و1960 وعليها قامت بنزويلا بإرسال وفود إلى إيران والعراق والكويت والسعودية بداية عام 1949 لتنسيق السياسات النفطية بعد تأثرها من خفاض أسعار النفط وبعد أزمة قناة سويف لعام 1956 دعت العراق عام 1960 السعودية والكويت وإيران وبنزويلا واجتمعوا في الفترة الممتدة ما بين العاشر والرابع عشر من سبتمبر من عام 1960 أصفر هذا الاجتماع على إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك التي تطلع إلى الأهداف التالية أولاً تنسيق الجهود والسياسات النفطية للدول الأعضاء وتحديد أفضل الوسائل لحماية مصالحها بالنسبة للنقطة الثانية ووضع الوسائل الكثيرة لإستقرار الأسعار في الأسواق العالمية إلى جانب ضمان توفير الإمدادات النفطية للدول المستهلكة بالنسبة للنقطة الثانية وهي واقعية التوجه نحو الطاقات المتجددة للدول العربية التابعة للأوبك هنا سندرس الإمكانيات والأسباب الدافعة للتوجه نحو الطاقات المتجددة يمتد الوطن العربي على مساحة تقدر بنحو 14 مليون كيلومت مربع يتميز بتنوع في موارد الطاقة إذ يتوفر على الإمكانيات الطاقوية هائلة يمكن ذكرها أو اختصارها في بعض الإمكانيات من بينها الطاقة الشمسية حيث تقع معظم الدول العربية كما هو معروف في الحزام الشمسي التتوفر على إشعاع الشمسي على مدار السنة حيث يبلغ الإشعاع السنوي المباشر للطاقة الشمسية نحو 1700 كيلو كيلو وات ساعة في المتر المكعب قامت جل الدول العربية بالاستثمار فيها والاستغلال بالمحطات الكهوضوئية سواء كان نطاق مشروعات كبرى مرتبطة بالشبكات أو كمنظومة صغيرة على أسطح المباني اكتسبت منظومات المحطات الشمسية المعتمدة على التركيز الشمسي الحراري أهمية في كل من الجزائر والمغرب ومص والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالنسبة للطاقة الرياح فتترابح قوة الرياح في المنطقة العربية ما بين 2.8 متر في الثانية وخمس متر في الثانية تمتلك خمس الدول العربية من بينها المغرب ومص والأردن وتونس وموريطانيا أكثر من 90% من قدرات الرياح في المنطقة كما توجد أيضا إمكانيات الطاقة المائية تعتبر الطاقة المائية من أهم المصادر الرئيسية لتويد الطاقة الكهربائية وقد بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية من المصادر المائية في المنطقة العربية لعام 2016 نحو 3.8% من الطاقة الإجمالية إضافة إلى الإمكانيات هناك أيضا إضافة إلى الطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية باعتبار أن معظم الدول العربية مناطق شبه جافة فهي تعتمد بشكل قليل على هذه الطاقة من أسباب لوجوء الدول العربية أو الأسباب بالدول العربية إلى تطوير استخدامات الطاقة المتجددة هو تفاقم أزمات الطاقة وزيادة الطالب على الطاقات التقليدية هذا ما دفع بالعديد من الدول العربية إلى البحث عن سبل تطوير الطاقات البديلة بعدما أدركت أهميتها الاقتصادية والبيئية في هذه الدول العربية اليوم أكثر من أي وقت مضى تقتضي تصخر إمكانياتها لتحقيق الانتقال الطاقوي أو لاستخدام طاقات متجددة وهذا راجع لأسباب كنا ذكرناها يمكن تذكرها باختصار هو توفر طاقات متجددة بشكل وثير من بينها الطاقة الشمسية والحرارية الطاقة الرياح والطاقة المائية أيضا زيادة الطالب على الطاقات التقليدية بشكل كبير خصوصا بعد الأزمة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وخلق فجوة كبيرة في مسألة الطاقة أيضا تعمل الدول العربية على تقليص انبعاثات غاز الربون والحدي من التلوث البيئي وهو كحد أسباب رئيسية دافعة إلى استخدام الطاقات المتجددة أو البديلة العنصر الثالث وهو تحديات استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ورهات الأوبك من بين أهم التحديات في استخدام الطاقة المتجددة التي تواجه منظمة الأوبك هي أن التحديات هي ناجمة عن هشاشة قطاع الطاقة وطنيا وضع في الدول العربية عن إيجاد حلول مشتركة مشاكلة لتطوير قطاعات الطاقة البديلة في ظل ارتفاع تكاليف ومصادر التمويل والعج في المجال التكنولوجي وتمويل تلك المشاريع الطاقبية وعليها وعليه نجدها تراهن ورقتي النفط والغاز ويمكن إجمال بعض التحديات التي تواجه الدول العربية التابعة لمنظمة الأوبك إجمال بعض التحديات باختصار أولا ظهور مناطق جديدة لإنتاج النفط وآثره على الأوبك إن وجود مناطق جديدة لإنتاج النفط وتسويقه إلى جانب منتجي الأوبك سيقلل من أهمية المنظمة مستقبلا خصوصا أن هذه المناطق تمتلك احتياطات هائلة مثل نفط بحر القزوين ونفط بحر الشمال وخليج المكسيك وبعض الدول الإفريقية التي باتت تزخر بالعديد باحتياطات طاقوية هائلة النقطة الثانية وهي توجه العالم نحو الطاقات البديلة يتوجه العالم صوبة تفعيل سياسات الانتقال الطاقوي والصين رائدة في هذا المجال فهي من أكثر الدول تطويرا للطاقات الكهروضبئية والحرارية حيث يتم تركيب نحو 258 ميجاوات من إجمالي القدرات المركبة في العالم تليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا اليابان وكذا الهند بالنسبة للنقطة الثالثة فيما يخص تحديات استخدام الطاقة المتجددة بالنسبة للأوبك هي تحدي البيئي والتكنولوجي توجد قدر مطروحة على المدى المتوسط وهو مستقبل بقاء المنظمة في ظل عدم قدرتها على بناء سياسات واستراتيجيات تتناول نماذج خارج إطار النفض لحل مشكلة نظوب الطاقة بالرغم من أن لا توجد إحصائيات دقيقة التي تحدد متى تتنتهي الطاقة في المنطقة العربية الدول العربية هي المعنية بنظوب الطاقة في ظل الاستهلاف المتزايد في الفترات الأخيرة على الطاقة التقليدية لقد أقرأ أفارو سالفا كالديرون الأمين العام السابق للأوبك عام 2002 أن عنصر عن عصر الطاقات المتجددة يطرح تحديات ويفتح فرص على الأوبك هذه الفرص تكمن في نقطتين أساسيتين الأولى هي تطوير التكنولوجيا من خلال تطوير التكنولوجيا وإنشاء البحوث ومراكز الدراسات للتخطيط الطاقوي وتطوير تقنيات الإنتاج النقطة الثانية هي حماية البيئة والبحث عن الطرق المثلة لترقية التنمية الصناعية بالنسبة لرهانات منظمة الأوبك في تطوير استخدامات الطاقة المتجددة أيضا نبقى في الدول العربية تواجه منظمة الأوبك في السنوات الأخيرة عدة رهانات متعلقة بوجودها كقوة مؤثرة في عالم النقطة وخاصة بعد بلوز ما يعرف بالبدائل الطاقوية هي وإن كانت هذه البدائل الطاقوية لا تحتل ما كان كالنفط والغاز إلا أنها أصبحت لها تأثير كبير في ظل تهديدات الراهنة وإن افترضنا بأن وقت نفاذ النفط في المنطقة العربية بعد أربعين أو خمسون المقبلة فإن ذلك يحتم على دول الأوبك تطوير مصادر الطاقة الديلة فهي يمكنها أن تراهن على بعض الطاقات تم تحديدها في المنطقة التالية يمكن للدول التابعة لمنطمة الأوبك أن تنشأ أوبك للغاز قبيعي باعتباره موريد نظيف ومتوفر لدى غالبية الدول العربية أيضا يمكنها توسيع استخدام أنظمة الطاقة الشمسية وهي تتوفر لدى أغلب الدول العربية إدخال الهيدروجين بنائه المنخفض الكربون في الاقتصاديات العالمية حيث يوجد أربع دول العربية تتابع العملية منها الإمارات المغرب عمال المملكة العربية السعودية بالنسبة للعنصر الأخير هو منظمة الأوبك ومستقبل الدول العربية في تطوير استخدام الطاقات المتجددة حددت الدول العربية أهداف إجمالية للطاقة المتجددة تتمثل في الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية والطاقة المائية خلال الفترة المابين 2015 و2030 من خلال قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدتها جامعة الدول العربية عام 2013 ووضعت استراتيجية الطاقة المتجددة استهدفت هذه استراتيجية العمل على وضع خطط عمل وطنية لتنمية وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في العالم العربي والحفاظ على المخزون النفطي والحفاظ أيضا على البيئة كما هدفت هذه الاستراتيجية إلى خلق التعاون الإقليمي المشترك بين الدول العربية وعليه تم توسيع هذه الاستراتيجية عام 2018 لتصبح الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وهي أكثر فاعلية من الأخرى وتم تفعيلها في العديد من الدول العربية وكختام لهذا الموضوع المعنوان بي منظمة الأوبية وتحدي التوجه لاستخدام الطاقات المتجددة في المنطقة العربية يمكن القول بأن حاجة الدول العربية التابعة لمنظمة الأوبك لتطوير استغلال الطاقات المتجددة لا يأتي من كونها تحاول تعويض تراجع احتياطات النفط بسبب بسبب الاستغلال المفرد في السنوات الأخيرة وإنما هدف وزيادة الطلب وإنما الهدف هو تلبية زيادة الطلب وضمان حاجية الأجيال المستقبلية ولذلك فإن تنويع مصادر الطاقة في المنطقة العربية أصبح ضرورة قصوى وهو رهان قوي للدول العربية التابعة لمنظمة الأوبك من أجل تحقيق الأمنة الطاقوي شكرا لكم شكرا شكرا على هذه المداخلة القيمة إذن الدكتورة قدمت لنا يعني إيمان عزوز قدمت لنا مداخلة قيمة تكلمت فيها على جهود منظمة الأوبك وتحديات التي توجه لاستخدام الطاقات المتجددة في المطاقة العربية كنموذج أكيد المداخلة كانت يعني تطلقت إلى جملة من العناصر أبرزوها الحديث عن منظمة الأوبك نفسها أسباب ودوافع نشأة هذه المنظمة تكلمت أيضا على دورها في تنظيم السياسة الطاقوية عفوا في المطاقة العربية وتوجهات هذه المنظمة لجرب الآخر من الطاقات وهي الطاقات المتجددة وفي هذا الإطار تكلمت الباحثة على إمكانية الدول العربية في مجر الطاقات المتجددة مشكورة سواء في جانب الطاقة الشمسية طاقة الرياح الطاقة الحرارية والمائية ونسبها وتلزيحها بشكل دقيق بين الدول العربية أكيد تطرقت الدراسة أيضا إلى أسباب اعتماد الطاقات المتجددة في المنطقة العربية وهو النقطة الأساسية والمحورية في هذه الدراسة لأنه بسببها أو بتطرق إلى هذه الأسباب أبرزت لنا الدور الأوفي وما هي استراتيجية الدول العربية لتحقيق أو لانتقال الطاقوي من طاقات ناظبة إلى طاقات متجددة حيث تكلمت على وجود أزمة دولية في الطاقة وأيضا زيادة الطالب على الطاقة العالمية قصة في الطاقات الناظبة كالفترول والغاز الطبيعي إذن تكلمت أيضا على تكاليف يعني على تكاليف الكبيرة للطاقات التقليدية وبالتالي استخدام الطاقات المتجددة ودورها في تخفيض هذه التكاليف إذن كل يعني لما تكلمت الباحثة أيضا تكلمت على السبب أو الدوافع للتوجه للطاقات البديرة وأيضا تكلمت في نفس الوقت على الصعوبات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال يعني في مجال الطاقات المتجددة لما تكلمت على ضحف التكنولوجيا تكلمت أيضا على ارتفاع التكاليف تكلمت أيضا على يعني تحدي البيئي وما يطرحه يعني كمشكلة يعني موجود طاقات التقليدية وبالتالي ضرورة انتقال الالطاقات البديلة تكلمت على رهنة الأوبك في مجال الطاقات البديلة واستراتيجيتها في إطار استراتيجية الدول العربية في هذا المجال وهذا ما يطرح سؤال إلى أين مدى استراتيجيات عربية لكن هل هي مشتركة أم هي منفصلة وهذا ممكن أن تطرحوا هذه الدراسة يعني العمل العربي المشترك إلى أين وإن هو في هذا المجال لأنه في دول تحتوي على إمكانيات كبيرة تحتوي على إمكانيات كبيرة سواء في يعني سواء في طاقات الناضبة أو في طاقات المتجددة خصوة في طاقات المتجددة لكل دولة عربية خصوصية معينة فنجد لكن أين هو أو ما هو واقع العمل العربي المشترك ربما ننهي هذه المداخلة بهذه الإشكالية ممكن نوسع فيها أكيد في المناقشات إذا نشكر مجدد الباحث على هذه المداخلة القيمة ننتقل مباشرة إلى المداخلة الموالية من تقديم باحث قندسي عبدالنور من جامعة محمد الخامس من المملكة المغربية بعنوان الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر أية علاقة مقاربة قانونية فليتفضل الدكتور قندسي إذا كان موجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سيد الرئيس وعليكم السلام تفضل شكرا جزيلا شكرا لجميع الصاهرين على هذا المصدر العلمي القيم الحقيقي تمعت للعديد من الإخوة الأسفل من الجزائر الشقيقة عن فرص عن الطاقات عن الفرص أو الطاقات أو الموجود الواجدة في العالم العربي بشكل خاص بشكل عام والمغرب العربي بشكل خاص وصراحة لدينا فرص واعدة أن نتمنى في المتقبل أن تذوب الخلافات ويتم التكتل لندخول نادي العشرين في العالم لأن الوقت الحالي يريد التكتل خاصة في دول تجمعها جميع الأمور للدينية أو القرص كبيرة متواجدة في المغرب العربي خاصة إذا المدخلات كما قلتم سيد الرئيس تندرج في إطار اقتصاد الأخضار وعندما نتحدث عن الاقتصاد الأخضار نتحدث عن البيئة ويعني دراستنا هدفت إلى بيان تلك البيئة ويعني أن الطاقة الأحفورية وصلت يعني وصلت بنا إلى استنزاف العديد من الطاقات وأننا نحاول استغلالها بدون مراعاة يعني يعني التنمية في الحفاظ على البيئة وجعل الاقتصاد أخضر جيد إذا تلك الأفكار التي كانت سائدة المتعلقة بالبيئة والاقتصاد الأخضر والأمطاق التي تشير إلى أنه بالإمكان إما تحقيق النمو الاقتصادي وإما تحسين نوعية البيئة وأن أي خل بين الاثنين كان ينطوي على نوع من المغالطة الحط يعني هنا البيئة من المفاهيم الكبرى في الوقت الراهيب بعلاقتها بالأمطاقي كما أصبحت تجسد انشغال كبير في استراتيجيات وفي السياسات العمومية وفي انشغال المحقق يعني العديد من الوقت الحالي المعبر عن ذاته كمحفز لرسم معالم صرح التنمية المستدامة أو التنمية المأمول تحقيق أسسها وأبعادها عن طريق تبني آليات الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد أبرز النماذج الجديدة المنباتقة بقوة للتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة وهو الاقتصاد الذي ينشأه بالضرورة مع تحسين أنماط الوجود الإنسان وتعزيز أنواع التعامل الإيجابي مع كل ما من شأنه تحقيق الغايات وأهداف التنمية سواء يعني عبر توفير الأجواء المناسبة أو من خلال إتاحة الإمكانيات الملائمة للتقليل أو تقليص من المخاطر التي يشكلها استغلال الطاقة بشكل مفرط على البيئة وننتأتبنى ذلك الاقتصاد إلا عبر استخدام معقلا للموارد الطبيعية لأنها من مسربيبات التلوث والحرص دائم على تثبيت أسس تلوع البيولوجي والتمكين مستمر من ضبط التوازل الإيكولوجي وكل ذلك يتم التركيز دائمي في منأة عن سلبيات ما يسمى بالاقتصاد البني ويعني وكنا تطرقنا في هذا المدخل لذي أن في مدخلتنا إلى العديد من التوصيات سنتطرق إلى الأخير يعني كما قلنا سادت سلك الأفكار المتعلقة بالمجال البيئي والترمية والاقتصاد الأخضر والأمن الطاقي التي سشير إلى أنه بالإمكان إما تحقيق نمو اقتصادي وإما تحسن نوعية البيئة هذه المعادلة التي كانت وأن أي خلط بين الإتلين كان ينطوي على نوع من المغالطة وستمر هذا الوضع إلى غاية 1968 حين تأسيس ما عرفه بنادي رومان والذي ضم العديد من العلماء والمفكرين والاقتصاديين وكذلك جاء الأعمال من مختلف أنهاء العالم ودعا إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجالات التطوير العلمي لتحديد حدود النمو في البلداء المتقدمة وفي سنة 1972 قام هذا النادي أي نادي رومان بنشر تقرير مفصل حول تطور المجتمع البشري وعلاقة ذلك باستغلال الموالد الاقتصادية وتوقعات ذلك إلى غاية القرن الواحد والعشرين وتشدر الإشارة أن الاقتصاد الأخضر أو الحكامة الخضراء البيئية هي مجرد مراذفات تعني كلها المجال البيئي إذن الأهدف مما ذكر ألا هو توفير الظروف مواسية ومساهمة في إرساء مناخ إيجابي يتيح انتقال بسلسة اقتصاد الوطنية واعتماد على الطاقات الوحوية سواء المتواجدة أو المستوردة إلى اقتصادية خضراء وهذا وهو الهدف الذي يمكن للتنظيمة الجمعوية الفاعلة في هذا الحق جعله واقع المنموصاً حقيقياً تجد تطبيقاته في حياتنا كل ذلك في إطار رفع من الإحساس يعني بهذا المعقر إذن مدخلتنا ستكون في إطار سنتحدث عن مفهوم الأمن الطاقي الأمن الطاقي أو أمن الطاقة يعبر عن توفر الطاقة بأشكالها التقليدية الطاقة غير تقليدية بشكل مستمر في بلد ما وتوافرها بشكل كافي وسعر معقول يكون في متناول المواطنين مما يتسبب في محدودية الاستيراد لأشكال الطاقة المختلفة وكذلك فإن أمن الطاقة يشير إلى توفر الموارد محلية الصنع أو الموارد المستوردة من الخارج بسبب تزايد طلب على الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة حيث في سبعينيات القرح الحالي كان هناك النفط ومشتقاته ولكن أسواق النفط وغيرها من كان يحقق الأمن الطاقي وهذا الأمن الطاقي يعني تقليل الاعتماد على استهلاك على استهلاك القطرون أشكال الطاقة عملت على تغيير هذا الرأي حيث زاد عدد الموردون النفط وتبت احتياط الدول تم يعني احتياط الدول منه كما أصبحت الأسعار شفافة ومرينة تحددها قوى السوق حيث أصبحت أمطاقة توجهه مشاكل من قبيل يعني ريادة مطالب الدول المنمية على الطاقة علاقة هذه أو علاقة المجل الأخضر بالأمطاق أو مجل الأمطاق كما قلنا هذه الأفكار التي كانت سادت في أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي أو البيئة يعني لم تكن هذه المعادلة بين تحقيق نمو اقتصادي والمحافظة على المجال الأخضر أو الاقتصاد الأخضر وفي يعني كان هناك تقرير لنادي روماليك الذي كنا تطرقنا إليه المغرب أيضا يعني بحكم كان نشيط وصدق على أزياد من 60 اتفاقية دولية معنية بالمحافظة على البيئة وعلى المجال الأخضر في توافق حقيقي مع التنمية المستدامة كما تبنى إعلام قمة يوم 1990 واتفاقية الإطارة الأمم المتحدة المانية بالمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي إضافة إلى مكافحة التصحر ومشاكل الجفاف وان واعتبر المغرب أن قضية التغيرات المناخية من المحاول الكبرى في سياسته عمل على استضافة الدورة السابعة لمؤتمر والأطراف حول التغيرات المناخية بمنراكش والتي سمى فيها التشاور حول إيجاد حلول سريعة لمكافحة التغيرات المناخية والحد من الاحتباس والاستعمال الأمطاقي في مصاريه الجديد الذي هو الطاقات المسجددة المجتمع المدني أيضاً كان له ضور يعني في إطار بسطول 2011 المجتمع المدني أصبحت شريك أساسي في هذه التنمية هنا لا بد من تذكير بمصر المجتمع المدني في مؤتمر 1892 كان حضور يعني فاهة للمجتمع المدني فقط قضع جمعيات مهتمة بهذا المجال حالياً أصبح الاستمام كبير أصبح هذا الجمعيات المهتمة بهذا المجال الحيوي حوالي 2300 جمعية هذا عن المجتمع المدني لكن بالحديث عن دور المجتمع المدني في هذه التنمية بعلاقتها بالطاقي والطاقة المتجددة تعني أن لكل نظام بيئي طبيعي حدود معينة لا يمكن تجاوزها من الاستهلاك والسنزا وأن أي تجاوز هذه القدرة الطبيعية تعني تظهور نظام البيئي خلال رجعا والحل هو استعمال تكنولوجيا كما قال الإخوان السادة الأساد من الجزائر الشقيقة استعمال تكنولوجيا أنبغ وننت هذا المعطأ المعطأ إلا بالتركيز على الإنسان لأنه هو جوهر تنمية وهدفها الأساسي فبدون تأهله وأخذ مصالحه بعين الاعتبار حقيقة لا يمكن أن نتحدث عن أي تنمية أيضا مجال في هذا أصبح ضرورة ملحة لعلاقته بالاقتصاد الأخضر وعلاقته بالبيئة وندرة المياه والأرقام تؤكد أن نسبة المياه العادة أو تشكل فقط 3% من مجموعة المياه الموجودة في كوكب الأرض 77% من هذه المياه هي عبارة عن جليل و21 مياه هي جوفية والكمية المتبقية لا تتجاوز 0.6% وهي المخصصة بتلبية أكثر من 6 مليارات من ساكنة الأرض في سائر الاحتياجات اليومية ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن بلادنا مغرب بصفة عصة ودول مغرب العربي بصفة عام توجد في منطقة تتميز بنقص تساقطة المطرية حيث تعتبر موارد المائية محدودة إلى قدر كبير ذلك مستنوات يتم محاولة نهز سياسة التحكم في الموارد المائية وذلك رغم ذلك يعاني هذا القطاع من بعديد من المشاكل سمت يعني هذه هذه الإكرهات في إكره رابع المتمثل في محدودية الموارد المائية وتناقصها إذن مشكلة هذا بالنسبة لخلقون تم خلقهم مطارف السهلاك والاستنزاف الطاقات الأحفورية وضع من أجل تحقيق تنمية ولكن بشكل متهور إذن سنتطرق في بعض الأوراش التي تحاول الدولة في مجال الطاقة النظيفة الاشتغال عليها كمثلا محطة ورزازات هذه المحطة محطة ورزازات تعتبر يعني أكبر محطة للطاقة الشمسية يعتبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في ورزازات مشروع جديد وأن أول من نوعه بسبب الوكال المغيق للطاقة الشمسية وذلك ضمن مجمع من المشاريع تطوير في مجمع ورزازات للطاقة الشمسية ومن المتوقع أن يتحول هذا المجمع إلى حديقة الشمسية تنتج 500 ميجاوات لتضم لسولير الكهرباء تتواجد فيها نصف مليون مرأة هلالية الشكل ستوفرون تسحاجة البيئة من الكهرباء في وقت 2022-2023 يعد هذا المشروع من أكثر مشاريع الطاقة المتجددة تطورا ويأتي اعتبارا لزيادة الطاقة والتقلبات في أسعار مقبل والمخاوف أيضا من ظاهرة الاختباس الحراري لأن دائما البعد البيئي حاضر يعني مستقبل الطاقة المتجددة يشكل بوابس عبور حقيقية نحو ممارسة الطاقة مستدامة وطاقة الرياح مصدر في الطاقة يشهدون أيضا ورفع حصة الطاقة المتجددة المتمثلة في الشمس والرياح والمياه فكما يعني قلنا من القضايا الثلاثة يعني جعل من القضايا البيئية في عمق البرامج الشريعية بعلاقتها ببيئة الأمطاقي المتعلقة بالبيئة عن طريق سياسة قوية لتعبئة الموارد المائية ومحارضة فيضمات والجفاف وبإطلاق مجموعة من المبادرات الخطوطات تنموية وفي مجالات الفلاحية أيضا وحماية البيئة ومجموعة تنمية المستدامة والبيئة وتطوير طاقة المتجددة تشكل 42% من الطاقة الكهربائية في المغرب مع تفادي 3.7 مليون طن من أكسيد كاربون سنويا باعتماده لهذا النموذج التنموي المستدام أكيد يعني انخراطه في الجهود الدولية لمحاربة الظاهرة التي لا ينبغي حسب تحديتها المصيرية فقط في المجهود الدولي لمحاربة هذه الظاهرة التي ينبغي حسب تحديتها المصيرية في ضمان تنمية مستدامة تستجيب لمتطلبات الأجيال الحاضرة وتصون حقوق الأجيال السعيدة لأن خطورة أوضاع قد بلغت مرحلة حققة حرجة وحاسمة تتطلب من نجد يعني امتزاما جماعيا قوية لإنقاذ البشرية وفاق من الأرض من الهلاك يعني والفناء ولا يتسنى هذا الأمر إلا بتوفير وسائل فيما في ذلك الآليات والموارد المالية ونقل التقية السليمة بيئيا وترقية التعليم وتوعية التدريب وتوفير المعلومات لمتخذ القرار لا يكون مهاجز الاقتصادي والرفع من معدلة الدخل والسلاء بأي وسلاء ولو كان ذلك على حساب السلاء أكبر من الموارد البيئية والموارد في مجال الاقتصاد الأخضر دون إعارة الاهتمام لما قد يلحق هذه البيئة من أضرار وحتى الجامعات كانت تدرس الاقتصاد باعتباره العلم الذي يبحث في استخدام الأمثل يعني استخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية بهدف تحقيق الربح نلأخذ بعيد اعتبار جانب من ناشاط الاقتصاد إذن كما قلنا المغرب كجميع قول له يعني يسعى مثلا إلجاء المجال الفلاحي غافع وللتنمية السوسي الاقتصادية في هذا المخطط وضع أسوس يعني كما قلنا أسوس يعني لها علاقة بالتغيرات البيئية وتحافظ على البيئة وتحافظ على المجال الأخضر لأنه يرعي هذه التغيرات المناخية ودورها فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي كما أن هناك محاطر تأكل تربة وفقدان خصوبة سهوندرة المياه بسبب طاقات أو بسبب استغلال مفرط لهذه الطاقات وكلها عوامل مؤثر على المجال الزراعي لأنه هذه الغازات العديد من المواطنين في جميع الدول العربية أو الدول الآن من أمراض بسبب ما تشكله تدهور البيت والأمور مستمرة في التدهور كل سنة ستدهور بشكل خطير والأشخاص الذين يعانون من أمراض لها علاقة بتنفسهم من يعرفون حقيقة هذه الأمور ويتم عن الكتب يعرفونها عن خر المغرب لم يتوان في هذا والترع إلى عقد على بدأ سنوات كوبا 22 بمراكش وانبثقت عن عدة مبادرات من طرف المغرب من قبل من عديد منها تتعلق بتصغيرات مميكة مميكة حمل أيضا توسية قمة إفريقية للعمل على هامش كوب 22 بن مراكش وحملها إلى كوب 23 بكي جي خاصة في حق المتعلق كما قلنا باحتباس العقائل الحراري وعلاقته بالمجال الأخضار وهنا تجد المجال المنزل السابق المنزل التي كانت طرحة تقوم بالعديد من المجهود في هذا المجال وكانت دائما تشتغير في المؤتمرات الحضيرية في انطلال أي مؤتمر خاصة في مدينة سوء الألمانيا قامت بمجهود كبير ويحتى اتفاق باريس يكيبين لنا المصار الذي يتوجب اتباعه أو اتباعه لجعل ظاهرة الاختباس الحراري التي خلقها مجال الطاقة ومجال الاستغلال المفرط للطاقة عند مستوى مقبول وأضفت أن ما يصل إلى مليون نوع مهدد بالانقراض بينها عدد كبير خلال العقود المقبلة ونحن يعني في حاجة ماسة إلى وقت هذا المصار يعني هذه المستشارة الألمانية يعني رحبت يعني بتصنيع العديد من المنتجات المستخدام لمرة واحدة مثل قصابات الشرب أو الأعوال القطنية في الاتحاد أوروبي وأضافت أن الاستغناء عنها سيكون يسير ونسي خفف بشكل كبير عن البيئة بهذا كانت هناك جاءت اتفاقية أيضا كيطوس في 12997 أضن وتدعو للتخلص دريجيا من المواد الكيميائية المهددة للأوزون بالرغم أن هذا البروتوكول لم يدخل حيث نفيد حتى لتنة 2005 وذلك لرفض ولاية متحدة الأمريكية دكتور قمسي فضلك دقيقة واحدة فقط خلال مدخلتنا نخلص إلى أن الموضوع مفاده أن تطرقنا لموضوع موزن بين الأمن الطاقي والمجال الأخضر ومقتداد الحماية البيئة والحصول على الطاقة تتوخى الأطار مترتبة عن ذلك رغم الهدوات التي تدعوها بلدان المغرب العربي والمغرب بشكل خاص بإتمامات قواعد بيئية من خلال إدخالها في الوسائق السورية لهذه الدول وحتى على المستوى الدولي من خلال مشاركة في العديد من اللقاء الدولية في مجال البيئة وملاءمة الاتفاقيات مع القوانين الوطنية كل هذا يبين أن هذه الدول تحاول المحافظة على البيئة وبطرق حديثة مع السمرار نعم السمرار في التنمية ضرورية لشعوبنا ورشعوب المنطقة دون أن يكون لذلك تأثير سلبي على المجال الأخضر شكرا جزيلا السيدة الرئيسة على سعة تستدر وعيده لك الكلمة شكرا جزيلا الدكتور على هذه المداخلة القيمة إذن فقط عفل عفل عندي مشكلة ضحف الانتنات نظل أنه لأساتي دا يسمعونني إذن نعم 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 شكرا شكرا لأنه عندي ضحف في التدفق الانتنات لأسف لذلك الصورة غير وابحا الآن مبدئيا إذا تكلم عن الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر أي علاقة مقاربة قانونية مشكلة دكتور لأنه تكلم أنه أبدأ إشكالية بالنقطة أساسية جوهرية جدا هي مسألة تحقيق مقاربة نمو اقتصادي وحماية للبيئة يعني مداخرة تقيمة جدا في هذا المجال أنه ضروري اعتماد طاقات سواء طاقات التقليدية الحفورية أو حتى طاقات متجددة لكن لتحقيق نمو اقتصادي لكن الضرورة الأكبر هي حماية البيئة أو تحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة وحماية أو ضمان تدفق هذه الطاقات أو استمرار الحياة البشرية ونحن في إطار ونحن مشغولون باستغلال هذه الطاقات أكيد ودكتور مشكور تكلم على إشكالية الطاقات الأحفورية وضرارها البيئية تكلم على الطاقات المتجددة وإمكانيات الهائلة التي تعرفها يعني يعرفها العالم كله والمنطقة المغاربية وتكلم على الجهود النموذج المعتمد في الدراسة المغرب والاستدل به في الكثير من النقاط تكلم على إمكانيات المغرب في تطوير الطاقات المتجددة وهنا اذكر مشروع ورزازات لتوليد الطاقة الكهربائية اللي يوفر تقريبا نصف حاجية البلد من الطاقات المتجددة فلو استمرت هذه المشاريع يعني أكيد سيكون فيه استغلاء مستقبلا على الطاقات التقليدية الحفورية لما لها من أضرار ذكرتها المداخلة أضرارها على البيئة يعني وأيضا تكلم على استغلال أمثل لهذه الطاقات المتجددة لضمان كيف ما قلنا الاستدامة في التنمية تكلم على يعني في الأخير أو تكرنت مجموعة التوصيات لحماية البيئة واحتماد ما يسمى بالاقتصاد الأخضر اللي ياخذ يعني احتبار مسألة حماية البيئة مسألة وضع قواعد وشروط لاعتماد هذه الطاقات واستغلالها من قبل الدول تكلم على عائدات هذه الطاقات المتجددة بالنسبة للدول وخصوصا لما تكلم عن نموذج المغربي وتكلم على التبعية للخارج أو ممكن استخلص هذا النقطة أنه لما تحقق الدولة نصف عائداتها منها أو نصف احتياجتها من الطاقة من إمكانيات خاصة أكيد هذا الأمر سيؤدي سيؤدي إلى احتماد ذاتي وابتالية تنمية متوازنة على مستوى الداخلي لذلك نشكر 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 القيمة لتكلف على الاقتصاد الأخضر إذن مباشرة يعني عفوا هناك تدرز في الانترنت نشكر نشكر إلى المداخلة الأفيرة للدكتورة بنا حسيام بعضب القائد بتيمسون بدورة جزائر لتقديم مداخلة بعضب مداخلة للجزائر ضمن المؤمن إلى جزائر الإنسانية لشكل طوية الاستشاراتية للأمن الطاقة والعالم عفوا على الصدى إذن فلتتفضل مشكورة الدكتورة بنا حسيها نعم السلام عليكم عليكم السلام صوت مسموع نعم نعم صوت مسموع شكرا إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسليل بداية أوجه شكري وامتناني لكل القائمين على هذا المؤتمر لأني الدولي برئاسة الدكتور علي الأطرش نشكره جزيلا شكرا على هذه المبادرة والذي أيضا أتح لنا هذه الفرصة لمشاركة الزملاء الذي في الحقيقة منهم من لم نلتقي بهم منذ سنوات تدرج منذ سنوات الدراسة مثلا دكتورة دكتورة فازيا كان زميلتي في الدراسة في طور الليسانس ويسعدني كثيرا أن ألتقي بها في هذا المحفل العلمي وإياكم أيضا أوجه شكري وامتناني للمركز الأكيد الديمقراطي العرامي في ألمانيا كذلك لجامعة الجفرة بليبيا ومخبر الدراسات والبحث الاستراتيجية لكلية الحقوق والعلوم السياسية جمعة المسان ولا يشرفني أن أكون رئيسة فرقة البحث السياسية والتنبؤات المستقبلية ضمن هذا المخبر أيضا نشكر مخبر الشريعات الدولية للبحار وأثرها على المنظومة القانونية البحرية على هذه التوأمة العلمية كما لا يفوتني أن أوجه أيضا شكري وامتناني كما قلت لزميلة الدكتورة فازيا ويكان على ترأسها هذه الجنسة العلمية وإدارتها القيمة لها إذن دون إطالة المداخلة كانت موصومة حسب الملخص الذي بعته للأستاذ علي الأطرش كانت موصومة من التابعية إلى التنويع إمكانات الطاقة المتجددة للجزائر ضمن الرؤية الاستشرافية للأمن الطاقوي العالمي في الحقيقة أني سوف لن أتطرق في هذا التقديم لأنه نحن محدودين بالوقت 15 دقيقة وبالتالي سوف لن أتطرق للجانب الأول من المداخلة وهو إمكانات الطاقة المتجددة للجزائر لأنني لحظت من خلال المداخلات السابقة أنه تم التطرق بإسهاب لهذا الموضوع وبالتالي سأقتصر فقط على الشقة الثانية من المداخلة وهو الرؤية الاستشرافية للأمن الطاقوي العالمي وذلك احتراما للوقت إذن أضحى هذا الأمن الطاقوي كمصطلح أهد المفاهيم الأمنية التي بدأت تتشكل وتأخذ مكانتها الألمية ضمن العديد من المتغيرات وأصبح أيضا شأنه كثير من المحددات يحتل مكانا بارزا في العلاقة الدولية كونه محرك الأساسي للاقتصاد ولم يعد يمكن الاستغناء عنه لأنه المحرك الرئيسي لاقتصاديات العالمية وتؤثر مصادر الطاقة كمورد استراتيجي في مكانة الدول وتموقعها في النظام الدولي إذن الطاقة تحتل هذه الطاقة والمبادرات سياسية المتعلقة بها الصدارة على الساحة الدولية والعالمية إذ أصبحت الطاقة وأهمية الطلب عليها أكثر الحاحن باعتبارها مدى العنصر الأساسي في التغطير الاستراتيجي ومع زيادة أمن إمدادات واتساع نطق سياسة الطاقوية ليشمل الوصول إلى الموارد والاستدامة الميئية والاجتماعية لاستخدام الطاقة هذا وتعيد اللعبة الجيوستراتيجية أو الجيو سياسية جديدة في المجال الطاقوي إعادة تشكيل القواعد والتحالفات وحتى تشكيل القوى الكبرى ذات الأهمية السياسية والاقتصادية المتنمية وحتى تغيير النموذج في العرض والطلب ويتدح ذلك بصورة واضحة وأساسية في الفروق الأسعار حيث زيادة اللاعبين والفاعلين الدوليين وكذلك التقنيات الحديثة أصبحت تحدث تحول في المجال الطاقوي إذن في هذه المداخلات سنحاول أن نوضح أهم السيناريوهات المحتملة لغاية سنة 2050 كما نبرز أكيد لمشهد الطاقوي العالمي ونبرز أيضا آفاق المستقبلية ضمن تصورات المشهد العالمي الطاقوي وفق استراتيجية تنبؤية إذن ما هي تصورات المستقبلية للأمن الطاقوي لدينا ثلاث سيناريوهات حصرتها في ثلاث سيناريوهات المستقبل أولا المستقبل القريب للأمن الطاقوي المستقبل المتوسط ثم المستقبل البعيد أما عن المستقبل القريب للأمن الطاقوي في هذا السيناريو سنحاول معرفة أهم التحديات التي تواجهه الطاقة في المستقبل القريب والمتعلق بالعرض والطلب تتمثل أهم التحديات نجد في النمو السكاني حيث كلنا يعلم أن عدد السكان تضاعف منذ خمسين سنة الماضية والمحتمل أيضاً ارتفعه من سبع مليار نسمة إلى سبع مليار نسمة بحلول 2030 التحدي الثاني هو أن الاقتصاد العالمي نجد أن مواصلة نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5% سنوياً وهذا يشكله تحدي زيادة استهلاك الطاقة وهو التحدي الأكبر حيث ارتفع حجم الطلب على الطاقة وكيفية التوازن بين الجهود المبدولة للتلبية الطلب ومسألة كذلك التغير المناخي كأني أدكر هذه التحديات في نقاط فقط وسوف لن أصيب كثيراً للاحترام للقص كما يعد الحفاظ على الإمدادات الكافية من الطاقة ويمكن الاعتماد عليها بأسعار معقولة وكذلك مستدامة والاستدامة هي أكيد أمر ضروري للنمو والتنمية العالمية ومع توقع تضاعف الاستهلاك العالمي في السنوات الخمسين الأولى من القرن الحالي في الطلب صادر من الخارج وهذا ما نرحله حالياً ولا يفوتنا أيضاً هنا طرح صعوبة الوصول للموارد وزيادة قضايا تغير المناخ إن سيبقى التحدي صعباً ومعقد ومتعدد الوجوه في مجال الطاقة إضافة إلى كل هذا تبقى جملة المخاطر والتحديات والمخاوف العالمية خاصة قضية انبيعات الكربون، انبيعات الغازية، التصراعات التي تطال مناطق إنتاج النفط والغاز ومن جهة أخرى نجد التصراعات في منطقة الشرق الأوسط في سوريا، العراق وليبيا والأحداث التي تولت بعد الربيع العربي 2011 وكذلك الحرب حالياً المتواصلة بين روسيا وأوكرانيا هذه كلها تحديات أما مشكلة التغير المناخي التي باتت تشكل خطراً كبيراً على الكرة الأرضية وهو خطر لأكثر الحاحن على الشأن الأمني والاقتصادي والمشكلة الاقتصادية المتعلقة أيضاً بتقلبات أسعار النفط سيتمخذوا عن هذا الضغط على الأسعار وانعدام العفو اليقين العالمي لماذا يتمخذوا عنه؟ مشهد الطاقة عالمي جديد لاعبين جدد، تقنيات جديدة، شراكات جديدة تتحدد تتحدى الوضع الراهن ومن المؤكد أن جميع مصادر الطاقة تلعب دوراً في المستقبل والنفط التقليدي سيبقى قيادي لفترة معينة هذا حسب السيناريو المستقبل القارئ أمن العرض وأمن الطلب هو متساوية من حيث الأهمية ما يهم هو مادة تنبؤ الأسعار وتحملها مثلاً نجي الأسعار النفط وصلت إلى 128 دولار في مارس 2022 انخفض حالياً إلى 100 دولار بتاريخ مصادر جوليا 2022 وهذا التقلب والتقلبات في الأسعار سيؤثر أكيد في الاقتصاد العالمي أما الأمن والاضطراب السياسي وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بتهديد المناخ حيث تقتضي مراعاة لابتكار في قطاعات الطاقة البديلة في البلدان المتقدمة والنامية حيث جاء في دراسة استشرفية لسنة 2030 حول تحول الطاقة من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة أنه بحلول 2030 بأن متطلبات الطاقة العالمية من المتوقع زيادتها بنسبة 60 إلى 80% وجاء في تقرير لتوصية الفريق الحكومي الدولي لتغيير المناخ ضرورة الحد من الاحترار الكوكبي بحيث لا تزيل على درجتين مئويتين بحيث لا تزيل على درجتين مئويتين وهنا نلاحظ أنه حيث لا يستطيع هنا تجاوز مستوى تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوية 450 جزء من المليون ومن أجل ضمان مستقبل متاح وممكن والصحي يحتاج العالم إلى مدى إذن ثورة صناعية جديدة وأشار هذا البحث الدولي الذي تطرقته له إلى مضاعفة نصيب مادة الطاقة المتجددة في السوق العالمية بالنسبة 36% مع حضور 2030 كما يمكن الاقتصاد العالمي أن يوفر إذا أتمنى على الطاقة المتجددة أكيد أن يوفر ما يصل إلى 4.8 تريليون دولار حيث وفرت الطاقة المتجددة مثلا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال 2014 سافدجا ويتون نحو 18% من الاستهلاك العالمي للطاقة وترتفع بنسبة 21% هذا التوفير سيرتفع بنسبة 21% بحلول 2030 كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن مضاعفة حصتها الحالية إلى 36% سيساعد مادة على تحقيق الهدف العالمي بوضع الثقف لارتفاع درجات الحرارة إذن يلاحظ أن يهتم كثير في هذا السيناريو أو هذا التصور يهتم كثير بحد من الاحتباس الحراري تصل تكلفة مضاعفة الطاقة المتجددة أيضا بحلول 2030 إلى 220 مليار دولار لكن الملاحظ أن حجم توفير السنوي الناتج عن خفض التلوث والإنبعاثات الناتجة سيتراوح ما بين 1.2 و4.2 تريليون دولار في الحالة وهذا ما أكده عدنان أمين مدير العام للوكالة أنه سيخلف هذا التوفير المزيد من الوظائف وينقض أرواح الملايين بخفض تلوث الهواء السيناريو الثالث وهو تصور المستقبل البعيد للأمن الطاقبي بحلول 2050 تشير بعد الدراسات لألمية أن الطاقة المتجددة ستغطي الحاجة العالمية من الطاقة والكهرباء فما تأثير نظام الطاقة المتجددة لسنة 2050 على فرص العمل وحماية البيئة للإجابة على هذا السؤال سنترحه هنا إجابة فريق من العلماء بجامعة لابيرينتا للتكنولوجيا في فنلندا بقيادة البروفيسور براير وتم معرض دراسة البيانات هذه الفنلندية بالتعاون مع مجموعة مراقبة الطاقة في مؤتمر المناخ المنعقد في بون ألمانيا يقول ماذا يقول بروفيسور براير؟ يقول أن الاستغناء عن المواد المسببة لانبيعات الكربون في إنتاج الكهرباء أمر قابل للتنفيذ بحلول 2050 لكن هذا الأمر أقل وهذا الأمر أقل كلفة من النظام الحالي أكيد لإنتاج الكهرباء والاتجاه للطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء لم يعود قضية قابلية لتطبيق من الناحية التكنولوجية أو المردودية الاقتصادية مستحيلة يعني يمكن تطبيق هذا التصور إن شاء الله بحلول 2050 أصبح أمر قابل للتنفيذ باستخدام طاقات متجددة جاء في ذات المؤتمر أنه نظر للتكاليف المنخفضة بشكل كبير حسبهم فإن الألواح الشمسية والتخزين بالبطارية ستصبح على المدى البعيد ماذا أهم مصادر تزود بالطاقة وحجم الألواح الشمسية في الإنتاج الكهرباء العالمي هو حاليا أو سيصل إلى نسبة 37% بحلول 2030 ويصل إلى 69% بحلول 2050 وبين أيضا الفريق أن تأمين تزويت الطاقة على مدار الساعة تبرز مدى الحاجة إلى خزانات لذلك الغرض وبينت الدراسة أيضا أن الاحتياج من الكهرباء عام 2050 سيتم تغطيته بالنسبة 30% من خلال خزانات الطاقة وتغطي أيضا البطاريات نسبة 95% حيث تستخدم البطاريات بشكل رئيسي لتحقيق التوازن في التغيرات اليومية ويستخدم الرغاز المنتج أيضا من الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن عند حدود مدى التغيرات الموسمية وحسب محاكاة باير وفريقه أن انبعاتات من محطات توليد الكهرباء قد تنخفض أيضا إلى 60% أو أكثر إلى 80% سنة 2030 وبهذا يتم تحقيق انخفاض كبير في الانبعاتات تسمى حاليا من جانبه أيضا اعتبر شيتي فيغان غاز دينجور من الرابط العالمي لطاقة الرياح عن افتراضات السابقة أكد على هذه الافتراضات السابقة وقال أنها قابلة للتحقيق إلا أنه يحدر من المبالغة في التفاؤل كما أضاف أن الأمر يحتاج لدعم من؟ لدعم الساسة وصنع القرار نخلص هنا أن الخبراء اتفقوا على أن الطلب العالمي على الطاقة يحتمل أن يتضعب بحلول 2050 مقارنة مع مستواه الذي كان سنة 2000 وفي نفس الوقت لم يكن التعامل مع التغيير المناخي الناجم عن انبعاتات ثاني أكسيد الكربون وغير ذلك من الضغوط البيئية بنفس الطريقة وفي ذات السياق يمكن القول أن مواجهة هذه التحديات أحدث تغييرا جدريا في نظام الطاقة العالمي إلى أن تحقيق هذه التغيرات يتطلب أكيد جهدا جماعيا هائلا بالنظر إلى الحجم الهائل لنظام الطاقة والطلب المتسارع عليها وهنا في هذا السيناريو المستقبل البعيد 2050 تطرح ثلاث سيناريوها تتعلق بماذا؟ بالطلب على الطاقة وإمدادة الطاقة بحلول 2050 السيناريو الأول هو السيناريو الأساس ذكر في دراسة Reference Scenario 2015 يفترض في هذا السيناريو استمرارية استخدام الطاقة وفقا للأوضاع السائدة في الوقت الحالي دون أي تغيرات واستخدام تقنية جديدة وسيستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة انبيعات الغازات السامة حوالي 137% خلال 30 سنة هذا السيناريو الأساس يتوقع أيضا أن يصل إنتاج الطاقة في عام 2050 حوالي 22219 مليون طن ويزداد الطالب حوالي 57% عام 2030 وحوالي 113% عام 2050 وحسب ما جاء في هذه الدراسة أن استخدام الفهم سيتضعف أيضا ثلاث مرات والغاز والنفط سيتضعف مرة واحدة حيث أوضحت أن الفهم سيصل إلى 34% من استهلاك الطاقة عام 2050 والنفط 29% والغاز 23% والوقود الأحفوري 14% وزيادة الطلب من الدول النامية عام 2050 إلى 50% حيث حسب السيناريو الأساس دائما ترجع لماذا هذا النسب المرتفع؟ حسب السيناريو الأساس ترجع زيادة استخدام الفهم إلى أولاً ارتفاع أسعار النفط وهذا ما نعيشه حالياً خاصة في الأحرب الأوكرانية الروسية والتحول نحو تقنيات إنتاج الوقود الإصطناعي وزيادة استخدام هذا النقطة الأولى ثانياً زيادة استخدام إنتاج إصطناعات التي تتطلب الاستخدام المكثفة في الطاقة خاصة في الصين والهن نجد أيضاً احتياط السبب الآخر واحتياط الكبير للنفس من قبل دول صينعية مقاتنة على مصادر أخرى للطاقة أما السيناريو الثاني الذي طرحه الذي طرح في هذا التصور للمشهد العالمي بعيد لماذا؟ سيناريو السياسات البديلة Alternative Policy Scenario APS 20 APS 2050 يتمدل السيناريو المصار البديل لتطوير الأسواق الطاقوية مثل سياسة الدول الصناعية المتعلقة بالبيئة والأمن الطاقوي وما يترتب عليه من نتائج منخفاض لإمدادات الطاقوية مقارنة بسيناريو الأساس تصل هذه الانخفاضات سنة 2030 حتى 2050 على التوالي بنسبة 10.1% إلى 12.9% وعلى ضوء ما سبق ذكره فإن الاهتمام بالاستخدام التكنولوجي المتقدم يتوقع ماذا؟ أن تتسع الفجوة بين السيناريو الأساس وسيناريو السياسات البديلة ويقدر هذا السيناريو أن يصل حجم إمدادات الطاقة الأولية إلى 19.352 مليون طن ويتوقعه مع سرامة سياسة البيئة والأمن الطاقوي التي انتهجتها الدول الصناعية انخفاض معدل انبعاتات لغاية السامة بحيث يصل إلى 45.1 جيجا طن عام 2050 إذن هذا في نوع من التفاول أكثر من السيناريو السابق ثالث سيناريو وهو سيناريو التكنولوجيات المتسارعة Accelerated Technology Scenario 2050 يتمثل هذا السيناريو أو يمثل هذا السيناريو المصاري الجديد كيف؟ حيث يتم استخدام تكنولوجيا الحديدة المتوقع تطويرها في أسواق الطاقة خلال العقود الخمسة بمستقبل أنضف وأكثر أمنا للطاقة يهدف من خلال تكنولوجيا المستخدمة إلى إبقاء مادة معدلات انبعاتات لغاية السيود وأكثر من خفاضاً سنة 2050 وضمن هذا السيناريو زيادة الطاقة الأولية لتصل إلى مادة 16.916 مليون طن عام 2050 عند مقارنة هذا السيناريو وهو سيناريو التكنولوجيات المتسارعة مع سيناريو الأساس يظهر انخفاض إمداد الطاقة حوالي 23.8% عام 2050 وانخفاض أيضاً استخدام الوقود المحفوري 40% والفاحمة بـ 162% وأيضاً يتوقع زيادة استخدام الطاقة النووية الكهرومائية والطاقة المتجددة على التوالي بالنسبة التالية أي الطاقة النموية 63% 53% للطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة بنسبة 27% بينما يتوقع زيادة الطلب على النفط والغسط بعمل عام 2050 مقارنة من المستويات الحالية بناءً على سيناريو تبنولوجيا المتسريعة إلا أن معدلات زيادة تبقى أقل مما هو منتوقع بالنسبة لسيناريو الأساس إذن على الرغم من نسبة كتعقيب على الرغم من أن نسبة الانخفاض على الطالب الانخفاض في الطالب على النفط تتساوى في معظم مناطق العالم إلا أن نسبة الانخفاض في الطالب على الغاز طبيعي تتركز في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تصل إلى 29% إذن كاستنتاجات ومراحظات أخيرة من خلال الدراسة التي تم عرضها سابقاً من خلال هذه المداخرة والسيناريوهات المذكورة سابقاً وهناك السنتاجين هو أنه أولاً سيكون للتكنولوجيا المتوفرة والمتطورة تأثيرات كبيرة على أسبق الطاقة خلال العقود الخمسة المقبلة بحرول 2050 السنتاج الثاني هو أن ليس التكنولوجيا من تؤثر على مستقبل الطاقة وإنما حزمة التقنيات والتحكم في هذه التقنيات كذلك تضمنت دراسة القول أن الطاقة الأحفورية ستبقى المصدر للطاقة الأولية بحرول 2050 تبقى دوماً يبقى الاعتماد على هذه الطاقة الأحفورية والجدول الإحصاءات التي ذكرتها سابقاً بيانت ذلك نلاحظ أيضاً أو خلاصة للمداخلة يمكن القول أنه بالرغم من أهمية الطاقة المتجددة وإلزاميتها لتحقيق الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة إلا أنها لا زالت تقف أمام جملة من المعوائق أهمها نجد أولاً الدعم الكبير الذي تحضر به صناعة النفط والغاز والذي يجعله من الصعب التوجه للتكنولوجيات الجديدة والبديلة وتوسيعها في سوق الطاقة العالمية نجد أيضاً ضعف التقني الكبير في مجال صناعة الطاقة المتجددة ومن ثم توجد أربع تحديات في آفاق 2050 هي أولاً تحدي الأول أمن إمدادة الطاقة تانياً تحدي الثاني كلفة الاستثمارات المرتفعة واللازمة لتلبية الطلب المستقبلي أيضاً تحدي الثالث هو الأخطار البيئية والتحدي الرابع هو اللامساواة في وصول سكان العالم إلى الطاقة إذن بهذه التحديات أختم هذه المداخلة وأتمنى أن لم أطل عليكم كثيراً نتمنى لكم التوفيق نشكر وأجدد شكري وامتناني أيضاً للأستاذ علي للترش على هذه المبادرة ونتمنى إن شاء الله أن يكون فيها توأمات علمية ومشاريع مستقبلية في حضن الجامعة الجزائرية إذن شكراً لكم ونشكر أيضاً دكتورة فلزيا أبيك شكراً جزيلاً دكتورة على هذه المداخلة القيمة يعني الموسومة من التبعية إلى تنويع إمكانيات طاقة متجزدة للجزائر ضمن الرؤية الاستشرافية للأمن الطاقوي العالمي أكيد وعقب على كلمة الدكتورة في البداية أتشرف بلقائها بعد غياب سنوات عديدة يعني زميلتي للدراسة دكتورة برحوسيهان إذن تشرف أسأل دكتورة ويكن الكاميرا غير مشغلة ضحف الأنترنت أسأل دكتورة غير مشغلة لكن لا تصل للأسف فقط الصوت يصل لا يصل جيد جيد إذن أنا مشغلة الكاميرا من فوضعي مشغلة لا سيد أنا صورة نعم واضحة للأسف ضحف تدفق الأنترنت يعني خارج عن نطاق يعني قدراتنا للأسف إذن كيف ما قلنا الدكتورة تكلمت أو قدمت لنا دراسة قيمة جداً تكلمت ختامها مسك تكلمت على سيناريوهات استشرافية لمستقبل الأمن الطاقوي بشكل عام تكلمت أنها في البداية على سيناريوهات أو قسمة هذه السيناريوهات إلى سيناريوهات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد تكلمت في المستقبل القريب بشكل مذهب على التحديات وهذه حقيقة تحديات التي تواجه الأمن الطاقوي العالمي يعني في المستقبل القريب مثل أكيد لو ذكرها زملائنا في المداعقلات السابقة تدبذب تدفقات الطاقة على المستوى السوق العالمية زيادة الاستهلاك الذي يتضاعف بشكل رهيب صعوبة الوصول إلى هذه الموارد الطاقوية أيضا مشكلة التغير الطاقة المناخي والتي ركزت عليها كثير في السيناريوهات المستقبلية في الأخير أيضا من المشكلة التحديث التي تعاني أو تواجه الأمن الطاقة في المستقبل القريب كما ذكرت الدكتورة مسألة الأزمات والصراعات خصة في مطاقة الشرق الأوسط وشمال يعني كانت حائلا دون تدفق طاقة أو موارد الطاقة بشكل منتظم في السوق العالمية مما أثر على الأسعار وأكدت أنه حقيقة العرض والطلب في المستقبل قريب متساوي حاليا لأنه المستقبل المتوسط والبعيدة سيكون فيه تضاعف للطلب في موارد العرض الذي سيتراجع كثيرا في مستوى على مستوى الطاقات الأحفورية ولكن إذن هذا التساوي في العرض الطلب لا يساويه ثباتا في الأسعار إذن في المستقبل القريب هو مشكورة دكتورة على ذكر هذه النقاط الأساسية لأن المستوى المستقبل المتوسط يعني في حدود 2030-2035 النقطة الأساسية لنركز عليها الباحثين هي مسألة طاقة ومناخ أو طاقة وبيئة وما يواس شكله تهديد البيئي لاستخدام المفرط للطاقات الأحفورية وبالتالي ضرورة الانطلاق بشكل جديد في تعويض هذه الطاقات الأحفورية المضرة بالبيئة بطاقات متجديدة أكيد كلمة على السيناريوهات المستقبلية البعيدة والسيناريو البعيد لأمن الطاقوي أكيد وهو ما نتمناه أكيد الطلب فيه رح يكون الطلب العالمي على الطاقة سيتضاعها بشكل كبير ما تؤكده دكتورة أنه يمكن تطبيق هذا السيناريو لهو تعويض الطاقات الأحفورية بطاقات متجديدة في حدود 2050 بشرط أكيد هنا وأكيد على شرط أساسي هو أنه هذا السيناريوهات لتتحقق لا بد أن ترتبط بإرادة الدول حقيقة يعني لو طبقت يعني كل ما تمليه اتفاقيات الدولية أكيد أكيد يعني في 2050 ممكن أن نطلع على الأقل نسبة 50% من السيناريو البعيد لكن أيضا وأيضا مرتبط هذا السيناريو ونجاحه بالتغيرات المناخية أكيد إذا لم تراعي الدول في المستوى القريب والمتوسط أكيد سيناريو البعيد لن يتحقق أو لن يكون له نفس فعالية المرجوة من قبل الباحثين إذن وتكلمت الدكتورة على سيناريوهات يعني مرتبطة بالطلب العالمي على الطاقة يعني خلال سيناريو المصار البديل سيناريو الأساس والسيناريو الأخير أيضا مرتبط بالتكنولوجيات المتسارعة إذن أكيد نفضل السيناريو الأخير أكيد مرتبط بإرادة الدول بقدرتها على الانتقال الطاقوي من الطاقات الحفورية إلى الطاقات المتجددة إذن أشكر الباحثة أو الدكتورة بالرحل السيناريو على هذه المداخلة القيمة لركز فيها أو كان ختامها ميسك هو استشراف لمستقبل الأمن الطاقوي العالمي أكيد بهذه المداخلة أشكر زملائي الباحثين والدكاترة المشاركين معنا في الجلسة الأولى تقريبا يعني جلسة ناجحة بمشاركة جميع المتدخلين يعني بحضور جميع المتدخلين أشكرهم جزيل الشكر إذن بهذا تنتهي رئاسة للجلسة الأولى وأحيل كلمة للدكتور علي لطرش لمواصلة فعالية الملتقاء الدولي فريد أفضل مشكوراً شكراً أستاذ شكراً بارك الله فيك الأستاذة الفاضلة الدكتورة ويكين فازي يعني الحمد لله لقد كانت جودة عالية جداً في مناقشة المداخلات وفي إعطاء الثمرة ثمرة تكون مداخلة لطالب الدكتور عاشور الحبيب المداخلة المتؤامة مع حنصال أبو بكر الدكتور وكذلك لمداخلة الدكتورين محوظ عمر وبلة نزار كانت متميزة ونقاش كان متميز كذلك وطالب الدكتورة بوطرعة كوثر والمتؤامة مع الدكتور والي مريم كذلك كانت مداخلة مميزة وطالب الدكتورة إيمان أزوز وباحث الدكتورة قنطسي عبد النور من المغرب الأقصى والدكتورة بمرحصها من جامعة الإمسان كانت كذلك مدخلة جد جد متميزة ومناقشتكم كانت جد متميزة والحمد لله هذا الفضاء كان مكان لإلتقاء الأفكار العلمية ومكان للنقاش ومكان لجدية الانطلاق في أبحاث أخرى لأنه نحن نأمل نحن نؤمن بأن العلم وحده هو الذي يغير مصار الدول ويغضي ويغير مصار السياسات ويغير مصار الكثير من الأمور التي كانت تسير بنمطية ونريد لها أن تسير بنمطية أفضل سيدتي الكريمة دكتورة ويكنفايزية أنت مشكورة جزيرة الشكر على هذا التقديم وعلى المناقشة الثارية وعلى جدية احترام الوقت فبوركتي فقط أشير بالنسبة للدكتورة والباقية بأنه هناك في نهاية الجرسات سوف نفتح المكان للنقاش ومكان النقاش هو مكان الأساسي والأهم هو الحلقة المحورية للتبادل الأفكار وبالتالي من لديه أسئلة بإمكاني أن يكتب أسئلة لنتبادل الأفكار ونتنقش دون إطالة أحيل كريمة لأستاذ الفاضل دكتور مهمني لكي يشرف على الجلسة الثانية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجدد تحية تمرت لجميع الأساتذة الباحثين والمشاركين معنا في هذا المؤتمر الدولي وأيضا تحية خاصة لأستاذة ويكن فنزية على ترأسيها الجلسة الأولى شكرا جزيلا الآن فيما يتعلق أيضا نتشرف أيضا كثيرا بشرف ترأسينا لهذه الجلسة الثانية ونشكر كذلك الأستاذ رئيس المؤتمر أدولي الأستاذ الفاضل دكتور لا ترشالي فيما يخص الجلسة الثانية الموسومة تحت عنوان انعكاسات الحروب والنزاعات الدولية على الأمن الطاقوي حيث سوف نتناول في هذا المحور مجموعة من المداخلات وهي كالأتي المداخلة الأولى من إعداد الدكتورة بشرة بن دراجي من جامعة باتنا واحد الجزائر والموسومة تحت عنوان الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الطاقوي الروسي الأوروبي الجذور والمآلات أما المداخلة الثانية فهي من إعداد كل من الدكتور عبار عمر والدكتور غريب نوح من جامعة الجلال اليابس بسيدي بالعباس بالجزائر والموسومة تحت عنوان مستقبل أمن الطاقة العالمي بين التهديدات الإرهابية والتجاذبات الدولية أما المداخلة الثالثة فهي من إعداد الدكتورة العاقل رقية من المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر والموسومة تحت عنوان تداعيات الحرب بأوكرانيا على الأمن الطاقوي الأوروبي أما المداخلة الرابعة فهي لطالبة الدكتورة زيدوري نسرين من جامعة محمد لامين دباغين صيف الجزائر تحت عنوان مستقبل الأمن الطاقوي الأوروبي في ضوء مخرجات الحرب الروسية الأوكرانية أما آخر مداخلة لهذه الجلسة الثانية فهي للدكتور الفاضل عزيز السلماني العويشي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من جامعة عبد المالك السعدي بطنجة بالمغرب الشقيق والموسومة تحت عنوان تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الطاقوي وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي حتى لا نطيل عليكم سوف ننتقل مباشرة إلى أول مداخلة لنا في هذه الجلسة الثانية وهي للدكتورة بشرة بن دراجي من جامعة باتنا واحد الجزائر الموسومة تحت عنوان الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الطاقوي الروسي الأوروبي الجذور والملآلات فلتتفضل الدكتورة مشكور سلام عليكم صوت مسموع وعليكم سلام تفضل أستاذ تحية طيبة سلام عليكم ورحمة بركاته أتوجه بالشكر إلى كل القائمين على هذا الملتقى وعلى رأسهم الدكتور الفاضل علي لترش وفقكم الله لما فيه خير العلم والمعرفة بالنسبة لمداخلة الخاصة بالأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الطاقوي الأوروبي الروسي في الحقيقة أن هذه الأزمة متعددة تتبقى متشعبة قد تبدو في الموهلة السياسية ولكنها كان لها أثار اقتصادية وكذلك أثار اجتماعية وأثار عسكرية إلى غير ذلك شيء الأزمة الأوكرانية منذ 2014 أزمة سياسية بعدما بسطت القوات المسلحة سيطرتها على شبه جزيرة القرم وأجرت استفتامه به ضمت الجزيرة إلى روسيا الاتحادية والتي اعتباته أوكراني ومعها المجتمع الدولي احتناسي وتعدين على سيادة أوكراني ومعها المجتمع الدولي مما يبين ارتباط أوكراني لمصالح الدول الكبرى لما تمتع به مقومات جيو بوليتيكية جعلتها في كثير مراحب تاريخية منطقة صراع وتنافس بين الدول خاصة بين الغرب وروسيا الاتحادية في الحقيقة أن أوكراني تعتبر منطقة التي تربط الشرق بالغرب حيث تعدها روسيا العنق الاستراتيجي لها ومجالها الحيوي الذي يقربها من الغرب ويؤمن الجهة الشرقية لها من أي نفوذ أو محاول تغلغ الأوروبي في نفس الوقت يرى الغرب أن أوكرانيا البوابة الشرقية لأوروبا وحاول في أوروبا المتحدة عدم السماح لروسيا أن تسيطر على أوكرانيا نهيك عن توفرها على مواد أولية وطاقوية مهمة مما يفسر هذا التنافس الغربي الروسي المستمر والمتصعب حول أزمة أو حول أوكرانيا مما يضمن لها مصالحها الأمر الذي أشعل الأزمة في بداية الأمر سنة 2008 ثم تطورت سنة 2014 لتنفجر بشكل قوي سنة 2020 وتكون أكثر ضرورة حيث مسل طرح العصد السالمي ألهم الطاقة على هذا نقول الصراع جاء طرح أو جاء طرح إشكاليتنا ما هي تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الطاقوي له الطاقة وعلى ضوء هذه الأسئلة أو هذه إشكالية ما هي أفر الإزمة الاقتصادي الأوكرانية على مسال علاقات الاقتصادية الروسية الغربية وكيف أفر الإزمة الأوكرانية على الأمن الطاقوي الروسي الأوروبي وما هي مآلات هذا الصراع في ذن الأمن الطاقوي بين روسيا والاتحاد الأوروبي في الحقيقة أن لزمة الأوكرانية جذور تعود إلى سنة 2004 وهو صراع في الحقيقة داخلي تحول بعد ذلك إلى ساعة دولي هو صراع للسلطة بين الموالين للغرب والاتحاد الأوروبي وأمريكا وبين الموالين لروسيا هذا نقول لهذا الصراع احتدم في الأخير وفازت نقول الجهة الغربية بسيطرة على الحكم وأصبح تقريباً يعني أصبحت أوكرانيا أو السلطة المحاكمة أنذاك تلقى كل الدعم من الاتحاد الأوروبي والغرب وتسعى كذلك إلى جلب أوكرانيا إلى الصف الحيلفرناتو وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي في الحقيقة أنه كانت أوكرانيا تطالب الغرب منذ سنوات بتسريع إمامها إلى الحلف الشمال الأطلسي في ضد تهديد الروسي متزايد وهم يرفضون ذلك بحجة عدم كيفية إصلاحات مطبقة وخوف من النقل تسبب في تصعيد عسكري مع نقل مع مصفو كما هناك في الحقيقة اختلاف في وجهات النظر حتى داخل الاتحاد الأوروبي من حيث انضمام روسيا إلى أعفو انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لماذا؟ لأنه الاتحاد الأوروبي وجد أن خسائر ضم أوكرانيا إليه في الوقت الحاضر أعلى من الأرباح المتوقعة وفي ذل التوتر مع روسيا أم المتحدة فكانت في هذا الوقت مشغلة بأزمات أخرى كما هو معروف أزمة العراق، أزمة سوريا، أزمة أفغانستان فكانت نوعا ما مستبعدة لدخول في هذه الأزمة طبعا لكن تعتبر أو هناك كذلك تغير النظر الروسية بالنسبة لخاصة انفعد داردينير بوتين النظر الروسية تغيرت في ظل من انتقلت من نظر الاتحاد السوفيتي القديمة إلى النظر الروسي الاتحادية بقيادة بوتين لماذا؟ أنه تنظر بأن منطق القوة الاقتصادية وتنفس أسواق الكبرى في العالم والسبيل الأنجا في مواجهة أي تهديد مستقبلي حيث سطعت روسيا في هذه العودة إلى الساحة الدولية من بوت الاقتصاد الذي يمثل أحد أهم ركائز في المعادنة الروسية القائمة على ركزتين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية خاصة الطاقة لاعتبار روسيا من أكبر دول المصدرة للطاقة في العالم هذه الإشكاليات أو هذه الأزمات أو هذه الصراعات داخل أوكرانيا أدى إلى تطور الإزمة الأوكرانية بشكل متسارع في الحقيقة وهذا نرى بأن الإزمة أوكرانية ليست مجرد صراع على السلطة بين النظام الحاكم والمعارضة وما تتخلم اتهامات بين الطرف المتسارع على السلطة بالعكس أنها أخذت بعد دولي من الدلاء إلى ذلك حيث في السلكوتين أن تدعم الغرب للثورة ما يسمى في السياسة بالثورة البرتقالية سنة ٢٠٠٤ هذه تقربين يراها تراها روسيا أو يراها بوتين بأن جاءت حملة بريعة أمريكا لتقويض مكانت روسيا في العالم بدءا بإقصائها من شؤون بلقان ثم حسن حلف الناتو منفرد في سربيا عام ١٩٩٩ وهي حلفتها تاريخيا ودينيا لروسيا وفي ذن وجود أوكرانيا على حدود الحلف الأطلسي وكذلك مساعدة بعض الدول لترويج لانضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي هذا الأمر أنه أصبح شيء الحساسية مما يوحي بأن يسعى الغرب إلى تفكيك ما كان يمثل الاتحاد السوفيتي في الحقيقة ليس اتحاد السوفيتي بل هما يسعون إلى تفكيك روسيا الاتحادية في حد ذاتها وليس شاءت العلاقات من هذا المنطلق شاءت العلاقات روسيا الغربية تأزوا من نتيجة بسببين لماذا؟ لأن روسيا في الحقيقة لقت بأن هناك عدم الوفاء القديم الذي قطعوا الأمريكان لقديم في عهد جورج بوش الأب مع غورباتشوب بعدم توسع الحلف الأطلسي شرقا حيث تم تمسيح الحلف لابتداء العام 1990 عندما نحت العضوية كل من تشيك ولمجر بولندا ثم أعطتها مرحلة ثانية سنة 34 بلغاري ودول بلغاري ودول بلطيق وكذلك رومانيا وسلوفاكيا وأخيراً ألبانيا وكرواتيا عام 2009 حيث وصل حلف أطلسي لتشيك ولمجر باكي الواقع على حدود أوكرانيا التي كانت إحدى الدول المكون الاتحاد السوفيتي نهيك عن التاريخ الطويل الذي ربط روسيا بأوكرانيا تحت الأنظمة القيصرية روسية السوفيتية وكذلك بعد ذلك نهيك عن الصلاة التاريخية اللغوية الدينية بين هاتين المنطقتين طبعاً حيث هنا صرح لبرو أن موسكو ستبذل قصار جودها لمنع إمبنان أوكرانيا وجورجيا الماتو بالذهبة للقهيدة العسكرية الروسية أبعد من ذلك حيث قال جينيار يوري رئيس الأرهاد العامة الروسية لا شك أن في أن دخول أوكرانيا أو جورجيا الماتو من شأنها أن يقود موسكو لاتخاذ إجراءات لضمان أمنها بالقرب من حدود الدولة ستكون هذه التدابير عسكرية وغيرها وهنا كذلك الحقيقة وقدمت نهيك عن هذه التصريحات قدمت روسي كذلك مطالب في تمثلة في معادات مكتوبة أو نقول معادات مكتوبة ثاني وصفتها بضمانة الأمنية بما في ذلك تعهد ملزم قانوناً بعدم إمبنان أوكرانيا إلى منطقة حلف الشم الأطلسي وكذا خفض قوات الناطو والعتد العسكري متمرس في أوروبرا الشرقية وهددت برد عسكري غير محدود إذا لم تلب هذه المطالب بالكامل وهذا ما حدث بالفعل حيث دخلت القوات الروسية في فبراير الأراضي الأوكرانية وهذا ما حدث فعلاً طبعاً من هذا أدى إلى أن الأزمة الأوكرانية تقريباً أثرت على مسار العلاقات الدولية ومن العلاقات الاقتصادية لحكم التعاون الاقتصادي بين روسيا والغرب حيث نقول أثرت هذه الأزمة على مسار العلاقات لماذا؟ لأن هذه الأزمة بقدر ما هي أزمة نقول كان في البداية داخلية ولكن أصبحت دولية حيث يحطب اتحاد أوروبي من شركة الاقتصادية وتجاري الكبار لروسيا حيث تبلغ حصاتهم من تجار الخارجية لروسيا نحو 50% حيث مثل الطاقة المحور الرئيسي لعلاقات بين البلدين بنسبة 80% من إجمال الصادرات النفطية و70% من إجمال الغاز و50% من صادرات الفحم للاتحاد الأوروبي هذا التعاون مثل إرادات ضخمة لنكي يستنع عنها في الخزينة الدولة الروسية مما يبين ارتباط الوثيق في العلاقات اقتصادية بين الطرفين في التعاون بين الطرفين أملتها الضرورة الحتمية لكليهما علما أن روسيا تصدر غازها القرى بشكل رئيسي عبر أنبيب يامان أوروبا الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولوندا وخطوط أنبيب نوردستريم بين قوسين تيار الشمال الذي يوصل الغاز الروسي إلى منطقة بحر البلطيق عبر أوكرانيا ووفقاً لبيانات شركة روسيا أن يصير الغاز الطبيعي غاز برون فإن الكمية التقريبية للغاز الذي أسلتها الشركة إلى أوروبا عبر أوكرانيا العام ماضي كانت حوالي 42 مليار متر مكعد ويثير الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الأوروبية ضد الغاز الروسي واحتمال إيقاف روسيا لدفق الغاز إلى أوروبا مخاوف جديدة حول أمن الطاقة في القرى العجوز في وقت شهد فيه المنطقة أزمة حادة في مجال الطاقة خاصة أن أوروبا مرتبطة بشبكة من البيب الغازية من يرسي عبر أوكرانيا وبيلاروسيا لذلك في الأزمة الأوكرانية له داعيات كبرى على الأمن الطاقوي الذي يحدد يحدد ويحدد أو يحدد مساء العلاقات بينهما وهذا ما بدأ جليهم بعد روسيا لأوكرانيا حيث ملكة أخير ليس على أقدم النصيفة حسب على التبادل الطاقوي الذي هو عصب الاقتصاد لكل الطرفين حيث بدأ الغرب بحزن العقوبات استباقية على روسيا هذا التقليل من العقوبات كانت شديدة بشكل كابيرجي كانت مفرط 35 دولة حول العالم وعقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب غزو إكرانيا من الولايات المتحدة ملكة المتحدة كندا سويسرا وعدد من دول السياوية قريبا وصل إلى 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي وتنوع العقوبات كمعروف ما بين حضرة صادرة مفتية وتبادل تكبير القطاع وحضر الطيران وشركة الدول الكبرى والتعامل مع السوق الأوروبية وصل إلى صادرة أملاك بل تعدى إلى فرض عقوبات حتى على الشخصية السياسية الكبرى كوزير الدفاع كالشخصية الرئيسية في البدو وهو بوتين فكل هذا تقريبا امتد عقوبات من المجال الجوي والحركات رؤوس الأموال وما جب ذلك فالدول الغربية هنا كانت مصممة على تحطين ليس الاقتصاد الروسي فقط ولكن روسيا كدولة حتى لا يكون لها أي ضوء في المستقبل العلاقات الدولية بل تفككها على طريق الاتحاد السوفيتي كما حدث في بداية السعينات في الحين صمت روسيا أنها ستحافظ على مصالحها مهما تقريبا كان ذلك أو كان مهما بلغ الثامن فكيف كان موقف روسيا من هذه العقوبات الغربية؟ بالحقيقة على وقع حربها في أوكرانيا وما خلفت العقوبات وسعة بدت روسيا الأكثر دولة تعرض للعقوبات حول العالم متقدمة على ذلك على إيران وعلى سوريا وعلى كوريا الشمالية حيث نقول منذ 22 يبراير خضع حوالي 2778 كيان روسيا بعقوبات جديدة ليصل على العقوبات الإجمالي 5530 الأمر الذي جعل المراقبون يشبهون هذه القيود الصارمة بحرب نووية مانية على موسكو في رد عنيف من روسيا على العقوبات الأمريكية والغربية على موسكو جرّه جميع الأكرانية هددت روسيا بالقطع اندادات الغاز على الدول الغربية الأوروبية إذا لم تسد بثمن الغاز بالروبل بدل من يورو وستتكبت أوروبا وروسيا خسير فادحة يعني على كلا الطرافين إذ نفذ الرئيس بوتين تهديده بقرأي الغاز على دولة الذي عدها غير صديقة إذا لم تدفع بالروبل ولم تقطع روسيا حقيقة الغاز حتى في ذروة الحرب الباردة لكن في 31 مارس وقع بوتين على مرسوم يأمر المشترين أجانب بالدفع بروبل بدل من يورو بدل من أول من أبريل أو تقطع الإمدادات الروسية عن هو الأمر الذي حدث فعلا مع بعض العواصم مثل وصفته ألمانيا كذلك بأنها تمثل امتزاز بالنسبة لروسيا الأمر يوعد عدد الأوروبية في مأزق بين استمرارها في تمثل العقوبات وزيادة الضغط على روسيا وبين استجابة لمطالب روسيا الأمنية في جال أوكرانا دولة حيادية من جهة والمطال الاقتصادية في الدفع بالروبل وإن لم يتم ذلك ستقطع الإمدادات الغازية ونفذ روسي ضدها فعلا بقطع الغاز على بعض الدول مثل نقول مثل بصراع طبعا مثل إمداداتها على بلغاريا وبولندا لفشلها في دفع ثمن الغاز بالروب برغم أن هذه الأزمة إنها شيء تطورت يعني بعد ذلك حتى قبل تقديمي مقالي يعني بعد تقديمي المقال شيء هناك الأزمة الأوكرانية أو هذا الصراع الطاقوي شيء تطورت أخرى بعد تقديمي للمقال يعني هناك أفكار أخرى جديدة أو إضافات لهذا المقال طبعا كيف كان مآلات الأزمة الأوكرانية على الأم الطاقوي تقريبا أمام المحاولات العقوبات الصدية التي أنتها عواصم الغربية في السلاف الحق رب وحبين لأنها ستتبع عواقب عكسية على اقتصاد دول غربية نفسها التي لم تستطيع الصمود اجتماعين وسياسيا أبدا أما تمليه بعض العواصم الغربية البعيدة والمحصنة اقتصاديا في مجالات الطاقة والمعامل التجارية والمالية مقارنة بدول غربية أخرى لا يمكن أن تتحمل إنقطاع الغاز الروسي أو التعليق عمل روسيا بالنظام سويفت وخصوصا عند التكاليف الاقتصادية التي من مفترض أن تقع لروسيا سرعان ما ستثقل كاهل الدول الغربية وبشكل متفاوت مما سيقوض مفهوم التوافق والتضامن الغربي وتكون له مآلات متعددة الجوانب منها المآل الاجتماعي على الجنب الاجتماعي حيث ذكرت صاحب ديرجبيك الألمانية بأن الحضر المفروض على المفتر الروسي يهدي الشرق ألمانيا بعواقب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كذلك التي تقرر في شهودية المنطقة دعوا في المانيا الشرقية سابقا وأردفت الصحيفة طبعا قولها شهودية الوضع مختلف الآن حيث يمكن أن تكون الأزمة الكرانية عواقب وجودية على المدينة على السوق ونها 30 ألف نسمة وهنا تبدأ نقطة حول أخرى في الشرق مرة أخرى ولفت كاتبة ما قال في نفس الصحيفة أن مقابل 9 سيارات من بين 10 في برلين وبرندرون تعمل بالبنزين ووقود ديزل من مثل شهودية وأكدت الكاتبة أن السكان الشرقين تأثروا بارتفاع الأسعار الناجمة عن أزمة أوكرانية لأن السكان الماضيك يكسبون أقل في المتوسط ولديهم مدخرة أقل من السكان الغربيين كما يكون الأزمة الأوكرانية مآلات ليس على أوروبا فقط بل حتى على العالم فهناك تخوف مع استمرار الحرب في أوكرانيا تشعر الأسر في جميع إنحاء العالم بالارتفاع شديد أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية باعتبار منطقة البحر الأسود بمثابة سلة خفز عالمية وتمثل روسيا وأوكرانيا 29% من صادرات القمح العالمية و17% من صادرات الضرع و72% من صادرات زيت الدوارة لكن الحرب تسبت في تعطيل إنتاج الغذاء وذات من تضخم أسعاره وحضرت روسيا صادرات الحبوب فيما تعد الأملية حصاد المسرعات في أوكرانيا غير مؤكدة حتى اللحظة وفي هذا الصدد صرح المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناركيتش أن ارتفاع سعر المواد الغذائية باعوا الأشخاص أكثر ضعفاً في جميع نحاء العالم في وضع أسوأ بالغزوة وروسية أوكرانيا يزيد الضغط على النظمة الغذائية ويهدد الملايين في جميع نحاء العالم بالجوء ونطالبوا بالحل عاجل الآن الماء الفني وماء سياسي اختلفت دول الأوروبا بأكملها حول السياسة الروسية في أوكرانيا وما نتج عنها من تهديدات روسية متعددة منها الرد على كل دولة ينطلق منها أي عمل عسكر تجاه روسيا كما هدت بقطع إن دلقات طاقة من بيتول وغاز قد ينذر بتفكي الاتحاد الأوروبي مستقبلاً حيث كشفت العديد من انقسامات التي آل إليها الاتحاد الأوروبي فدول شمال أوروبا وسطها فمن ناحية دعت إستونيا ولتفيا وبولندا إلى رد قوي حيال عدوان الروسي وعلى النقيد من ذلك اتخذ المجر وجمال تشيك في أسلوفاكيا نهجاً أكثر وحذراً متحفظاً يعطي الأولوي لمصالح اقتصادية والمصالح في مجال الطاقة وقد أعرب الدول ثلاثة عن ارتيابها إذا تأثير العقوبات الغربية على السياسة الروسية وحجتهم في ذلك أن العقوبات تضروا الاقتصاد بقدر أكبر من أفراء التي تحقه بإغساد روسيا ونفس الموقف اتخذ ألمانيا التي تعتمد بشكل رئيسي أساسي على الطاقة الروسية وهي تطمح لبناء علاقات استراتيجية قوية في المجال الاقتصادي لكن مع ضغط الاتحاد الأمريكا لازال موقف لم يتضح بعد من أصبح ألمانيا أو أصبح الموقف ألماني كما يقال بين مطلقاته السندان إلى ذلك ثم أثاله مدل الاقتصادي طبعا في حقها منذ اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا ساعة الجانبان السياسيين خلالها روسيا والغرب إلى مئة ذلاع بعضهم البعض معتمدين على الغاز والنفط عفوا ورقة ضغط إخباء أحدهم الأخر هكذا سرعانا ما هرطعت موسكو لفرض الدفع مقابل صادرات الغاز المحلية بينما تسعى أوروبا تجد مخرج من ارتهانها بالغاز الروسي وتضمنه حزم العقوبات التي فرضتها على نظام بوتين أما هذا الواقع مع صعوبة ومع صعوبة إيجاد بديل يسد فجوة الغاز الروسي أفضل شركات أوروبا استذابة والدفع بالروبن مقابل ورداتها الغازية وتجاهلت حذيرات حكوماتها ورادخة لإرادة دفع بوتين أبرزها شركة إيمي الإيطالية التي أعند فتح حساب بالروبن لهذا الغرض ولست إيمي وحدها بل هناك حوالي 20 شركة أوروبية إذا فإلى 14 عامل يطلبون الأوراق لازم لفتح حسابات كذلك يعتبر المتحد باسم المفوضة الأوروبية إيريك ماما أن فتح حسابات بالروبن لدى غاز برون سيكون انتهاك العقوبات الكتلة وقد يضعوا هذا الصدام بينها الشركة الاتحاد أوروبي قاد دول في مأزق وعلى رصهم رئيس وزراء إيطاليا الذي كان من بين الذين اقترحوا فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي من خلال هذه النقطة الاقتصادية وكذلك السراع السياسي داخل الاتحاد أوروبي هذا يعطينا يعني وكأن النقطتين نقول تكملان لبعضهم البعض فالسراع الاقتصادي والاختلافات السياسية هي التي يرى بأنها قد تنجم على تفك الاتحاد الاتحاد الأوروبي مستقبلا مع اختلاف الرؤى بين الدول الاتحاد الأوروبي وأصحاب الشركات الكبرى مع ازدياد الضغط الأمريكي في كثيرت تعامل مع الأزمة الأوكرانية وإستمار العقوبات والتهديد باستغناء المغاز الروسي قد يضع مصير الاتحاد الأوروبي على كف عفريت فبعد أن كان كتلة واحدة موحدة قد يكون مآل التفكك أو يتحول إلى مجموعات أو تكتلات مرتبطة إما بالشرق أو بالغرب وفق مسائل اقتصادية ما يؤكد هذه الفرضية مصرحة بأحد الباحثين الفرنسيين فإن موسكو تراهم على حقيقة أن مشروع الاتحاد الأوروبي في طريقه للتهاوي حيث يعتقد فوتين أنه أي الاتحاد أو أن يكون بمقدوره الصمود على المدى الطويل وقد شارك أحد مسؤولين الاتحاد الأوروبي هذا التحليل حيث الأشارة إلا أن روسيا تستغير الاختلاف وجوهات المنظر بين الدول المختلفة الاتحاد الأوروبي لمحاف تقسيمها ما ينظر بتغير في الخريطة الجيو السياسية لأوروبا في القرن 21 ويؤكد مدى قوة الأمر الطاقوي الذي لزال وسيبقى لعقود في رسم العلاقات السياسية والاقتصادية للدول وهذا تقريبا ما نلاحظه الآن يحدث في أوروبا في هذه الأيام الأخيرة من نوافع أن الدول الغربية بيقتل المآل الرابع هو الجانب الأسكري من نوافع أن الدول الغربية بيقتل المتحدة الأمريكية ماضي في الدعم العسكري لأوكرانيا وتزويذي بأنواع الأسلحة إن المطالب الروسية بضرط التزام أوكراني موقع الانحياذ والتخلي عن طموحات بينما إلا في المرات والتعهد بعد استضافة قواعد أسكرية أو أسلحة أجنبية على أساس وضع شبيه بين نمسا أو السويل معاورة نزل السلاحية بالشكل الذي لا يسمع بتبيد أمن روسيا في المستقبل أصبحت الآن رهينا بإثبات تفوق العسكري ليس إتجاه أوكراني ولا إتجاه القوى الغربية التي تبدو مصمة على إضعاف روسيا وإنهاك هذه الحرب ودفع التخلي عن طموحاتها وتطلعات بالحفاظ على مكانتها كالدنة عظمى لها مكانتها داخل النظام الدولي إن مؤشرات استمرار هذه الحرب واستدامها أصبحت تجاوز الأسباب التي تحكمت فيها منذ البداية وما يجعل إمكانية الوصول إلى اتفاق اتفاقات سلمية مستبعدة جدا في الأمد المنظور ويفتح المجال أمام مآلات عسكرية عديدة نذكر منها على سميثال صراع طويل أمد وهو الآن حيث تقريبا يعني رهنون نشرف على نهاية الشهر السابع من الأزمة الأقرالية فموضو في براو الأعمال القتالية وتواصلة الأمر الذي جعل المحللين المسؤولين الغربين يعتبرون أن خشيت من أن الأسوى ربما لم يأتي بعد حيث يظهر الرئيس الروسي بدأ من أي مؤشرة عزمية على التراجع أو وقف بقصف الروس العشوائي لمدن الأوكرانية والدفع المعدنية والعسكرية بل كان كل مرة تتغير استراتيجته العسكرية ففي البداية الاجتياح كانت الأنظار المتجهة نحو حسار كيم ثم توجهت نحو حسار مدن الشرقية والجنوبية مثل ماريوبول وأوديسا لأهميتها الاستراتيجية بحكم إطلالها على البحر الأسود وبحر أزوف وبدورهما يربطان روسيا بالمياه الدافئة التي تراها روسيا مجال حيوي لها لا يمكن التخلي عن هذه المنطقة الحيوية كما نقول النقطة الأخرى وهي نظرة بالنسبة الأوكرانية وبتقسيم أوكرانيا قال سيرجي روديسكوي رئيس موديل عمليات في الهيئة الأركان العامة الروسية إن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية قد تحققت بشكل عام وأن هذه الأساسية لعملية عسكرية روسية سيركز الآن على تحرير بومباس وحفظ الجنرال كيليرو بودانوف رئيس الاستخبارات الدفاع الأوكرانية من أن موسكو تسعيل تقسيم بلاده إلى مناطق مثل ما هو حدث الآن بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وما يخشى أوكرانينا اليوم هو سقوط مدينة ماريوبول محاصرة في جنوب أوكرانيا في أيدي روس وهذا ما وقع فبعد شهرين من الغزو تمكنت القوات الروسية منها وتمكنت أهمية وتكمن طبعا تمكنت الروسية من الاستيلاء على ماريوبول لأنها منطقة جيدة استراتيجية حيث تكمن أهمية هذه المدينة تعد أكبر مراكز الصناعة الحديث والصل في العالم في أوروبا والعالم بالإضافة إلى صناعة المكينة الثقيلة وإصلاح السفن بالتالي فإن خسارة ماريوبول تعني خسارة من ثلاثين إلى ربعين من ساتة دين في أوكرانيا لصالح روسيا وتعد صفحة اقتصادية لأوكرانيا وصفحة استراتيجية إذ تعد ماريوبول نافذة أوكرانيا الأبرز على بحر أزوب وخسرتها تعني تحول البحر إلى بحيرة روسية لسيما بعد سيطرة روسيا على ميناء بيرد يانسك الأوكراني في منطقة زابورجيا المجاورة وعلى ضو هذه الاستراتيجية روسية يبدو أن روسيا تسعى لجعل منطقة الشرقية والجنوبين الأوكرانيا منطقة نفوذ وعلى أساس هذه السيطرة تفرض نظرتها على مستقبل أوكرانيا وربما قد يجروا عن تقسيمها تماما عجز الغرب حتى يتجنب توسع الحرب النقطة الأخرى هو توسع النزاع طبعا من خلال تدعيم الدول الغربية التي تقريبا قدمت حوالي ثلاثين دولة مساعدة عسكرية أوكرانيا تشمل مليار يورو ولازلت هذه المساعدة إلى حد الآن متوصلة وهي أسلحة أسلحة متعددة الكل تقريبا نسمع بها من تقريبا مضرة الطيران من تقريبا صواريخ نقل متطورة جيدة إلى ذلك هنا يرى العالم أو محل بأنه وكأن أوروبا تسير شيء نحو أنغمسها نحو الحرب يعني حلف الناتو تقريبا بشكل مباشر في الصراع عن طريق الخطأ استفزاز لماذا صراع مفتوح هذا احتمال أكثر وضوحا عندما استهدفت روسيا قاعدة عسكرية تضم متدربين أجانب على الحدود الأوكرانية البولندية كتحذير يعني أنها قاد أي عدوان من أحد الدول الناتو ينطلق منها أي عدوان على روسيا سيكون رد مباشرة كما أن روسيا تحاول كل ما دخلت شحنة عسكرية إلا وقامت بقصفها حتى لا تصل إلى القوات الأوكرانية قريبا كما أعنت روسيا أن استمار الجهود لنقل أسلح عبر تلك المنطقة إلى القوات الأوكرانية من شأن أن يجعل القوات الأهداف المشروعة كما قلت في تحذير من أن مجرد حجل أسلح الأراضي الناتو لا يعني أنها محصنة ومؤكد احتمال حيث إذا استدفت ضربة صاروخ استراتيجية روسية قافلة إمدادات بالمعد العسكرية التي تعبر عن إحدى الدول الناتو مثل بولندا أو سلوباكيا إلى كورانيا وتكبت دول العضو الناتو الخسر داخل حدودها فالمحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفهيل مادة خمسة من دستور الناتو ويجعل التحال بإكمله بهدف يهدف إلى الدفاع عن البلد الذي تعرض الهجوب بتوسع الحرب أو احتمال آخر ثاني وهو الحرب المدمرة ما قام به الغرب تجاه روسيا بدء من إغلاق أوروبا سماءها أمام طيران روسي وجمد الغرب الأصول الروسية وعز البنوك الروسي الكبر عن نظام سويفت وامتنعت الشركات الشحن مضربية عن نقل بضائع روسية ولم يعد هناك قطاع لا يواجه لا تواجه في روسيا الضيق التضييق والحصار لا تهديف العقوبات الشاملة إلى خانق لخاذ روسي ببط خلال يعني هما كأنهم يعقبون روسيا عن المدى الطويل يعني أنه تبدأ هذه العقوبات نتائجها مستقبلية وإنما تدميرها تماما في غضون بضعة أشهر من ناحية أقصادية تم تحديد مساب تدمير الكالب الدولة الروسية طبعا وحذر وزير خارجة الروسية زيغي رفرو من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وقال إنه أمر حقيقي لا يمكنك التقليل من شأنه وحذر رفرو بالغرب من استهانة بالمخاطر المتزايدة لحدوث صراع نووي وقال إنه يرى أن انتداد حلف الماطو لإقراميا بالإمداد عفوا إمداد حلف الماطو الإقرامي بالأسلحة يعني في جواره أن التحالف الغربي ظالي في حرب بالوكالة مع روسيا ووفقه رأي محرص صحيف ديلي تيكراف أليسترهيث حيث حذر من أن محرب عالمية بات أقرب احتمال الوقوع اليوم معتب أن الإسلحة الجديدة وإخفاق الغرب في فهم أعدائه يزيدان من خطر نشوب السراع مروع ويمضي المحربي الصحيف البرطان إذياء إن قول أنه ما من أحد يعرف على وجه الدقة احتمال مشهور مثل هذا السراع لكن حتى ما احتمال بنسبة 10% لحدوث كارثة عالمية في هذا القرن سيكون مخيفا بما يستوجب من كل الدول الغربية الاهتمام بالأمر بشكل عاجل ومتجدد لضمان تفادي حبكة معركة تهربجدون في نهاية الزمان وذلك يتأتى إلا عبر قوة رضع فعالة وتحالفات الجديدة واستثمار الضخمة في الأسلحة الدفاعية وانخرت عاجل في التعاون فالغرب شحن أوكرانيا سياسيا وعسكري لدى روسيا وكأنه يسارع الزمن نحو اندل حرب مدمرة وقد حذر مسؤولنا الروس من هذا الحجد المتواصل والكثيف ولم يعمل على تقدم نحو روسيا بخطوة قد تفتح باصيس أمل لتجنب حرب مدمرة فالكل اعتبر الحرب الروسي أوكرانية بداية حرب عالمية ثالثة وعلى الرغم من الرأي المتشائب للكثيرين فالعالم مرتبق بشبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية خاصة في مجال الأمن الطاقوي الذي يدخل فيه كل مفاصل الحياة وأمام تسارع وثيرة تغيرات الجوز السياسية على المستوى العالم باسم الأزمة الأوكرانية وبداية ظهور تحالفات الجديدة تغير من الخارطة السياسية للعالم سيكون الأمن الطاقوي الدور الأبرز في تشكل العالم جديد غير الذي كان قبله وختاما ارتبط الأزمة الأوكرانية بمثال علاقات روسية الأوروبية سياسيا أبرزت الأزمة الأوكرانية مدى ضعف وهشاشة الأمن الطاقوي لدى الاتحاد الأوروبي حيث اجدعته رهيد توجهات السياسة الروسية هناك تغيير في موازن قوى على المستوى العالم عن الإف الأزمة الأوكرانية نعم أستاذ هناك مشكل على ما أضع نعم أستاذ من خلال شركاتها الكبرى مما مكنها أن تكتب الدكتورة بوشرا هناك مشكل تقني على ما أظن الدكتورة بوشرا هناك مشكل تقني الدكتورة بوشرا المايك غير مشغل شغلي الميكروفون الميكروفون شغلي شغلي دكتورة بوشرا الميكروفون غير مشغل دكتور نعم نعم نسمع نعم نسمع آخر نقطة أعيد نقطة للسابقة بوروز تصدعات بين أعضاء اتحاد الأوروبي في كيفية طاعة الأزمة الأوكرانية من جهة والأمطاق من جهة ثانية يبقى الأمطاق الذي يحد مسأل العلاقات بين أعضاء الاتحاد من جهة وروسيا من جهة في التعاون بينهما أملكها وتمليها دورات حتمية آنيا ومستقبلا السلام عليكم ورحمة الله وشكرا جزيلا على الاستماع ودعا بشفاء إن شاء الله سلام عليكم نشكر الدكتورة بوشرب الدراجي إن شاء الله بشفاء أستاذة لقد أوفت أستاذة لنقول أوفت وكفت في تقديمها للإطار العام للأزمة الأوكرانية الروسية حيث تناولت مجموعة من الملقات الأساسية وسوف أحاول أن ألخصها في مجموعة من الملقات تكلمت في البداية عن جذور الأزمة الروسية الأوكرانية وما هي ما هي مآلات داخلي كما أشرت الأستاذة بين صراع الموالين للوسيا وهناك أيضا الموالين للإتحاد الأوروبي أو الموالين للغرب وبالتالي وكان ذلك منذ سنة 2004 أيضا هي عبارة عن أزمة داخلية الآن أوكرانيا تطالب بتسريع انضمامها الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يفرض شروط وضمانة معينة لكن الاتحاد أو روسيا على سبيل المثال تعتمد على قوتين هامتين كما أشرت الأستاذة القوة الاقتصادية والقوة العسكرية فيما يتعلق بالقوة الاقتصادية تعتمد فيها روسيا بصورة مباشرة على النفط بين قوصين الطاقة خاصة النفط والغاز الطبيعي أما فيما يخص بالقوة العسكرية قريبا هذا هو المنظور الروسي لمواجهة أي تهديد خارجي هذه فيما يخص النفط الأساسية التي أشرت إليها فيما يخص التدعية الاقتصادية أيضا روسيا ترى بأن هناك ما يسمى بعدم الوفاء الأمريكي لروسيا حيث أنه ترى بأنه في إطار هذا العهد أو هذا الوفاء الذي من خلاله لا بد من عدم توسح الفرناطو بالإضافة إلى ذلك ترى بأنه روسيا بأن أوكرانيا هي عبارة عن امتداد استراتيجي وتاريخي للاتحاد السوفيتي سابقا وبالتالي هذه كنقطة أيضا وفيما يخص أيضا دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا يعتبر أيضا تهديد وفي نفس الوقت هو لابد من روسيا أن تؤمن أو أيضا لابد من أن يكون هناك ضمان أمن روسيا يعني هذه الأهم النقاط التي أشرت إلى الأستاذة بما يتعلق أيضا بالجانب الاقتصادي نرى بأن هناك علاقة قوية جدا اقتصاديا بين روسيا والاتحاد الأوروبي نستطيع القول بأن روسيا مثلا أوروبا ترى بأن الاتحاد الأوروبي يرى بأن أوكرانيا هي بوابة الشرقية لأوروبا ونفس الأمر بالنسبة لروسيا أيضا أيضا فيما يتعلق بأوكرانيا أيضا أنبيب الغاز تمروا عبر أوكرانيا أشارت أيضا الدكتورة وهي مشكولة على ذلك أيضا فيما يخص أيضا التدعية اقتصادية هناك ارتباط اقتصادي وثيق بين روسيا والاتحاد الأوروبي فعلى سبيل المثال يفوق 50% أيضا تصدر روسيا إلى أوروبا عبر الأنابي مثلا الغاز الروسي عبر أوكرانيا بـ 42 مليار متر مكعب أيضا الأنابي كما أشعرنا سابقا تمر عبر أوكرانيا وبالتالي هذا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي رغم أن هنا كانت عقوبات آسية جدا على روسيا هذه العقوبات الاقتصادية والتي كرستها 27 دولة من بينها حضر الطيريان حضر حركة رؤوس الأموال حضر الصادرات وغيرها وبالتالي نستطيع القول بأن روسيا تعتبر أكثر دولة تعرضت إلى العقوبات ومن العقوبات الاقتصادية وقيود وفيما يتعلق أيضا فيما يخص روسيا روسيا أيضا هددت بأنها تفرضت على أوروبا وكل المؤسسات في أوروبا على ابتداء من 31 يعني كان القارة كان في 31 مارس 2020 لكن مع بداية 1 أبريل 2020 فرضت على دول خاصة الاتحاد الأوروبي على أن شراء الغاز طبيعي سوف يكون بالروبل هذا من جهة أما فيما يتعلق أيضا بالعقوبات الاقتصادية رغم أنها كانت عقوبات على روسيا لكنها في نفس الوقت كانت بالجهة المعاكسة أيضا العقوبات على الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد الأوروبي وكما أشارت أستاذة عبر دراسات معينة هناك انهيار الاقتصاد الأوروبي أيضا روسيا أيضا نستطيع القول بأنها تقريبا هذه أهم النقاط الأساسية فيما يخص الجانب الاقتصادي الجانب الاجتماعي أيضا هذه الأزمة أثرت كثيرا على أوروبا خاصة أوروبا الشرقية على سبيل مثلا من الجهة الشرقية لألمانيا هذا من جهة فيما يخص ارتفاع سعى المواد الغذائية كما لا يمكن لنا أن ننسى بأن روسيا وأوكرانيا يتعتبر من أهم وأكبر المصدرين على سبيل المثال القمح والزيوت النباتية فأكثر من 70% من زيت طوار الشمس تقريبا هي من أوكرانيا والاتحال وروسيا هذا من النقاط أساسية فيما يخص أيضا الجانب السياسي الأولوية لمصالحها الاقتصادية على حساب هذه الأزمة على سبيل المثال مثلا نجد فيما مثلا الشركة الإيطالية التي قامت بفتح حسابات بالروبن الروسي أيضا نجد أيضا أن ألمانيا كأنها بقيت في الوسط لا هي مع أو ذهب كأنها تحاول أن تبقي على مصالح الاقتصادية وكلها نقاط أساسية وهمة وعشارة أستاذ أن القوة أو ما يسمى بالأمن الطاقوي يساهم مساهبة كبيرة يعني الأمن الطاقوي يعزز ويرسم لنا الخارطة الجيوسياسية في العالم يعني هذه كنقطة أساسية وبارزة هو من يرسم لنا الخارطة الجيوسياسية الأمن الطاقوي وتعزيز الأمن الطاقوي نشكر الأستاذة شكرا جزيلا لقد أوفت وكفت في تقديمها لنا بهذه المداخلة ننتقل الآن مباشرة إلى المداخلة الرابعة وهي لطالبة الدكتورة زيدوري سيرين من جامعة محمد نامين دباغين ستيف الجزائر تحت عنوان مستقبل الأمن الطاقوي الأوروبي في ضوء مخرجات الحرب الروسية الأوكرانية فلتتفضل مشكورة توجد مداخلة قبلها للدكتورة العاقل روقية أعتدر هناك مداخلة قبلها أعتدر عفوا العاقل روقية نعم هناك مداخلة للدكتورة العاقل روقية من المدرسة الوطنية العليا للعلم السياسية بالجزائر والموثومة تحت عنوان كداعيات الحرب بأوكرانيا على الأمن الطاقوي الأوروبي ف هناك مداخلة أيضا نتقل إلى مداخلة الأستاذ على ما أردنا حدث لنا المداخلة الثانية من إعداد كل من الدكتور لا أستاذ فيما يخص المداخلة الثانية هي الدكتور عبار عمر والدكتور غريب نوح فيما يخص أستاذي الفاضل فيما يخص مداخلة الدكتور عبار لديه عذر والده مريض وقد طلب من عذر معنا نمر مباشرة من مداخلة الدكتورة العاقل روقية ثم طالبت الدكتور زيدوري ياسمين موفق سيدوري شكرا ننتقل مباشرة إلى مداخلة الدكتورة العاقل الروقية من المدرسة الوطنية العليا لعروف السياسية للجزائر والموسومة تحت عنوان تداعيات الحرب بأوكرانيا على الأمن الطاقوي الأوروبي التتفضل مشكور شكرا لك سيدة رائس الجلسة تحية طيبة لجميع الحاضرين معنا والمتدخلين هل صوت مسموع نعم سيدة صوت مسموع شكرا لك إذن مثل مقود تحية طيبة لجميع الحاضرين معنا والمتدخلين في هذا المؤتمر أتقدم بالشكر لجميع القائمين والمنظمين والصاهرين على إنجاح المؤتمر الدولي الموثوم بإشكالية الأمن الطاقوي في العلاقات الاقتصالية الدولية بين طاقة المحروقات والطاقات البديلة كما أشكر على وجه التحديد الدكتور للترش رئيس المؤتمر الدولي لإتاحته لنا فرصة المشاركة في فعاليات المؤتمر وأشكر رئيس المركز الديمقراطي العربي كذلك معكم الدكتور العقل الرقية أفتاد محابرة بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ورئيس الطاقة بحث حول السياسة الجزائرية في مدرسة مكافحة الأوروثي تعد الطاقة رهانا استراتيجيا هاما للقرن الواحد والعشرين ذلك لتزايد حاجة الدول إليها خصوصا الدول الأوروثية فتدفق الطاقة بوفر ساهمة في تحقيق العديد الإنجازات لا سيما تحسن مستويات المعيشة حيث تعتبر اندادات الطاقة ضرورية لتحقيق سمية المستدامة للدول وللآداء السليم والفعال للاقتصاد لتأمين فاهية المواطنين تعالج هذه الورقة البحثية الإشكالية التالية ما مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على أمن الطاقة بالاتحاد الأوروثي وكيف يستديب هذا الأخير للوضع المتأزم أي الوضع الذي تطيره الحرب بأوكرانيا في محاولة للإجابة على الإشكالية تم تبني الفرضية التالية كلما زاد اعتماد دول الاتحاد الأوروثي على الطاقة المستوردة كلما مثل هذا تهديدا لأمنها الطاقوي ويزداد الوضع التأزم في حال شن حرب بدولة واقعة على طول خطوط إنبابات الطاقة لمعالجة الإشكالية المطروحة والتأكد من صحة الفرضية المتبنات من عدمها تم اعتماد العناصر التالية كعنصر أول أهمية الطاقة اقتصاديات الدول كعنصر ثاني مفهوم الأمن الطاقوي والتحديات التي تواجهه ثالثا الطاقة عنصر محرك فيwares الدول الأوروثية المصنعة رابعا الضيهان الطاقوي للإتحاد الأوروبي في علاقة روسيا أوكرانيا والإتحاد الأوروبي وكنقطة أخيرة تسديع الانتقال الطاقوي بالدول الأوروبية أولا أهمية الطاقة في اقتصاديات الدول لا يمكن الاقتصاديات الدول سواء كانت هذه الدول متجة للطاقة أو مستهلكة لا يمكن لهذه الاقتصادياتها العمل من دون طاقة تعد الطاقة عامل إنتاج قاعدي أساسي لكل الاقتصاديات فهي تلعب دوراً أساسياً بزءاً من البيوت من خلال تأمين طبخ التدفئة التبريد وغيرها وصولاً إلى الاقتصاد الكل حيث يتم الربط بين النمو الاقتصادي والاستهلاك الطاقوي ذلك أن تطور القطاعات توافق مع تطور الاستهلاك الطاقوي تظل الطاقة حاضرة وما ترف بها من الحياة اليومية وممارسات البشر إلى النظريات الاقتصادية هذا برغم من أن نماذج الاقتصاد نيو كلاسيكي تعزز دور المعرفة والتقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي غير أن هذا الآخر النمو الاقتصادي يتطلب تحقيقه عدداً من القوى الدافعة مثل الأرض العامة رأس المال التنظيم تكنولوجيا والمعرفة وكذلك هذه العناصر بلجانب هذه العناصر الدافعة أو ما يعرف بأطوى الدافعة لعمليات الانتاج تبقى غير كافية لتدوير النشاط الاقتصادي وإحداث النمو النتج المحلي ماداما ينقصها عنصر الطاقة فأي عملية انتاج لإحداث النمو الاقتصادي تتضمن تحويل المادة الأساسية من شكله إلى آخر أو ما يعرف بتحويل المواد الخان إلى المنتوج النهائي هذا التحويل يتطلب الطاقة أي تتيح الطاقة الاستمرارية وطول الأمر للنشاط الاقتصادي ما يمكن اعتبارها كمكمل للمدخلات العادية للإنتاج وإنما بدون الطاقة لا يكون النشاط الاقتصادي ممكناً يتعلق كل نشاط الاقتصادي بتدفقات الطاقة المخصصة لإنتاج السلع والخدمات إن هذا التركيز على الطاقة يجعل استخدامها كمورد أساسي في النمو الاقتصادي لا غنى عنه وبمعنى آخر فإنه يتوجب النظر إلى الاقتصاد على أنه نظام طاقة قائم على تدفقات وتحويلات الطاقة التي تتزايد خاصة في إنتاج السلع والخدمات إن الجزم بأن الطاقة عنصرا لا غنى عنه في الحياة اليومية للبشر بل وأكثر من ذلك في عجلة دوران الاقتصاد اقتصاديات الدول وتطورها هذا ما يتفعل من موضوع الأمن الطاقوي مركزاً للنقاشات الدولية ويتصدق الأجندات السياسية بهذا نمر إلى العنصر تاني وهو مسؤول الأمن الطاقوي وهنا لن أقل كثيراً ولن أعرف طويلاً لأن جملائه البارحة في الجلسة الأولى يعني قد تناولوا هذا الموضوع بساقاء فسأمر عليه بتلخيص قد كانت ولا تزالوا وتظلوا الطاقة دائماً مهم من حياة الإنسان ومع ذلك فإن المحاولات الأولى لتصور وقيات وحل أمن الطاقة بمعناها المعاصر لم تتم إلا في القرن العشرين يتم النظر إلى أمن الطاقة بشكل أو تم النظر خلال القرن العشرين لأمن الطاقة بشكل أساسي من زاوية الجغرافيا السياسية حيث هذه النظرة ركزت على تأمين الوصول إلى المصادر الدولية لوقود الأحفوري وهكذا عكس أمن الطاقة في القرن العشرين بقواء النهج الواقعي المهيمن الذي محوره الدولة تجاه العلاقات الدولية والأمن الوطني وإذا كان المقصود من الأمن بشكل عام وفي أبضل معانيه وغياب تهديدات فبناء على هذا تصبح الخطوات رائسية في بناء تصور لأمن الطاقة في تحديد هذه التهديدات غير أن المشكلة تتمنى في أن كل نظام طاقة يواجه عدداً هائلاً من التهديدات ومن مختلف الأنواع وينشأ التعقيد في أمن الطاقة عند التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات بجوانبها المختلفة والناتجة عن استخدام الطاقة من قبل مختلف مستهلكي الطاقة فكانت التصورات المبكرة لأمن الطاقة ثنائية الأبعاد ترتكز على ثواطر الطاقة وعلى القدرة على تحمل تكاليفها للمستهلكين كون أن الهدف من أمن الطاقة هو ضمان إمدادات كافية وموثوقة من الطاقة وبأسعار معقولة وبطرق تؤمن ذلك دون تعريض القيم والأهدف الوطنية الأساسية للخطر إن النظر للأمن الطاقوي تختلف من طرف لآخر وهو بحسب ما تعتبره الدول العدوى في منظمات الأخر ليس هو نفسه حسب أكبارات رئيس اللجنة الأوروبية وليس له نفس المقطوب الذي ترتقي منه منظمات حماية البيئة وليست هي نفسها النظر التي ينسبها له مدير شركات كترولية والغازية وهذا ويستمر الخلاف بخصوص أمن الطاقة فالأمن الطاقوي يستخدمه في معناه الواسل للتعبير عن الوضع الرابط بين قدرة الدولة للدفاع عن مصالحها الوطنية الحيوية بطريقة مستمرة وبين وفرة المواد الطاقوية الضرورية لتحقيق ذلك هذا التاريخ يحمي نخطياته مزيداً للإعتبارات مثل الاستدامة البيئية قدرة النظام ومورنته في التجاوب مع الاختلالات التي تحدث بين العرض والطلب هذا إلى جانب الإبقاء على أولوية الحفاظ على الأمن التقليدي يسمح أن الطاقة بتهيئة ظروف النمو الاقتصادي والسن الاجتماعي كونها ضرورية لحسن سير الاقتصاديات بل وتطور المجتمعات ومن أجل هذا يصبح ضمان إمدادات الطاقة في الدول رهاناً استراتيجياً رئيسياً فعدم الاستقرار بالمناطق المنتجة للطاقة إلى جانب التهديدات على طول طرق الإمدادات فضلاً عن تزايد المصالح الجيو اقتصادية لكثير من الدول كل هذا زاد من أهمية الأمن الطاقوي وهو ما يبضر كونه اليوم بقلب النقاشات الإستراتيجية وحتى البيئية المعاصرة كعنصر ثالث من هذه المدخلة الطاقة عنصر محرك في اقتصاديات الدول الأوروبية المصنعة بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت سيادة الفحم في أوروبا لصالح النفط هذا أو مع ذلك حافظ الفحم على أهميته خاصة في جوادات الاحتياطات المحلية الكبيرة من الفحم وعلى رأسها ألمانيا، بولندا ودول خاصة من هدول أوروبا الشرقية الأخرى كونه كون أن الفحم مستد حصة كبيرة في إنتاج الكهرباء وأخذ الغاز الطبيعي حلو محله تدريجياً حيث عرف هذا الأخير نمواً مذهلاً في الاتحاد الأوروبي بين عامي 1990 و2008 لياحل محل النفط وبدرجة أقل الفحم وبينما كان طلب على الغاز في سبعينيات وثمانيات ثمانينات أكثر من القرن الماضي يرجع بشكل أساس إلى القطاعات الصناعية والتجارية والسكانية كان النمو القوي خلال التعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الـ 21 متوعاً بتوريد الطاقة الذي سببته توربينات الغاز ذات الضورة المركبة خضراً عن بعض التفاوتات بين الدول أصبح الغاز الطبيعي الوقود المصدى لتوريد الطاقة في معظم الأسواق الأوروبيين هيتو بلغ استهلاك الاتحاد الأوروبي للطاقة الأولية نحو 1.3 مليار طن من النفط فقط في سنة 2019 لحوالي 447 مليون نسمة وأزيد كما بلغ أزيد عن 70% من الطاقة المعتمدة بأوروبا كانت من أصل أحفوري يمثل فيها النفط 30% والغاز 22% والفحم 11% لتبقى النسبة المتبقية تخص الطاقة المتحكم فيها على النحو الأوروبي إذ يزداد استخدام الطاقات المتجددة حيث غفت نحو 22% من استهلاك الاتحاد الأوروبي للطاقة في عام 2022 يعني العام الحالي مقارنة بـ 16% لعام 2012 يعتمد الاتحاد الأوروبي على الطاقة المستوى لما يزيد عن نصف استهلاكه من الطاقة ففي عام 2017 اعتمد الاتحاد الأوروبي على نحو 60.6% من امن في استهلاكه للطاقة على الواردات أما النسبة المتبقية من الطاقة المستهلكة يتم إنتاجها أو تم إنتاجها بأوروبا هذا وقد تزايد اعتماد الأوروبي على الطاقة بمرور السنوات حيث مثلت واردات الطاقة 40% من الاستهلاك الأوروبي لعام 1990 يعني مقارنة عندما نقارن بين 1990 و2019 1990 كانت 40% واردات و2019 أصبحا 60.6% وهذه المقارنة تبين بأن الواردات هي في تزايد خاصة ما يخص استهلاك الطاقوي ترتكز الاستقلالية الأوروبية للطاقة أساسا على السياسات التي تتبنىها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فحيث تتمتع الدول الأوروبية بالاستقلالية في الخيار مصادر الإمدادات الطاقوية الخاصة بها ما لا يمنع انخفاض نسبة إنتاج الطاقة الأولية الأوروبية بمرور الوقت مقارنة بالواردات وفي نفس الوقت تزايدت خصة الطاقات متجددة بشكل كبير مثلت واردات الطاقة من روسيا للاتحاد الأوروبي ربعين فاصل أربعة بالمئة في سنة 2018 من الغاز وتراشين فاصل ثمانية بالمئة من النف واثين وربعين فاصل أربعة بالمئة من الوقود الصلب من مجمل واردات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي هي تحتل بهذا روسيا المرطبة الأولى من حيث اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة التي تنتجها تريها في المرطبة الثانية مباشرة دولة أنرويج كونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي تنتج الطاقة أكثر مما تستهلق هذا ويزداد وضع الاتحاد الأوروبي سوءاً يعتماده على عدد قليل من الموذيين في استهلاك الطاقوي في النقطة الرابعة رهان طاقوي للاتحاد الأوروبي في العلاقة روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي تميزت العلاقات الروسية الأوروبية بشأن الغاز منذ انهيار الاتحاد السوفيتي بفترتين رئيسيتين هما فترة سنوات التسعينية والفترة التي ثلاثة الألفين حيث اتسمت الفترة الأولى يعني سنوات التسعينية بالتعاون السياسي بين أوروبا والفترة والفدرالية الروسية بوسط أن تخلى له انشطاط سعر درميل النفط نتلياً في حين تميزت الفترة الثانية يعني ما بعد الألفين ببرودة في العلاقات الروسية الأوروبية تسبب في هذه البلودة كل من أزمات الغاز الروسية الأوكرانية وتوسع الاتحاد الأوروبي وضمه لجمهوريات كانت تابعة للاتحاد السوفيتي سابقاً فدول البلطيق في سنة 2004 إلى جانب دول أخرى كانت بمطقة مفهود الاتحاد السوفيتي سابقاً مثل بولونيا، جمهورية الشيك، سلوفاكيا، المجر وسلوفينيا وغيرها والتي بقيت علاقاتها معقدة ومتواترة مع روسيا وإلى هذا يضاف الوضع المقلق ناتج عن الاستنفاذ التدريجي للموارد التقليدية للغاز الطبيعي في مقابل تزايد وارداتها من الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهنا نخص بالتحديداً روسيا كما تم خلال هذه الفترة، يعني الفترة الثلاثة الألفين تعزيز الحوار الروسي الأوروبي من أجل موازنة هذا الاعتماد المتزايد من جهة ومن أجل خلق إطار يسمح بانتبتاق حوار أوروبي روسي الذي ينتظر منه أن يخلى بشكل تدريجي محل الحوار الروسي الأوروبي أو على الأقل يسمح بحوار للدول الأعضاء مع روسيا هذا من جهة أخرى هنا تلاحظون بأنني أركز في كلامي على حوار أوروبي روسي عواضاً عن روسيا الأوروبي وهذا دليل بأن في العلاقات الاقتصادية أو في الاستيراد الطاقوي لأوروبا من روسيا يعني المهيم المتحكم في الحوار هو روسيا على الحوار كان روسي أوروبي وفي فترة ما بعد الألفينيات هناك اجتهاد ومحاولة لتغيير الوضع من أجل انبتاق حوار أوروبي روسي أي حوار تكون فيه الدول الأوروبية هي التي تتفاوض مع الموارد الروسي وليس العكس أحدثت أحداث 2014 زعزع في هذا التوازل الهش في الحوار دون الكلام عن الحرب الأوكرانية الأخيرة يعني التي وقعت في فبري الماضي التي جعلت من مسألة الاعتماد على المحلوقات الروسية مسألة حيوية ملحة للغاية وشديدة باحتدام ذلك أن مصر إلى حد الآن يعد الموارد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 44% وللنفط أيضا بنسبة 25% غير أن هذه الأرقام تخفي تباينات كثيرة فمثلا بالنسبة لألمانيا 60% من الغاز المستورد فيها أو إليها هو من أصل الروسي وبالنسبة للمجر 70% من الغاز المستورد فيها هو من أصل الروسي أما بالنسبة لفرنسا لا يتعدى نسبة الغاز الروسي لا يتعدى نسبة 17% وهذا حسب ترصيل خبير الطاقة في كولومبيس للاستشارات كما أن وضع النص هو مشابه حيث أن دول شرق أوروبا أكثر اعتمادا على الموارد الروسي مقارنة لدول غرب أوروبا بالنظر إلى صعوبة التحول إلى مواردين للغاز جدد في وقت قصير فإنه من المنطقي العامل على تنويع الدول المواردة وطرقات الإمداد وقد مثل التنويع حجر الزاوية في استراتيجية أمن الطاقة الأوروبية في عام 2014 مع ذلك لا يزال الاتحاد الأوروبي بعيدا جدا عن تحقيق هذا الهدف ففي النص الأول من سنة 2019 ما يقارب 40% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز كانت من المصدر واحد وهو روسيا وهي حصة ارتفعت خلال سنوات الأخيرة ما شكل ورعا متير للقلق بشكل متزايد نظرني أن علاقات الاتحاد الأوروبي بروسيا متوترة منذ أن ضمت هذه الأخيرة شبه جزيرة القرام عام 2014 كما أن إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي معرضة للوقوع رهينة أرضيها الصراع المستمر بل والحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ الحرب الأخيرة التي انطلقت في كفري الماضي خاصة أن هذه الأخيرة تعبر منها حصة كبيرة من الإمدادات يعني بالنسبة لأوكرانيا هي معروفة بأنها تمر منها حصة كبيرة من إمدادات الغاز المستوز من روسيا إلى أوروبا بالنسبة للنقطة الأخيرة وهي تسريع الانتقال طاقوي بالدول الأوروبية تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في كفري الماضي لإستراب الأسواق والجغرافية السياسية للطاقة ما دفع بأسعار النص والغاز إلى أعلى مستوياتها وهو ما أجبر العديد من الدول إلى إعادة النظر في إمدادات الطاقة وفقاً لوكالة الطاقة الدولية تعد روسيا أكبر مصدر للنص في العالم وغازها الطبيعي يغضي الاقتصاد الأوروبي فردت للمتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأخرون عقوبات اقتصادية على روسيا إصرى الغزو الذي قامت به وأعلنوا على خطط لفطن أنفسهم عن الوقود الأحفوري الواردي منها ولكن حتى مع سقوط القنابل الروسية على أوكرانيا وما زال نفقها وغازها يتدفقان إلى الدول الغربية التي أدانت هاب الغزو ليست هذه المرة الأولى التي يدفع فيها العدوان العسكري الروسي في عماء العالم وعلى وقت تحديد الأوروبيين إلى القلق بشأن أمن الطاقة حيث ظهرت مخاوص مماثلة عندما غازت روسيا جورجيا عام 2008 وكذلك في عام 2014 عندما غازت وضمت الأراضي الأوكرانية لشبجزية القرن فقد أثبتت جذبية الطاقة الروسية في الماضي أنها قوية للغاية ولكن هذه المرة قد تكون مختلفة وهنا قد هي للاحتمال ما قد يدفع دول أوروبا إلى اتخاذ إجراءات صريمة حيث دفعت الحرب على أوروبيين القادة السياسيين إلى الأوروبيين إلى إعادة تفكير في خطط الطاقة الخاصة بهم وفي الوقت الحالي تتمثل المسألة التي تؤرقهم في كيفية قطع اعتمادهم على روسيا في مجال الطاقة خاصة وأن قرار حضر النفط الروسي يجعل من الصعب على روسيا العثور على عملاء جدد للنفط والغاز الذي ترسله إلى أوروبا أرضى كمفوضية الأوروبية خططاً للحد من واردات الغاز الروسي بنحو ثلوتين بحلول نهاية عام 2022 فاتم من هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على زيادة واردات الغاز الطبيعي من الخارج وليس من الواضح ما إذا كانت الدول فرادة أو جماعة يعني في أوروبا ستتبع هذه الخطة في 22 فبري الماضي ألغت ألمانيا موافقتها على خط أنابيب الغاز الذي تم بنائه حديثاً من روسيا وهي تخطط لاستيراد الغاز الطبيعي المنسل من دول مثل قطر والولايات المتحدة الأمريكية حينما تعمل إيطاليا وهورندا والمملكة المتحدة على تسريع الجهود لتركيب طاقة الرياح في 25 مارس الماضي تعهد رئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال مزيد من الغاز الطبيعي المنسل إلى أوروبا ووقعت ألمانيا بالفعل صفقة لاستيراد المنتج يعني الغاز المثال من قطر كما أجرى النسؤول الأوروبيون محادثات مع اليابان وكوريا حول إعادة لوجه الغاز طبيعي المثال تسعى خطة المفوضية الأوروبية لاستبدال 101.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي بنهاية العام وتقترح الخطة أن زيادة الواردات إلى أوروبا من الدول الأخرى يمكن أن يمثل ما يقارب 60% من هذا التخطير و33% أخرى ستأتي من توليد الطاقة المتجددة وإجراءات الحفظ يقول سيمون تاقليا فيترا الخبير الاقتصادي نحن بحاجة إلى مجموعة من الخيارات لستبدال الغاز الروسي وحماية أمن الطاقة على المدى القاسر تشمل هذه المحفظة زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بالإضافة إلى زيادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لضمان بقاء المصابح مضاءة والمنازل دافئة في الشتاء المقبل كما يقول ومن ثم نحتاج حقا إلى تسريع الانتقال إلى الطاقات النظيفة وختاما يستورد الاتحاد الأوروبي حوالي 40% من غازه الطابعي وأكثر منه بعنفه وحوالي نصف فحمه من روسيا وعلى رغم من الوعود الجريئة بقطع العلاقات مع روسيا كنتجة للحرب الروسية ضد أوفرانيا إلا أنه حتى الآن اختارت الدول الأوروبية الطاقة السهلة حيث أرسلت الدول الأوروبية لروسيا من حوالي 22 مليار يورو أي ما يعاجب 20 مليار دولار أمريكي للنفط والغاز في مارس الماضي قد يتغير هذا الوضع في الأشهر المقبلة في حال ثممت الدول الأوروبية على تنفيذ خطتها بشأن تنويع مصادر الطاقة وتقليل تدفق النفط والغاز الروسيين مقابل الانتقال إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة وهذا الأخير يستغرق وقتا يعني معين أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة أشكركم مرة أخرى سيدة إيس المؤتمر دكتور علي للطرش على منحنا فرصة مشاركة في هذا المؤتمر العلمي أعتذر على إلقائي لهذه المداخلة من حضير السيارات في أنه تعطل عندي الأنفرنات شابة للمساعد تغطي الأنفرنات في البيت وأشكركم مرة أخرى شكرا جزيلا نشكرك الدكتورة العقل الوقية مرة أخرى وكانت مداخلتك موسومة تحت عنوان تداعيات الحرب الأوكراني على الأمن الطاقوي الأوروبي حيث حاولت من خلالها الدكتورة أن تقدم لنا عناصر تتعلق بالإيطار النظري والمفهوم المفهوم الطاقة والأمن الطاقوي ككل حيث تنتقلت إلى تعريف الطاقة، تعريف الأمن طاقوي وعناصر أيضا أيضا الأمن الطاقوي ستتعلق الأمر بالتوافر أو الموثوقية والقدرة التكاليف والاستدامة أيضا ثم انتقلت بعد ذلك إلى تقديم إحصائيات بارزة وهمة فيما يتعلق بالغاز والنفط وحتى الفحم الروسي بالنسبة إلى أوروبا أيضا هو تكملة لما قدمتها أيضا الأستاذة في المداخل الأولى يتعلق بأن هناك اعتماد كابير على مستوى أوروبا على 700 من الطاقات تقريبا حتى في الطاقة الأكفورية وهناك فكرة أو هناك توجه نحو التنويع الطاقوي وخاصة بالاعتماد على الطاقات البديلة حيث أشارت أيضا الأستاذة أنه على سبيل المثال مثلا هناك إيطاليا وهولندا التي تعملين من أجل الاعتماد على الطاقة تقريبا حلما أظن هذا أشارت إلى الأستاذة وهناك أيضا هناك استراتيجية أيضا أوروبية بما يتعلق بإعادة الاعتماد أيضا على الفحم بما يتعلق بالاعتماد على محطات الطاقة التي تعتمد أيضا على الفحم كلها لقاط أساسية تحاول من خلالها أو يحاول من خلالها الاتحاد الأوروبي أن يتفادى الوقوع في أزمة اقتصادية كبيرة جدا سوى تعلق الأمر بإيجاد منافذ أخرى طاقوية على سبيل المثال كما أشارت أيضا الدكتورة ومشكورة على ذلك فيما يتعلق مثلا بألمانيا أشارت أستاذة بأن هناك خط أنابيب أو مشروع خط أنابيب قامت ألمانيا بتوقيف هذا المشروع على معظم وأيضا تحاول أيضا توجه إلى إمدادات طاقوية من خارج روسيا على سبيل المثال قطر على معظم وفيما يتعلق أيضا بتقريبا هذه أهم النقاط الأساسية التي أشارت إلى الأستاذة وتبقى إمدادات الغاز هي رهينة هذا الصرع الغاز والنفط تقريبا والكترول هي رهينة هذا الصرع وإضطراب الأسواق والجغرافية السياسية للطاقة وكما أشارت الأستاذة في أول كلمة قالت الطاقة تعتبر كرهان استراتيجي هام وهي مشكورة على ذلك الآن ننتقل مباشرة إلى مداخلة الأستاذة طالبة الدكتورة زدوري سيرين من جامعة محمد لامين دباغين باستريف الجزائر تحت عنوان مستقبل الأمن الطاقوي الأوروبي في ظوء مخرجات الحرب الروسية بوكرانية ثلتتها فضل مشكورة السلام عليكم أستاذ وعليكم سلام أستاذة تحية طيبة هي طيبة أستاذ شكرا لسيد رئيس الجلسة على منحي الكلمة أتقدم بشكر الأستاذ علي لطرش رئيس الملتقى على منحينا الفرصة في المشاركة في هذه الندوة العلمية وشكرا لكل قائمة عن الملتقى بداية بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان مداخلة هو مستقبل الأمن الطاقوي الأوروبي في ضوء مخرجات الحرب الروسية الأوكرانية بداية سأحاول أن أقدم ملخص للمداخلة وستطرح هذه الورقة البحثية عدة سيناريوهات مستقبلية حول الأمن الطاقوي الأوروبي بناء على مخرجات الحرب الروسية الأوكرانية الحالية والمستقبلية وذلك عبر تحليل وضع أمن الطاقة الأوروبي من خلال تترق إلى أهم مصادر الطاقة الأوروبية مختلف سياسات التي تتبعها الدول الأوروبية منفردة أو في إيطال الاتحاد الأوروبي لحماية أمنها الطاقوي بالإضافة إلى معالجة قضية الحرب الروسية الأوكرانية من منظور الأهمية المحوارية للبلدين في ضمان أمن الطاقة للدول الأوروبية وتحديد حجم التهديد الذي يواجه القرى في ضمان استمرارية تدفق موارد الطاقة المختلفة في دل خلافات والعقوبات المفروضة على روسيا على ضوء العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا ومدى استعداد أوروبا لمواجهة تدعيات محتملة لاستخدام موسكو لسلاح الطاقة كرتفع على الجراءات الأوروبية بداية لمعالجة هذا الموضوع سيكون العنوان الأول سنترق إليه في هذه الدراسة هو أهم مصادر الطاقة الأوروبية أو من أين تأسي أوروبا بمصادر الطاقة الخاصة بها تؤكد وكالة الطاقة الدولية بأن دول الاتحاد الأوروبي سوف تزيد من استهلاكها لمصادر الطاقة بمقدار الضعفين بين عامي 2020 و2030 لذلك تحدى قضية الطاقة باهتمام كبير فمنذ الحرب العالمية الثانية بات الاقتصاد الأوروبي واحد من أكبر اقتصاديات العالم الأمر الذي ينبغي معه زيادة الاعتماد على النفط والغاز كباقي الدول الصناعية المتقدمة نهيك عن الاستخدامات الأخرى للطاقة لتلبية الحاجات المدنية الأخرى غير إنتاجية وبينما كان حوالي نصف الطاقة المستهلقة تنتج في البردان الاتحاد إلا أن النصف الآخر كان يتم استيراده من الخارج نتيجة الدعوة القدرة الإنتاجية لدول الاتحاد للتبسيلك فقط 0.4 من احتياط النفط العالمي و0.9 من احتياط الغاز العالمي ويعتبر النفط الخام من أبرز واردات دول أوروبية من مصادر التاقة بالنسبة تصل إلى 70% سنة 2021 ويليه الغاز الطبيعي الذي بلغت نسبته 16.6% في ذات السنة ومن الملاحظ أن واردات النفط قد انخفضت بـ 1.9% مقارنة بما كانت عليه في سنة 2020 وفي المقابل فإن واردات الغاز طبيعي قد ارتفعت بنسبة 1.5% في ذات الفترة وأشارت دراسة قمس بها جامعة كامبرج البريطانية إلى أن الشركات التاقة الروسية تستحوذ على حصة كبيرة من واردات النفط الخام نحو الاتحاد الأوروبي تبلغ حصة شركتي روس نفط والوك أول من السوق الأوروبية نسبة 20% و12% على التواري بينما توفر شركة ستات أول النرويجية وآرامكو السعودية نسبة 20% المتابقية وتشير دراسة الدراسة إلى حوالي أن حوالي 5 واردات النفط الأوروبية مصدرها دول غير مستقرة مثل دول الشرق الأوسط دول الاتحاد السوفيتي سابقة مثل أذرابيجان وكازاخستان إضافة إلى دول إفريقية مثل نيجيريا وأنغولا كما تعتبر القارة الأوروبية من أكبر مناتق الطالب على الغاز الطبيعي في العالم ويتزايد طالب عليه لتوليد الكهرباء وهذا نظر لأن شركة توليد الكهرباء تواجد اختيارات محدودة عند إضافة طاقة توليد جديدة فبرامج توليد بالتاقة النووية متوقفة بجل بلدان أوروبية مع عدى فرنسا كما أن القيود الضواب البيئية ترفع تكلفة محطات توليد بالفحم في حين أن توليد الكهرباء باستخدام الغاز كوقود هو أكثر البداء الجاذبية من ناحيتها الاقتصادية والبيئية وتعاني أوروبا في السنوات الأخيرة من نقص تناقص كبير في قدراتها على إنتاج الغاز الطبيعي إذ انخفض الإنتاج الداخلي من 34% سنة 2008 إلى 15% فقط سنة 2020 لتغطية احتياجات القرى من الغاز لذا فإن الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على وردات الغاز القادمة من الخارج وخاصة من روسيا التي تسيطر على 28% من السوق الأوروبية حاليا والنرويج التي بلغت حستها 19% بينما بلغت نسبة الغاز القادم من إفريقيا والشرق الأوسط 13% كما تشير تقارير إلى تزايد نسبة الاعتماد على الغاز المثال التي بلغت 25% سنة 2020 وتزايد المخاوف المتعلقة بالتبعية التقوية لدول أوروبا في السنوات الأخيرة مع استمرار انخفاض إنتاج التاقة داخل أوروبا ما يعني أنه بحلول العام 2020 فإنه يتوجب استيراد 75% من حاجاتها من الغاز والنفط ويقيم الخبراء درجة حساسية التبعية التقوية لأوروبا بأنها دات حساسية مرتفعة ثانيا سياسات حماية أمن التاقة الأوروبي على الرقم من أن مفهوم أمن التاقة لا يعد من المفاهيم الحديثة داخل الاتحاد الأوروبي إلا أنه بات اليوم يكتسب مقع استثنائيا للغاية وكما تفيد الوثائق الخاصة بالاتحاد الأوروبي فإن الهدف الأول لسياسات التاقة التي يتم تبنيها اليوم هو العمل من أجل تأمين مصادر مستقرة تضمن إيصال جميع وسائل إنتاج التاقة من نفط وغاز وكهرباء وما شبه للجميع المواطنين دون استثناء مع مراعاة شروط البيئية بما يتوافق مع الالتزامات الناجمة عن بروتوكول كيوتو وكذلك مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يخص توفير الأمن اللازم للقارنة الأوروبية إن أهداف سياسات التاقة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي يعتمد على مجموعة من وحد داته أبرزها وجود قناعة شاملة لدى أعضاء بأن نسبة الاعتماد على المواد الخام المستوردة من التاقة مرتفعة جدا وأن ذلك يمكن أن يتسبب في أزمة مع وجود عدم توازل بين قطاعين إنتاج والاستهلاك قضية حماية البيئة وسعي بعض الدول الأوروبية تأمين مصادر التاقة النظيفة بعيدة عن التاقة النووية والبعض الآخر يفضل التاقة النووية النظر الاستراتيجي للتاقة قبل الاقتصادية وعليفة إن الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة تاقوية واضحة تقوم على ركزتين أساسيتين هما أمان الإمدادات والتنوع في مصادرها بحيث ستتعمل أوروبا على ضمان أمنها التاقوي الذي بدوره له أبعاد سياسية واقتصادية وخاصة تنويع مصادر الغاز الطبيعي لضمان سوسيع هامش الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية لهذا يظهر بأن الغاز الطبيعي كمورد مستقل من موارد التاقة المتعددة هو عامل أساسي في تقوية التبعية التاقوية لأوروبا بحيث أنها تعاني من هذه التبعية ليس فقط في الجانب الاقتصادي بل حتى في الجانب السياسي وفي ذات السياق تعد المقترحات الصادرة في يناير 2008 حول النظرة استراتيجية للتاقة ضمن الخطة التنفيذية للأمن والتضامن لدول الاتحاد الأوروبي من أهم المرجعيات التي يمكن الاعتماد عليها لاستكشاف سياسات حماية أمن التاقة الأوروبي وأبرز ما جاء فيها ما يريد تأمين خطة فعالة لربط دول البلطيق ببعضها البعض إنجاز الخط الجنوبي من أنابيب الغاز والمعروف بخط نابوكو تأمين استخدام الغاز الطبيعي المسان إنجاز خطة بناء دائرة طاقة في البحر الأبيض المتوسط بحيث يستضمن ذلك بناء وسطوير المراوح الهوائية ومزويدة استاقة الشمسية تأمين وصل خط الغاز عبر المنطقة الصحراوية في شمال إفريقيا مع الشبكة الأوروبية تأمين ربط المناطق الشمالية بالجنوبية عبر وسط أوروبا والاستفادة من شبكة المراوح الهوائية في منطقة بحد الشمال حفاظ الدول الأعداء على احتياطاتها من النفط بما يعادل الكمية التي تستوردها خلال 90 يوم أو ما يعادل 70 يوم من استهلاك الدولة وعليه يمكننا القول أن السياسات من الطاقة الأوروبية يعود ظهرها إلى خمسينيات القرن الماضي وازدادت أهميتها في وقتنا الحاضر بسبب التقلبات التي شهدها النظام الدوري خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى عجز أوروبا عن تأمين حاجاتها الطاقوية داخليا ما يجعلها رهينة لتقلبات الأسواق العالمية وسياسات دول مصدرة وعليه حاولت هذه الدول تطوير سياسات لحماية أمنها الطاقوي تقوم أساسا على تنويع مصادر الطاقة أو البحث عن المصادر بديلة للطاقة التقليدية مثل الغاز الصخري والطاقات المستجددة وأيضا من خلال حفاظ على مخزون استراتيجي من الطاقة يضمن استمرار التزود بالطاقة لفترة معينة في حال انخطاع المفاجئة أو الأزمات الطارية ثالثا دور كل من روسيا وأوكرانيا في ضمان الأمن الطاقوي الأوروبي تعد روسيا فاعلا تاقيا كبيرا حيث تمتلك أكبر احتياط عالمي من الغاز الطبيعي مقداره 1.68 تريليون متر مكعب أي ما يعادل 23.4 من احتياط الغاز الطبيعي في العالم ويتوقع أن يصل الانتاج الروسي من هذه المادة سنة 2035 إلى 767 مليار متر مكعب كما تبتلك روسيا أيضا ثامن أكبر احتياط من النفط عالميا يقدر بنحو 10 إلى 12 بيئة من احتياط العالمي وبذلك أصبحت مصادر الطاقة الروسية ومشاريعها العملاقة من موارئ وخطوط نقلها وشركاتها المتعددة ذات من أدوات تأثير والهيمنة الاقتصادية الخارجية لسيما توجه الاتحاد الأوروبي وتتبع روسيا استراتيجية ذات أبعاد ثلاثة لدعم القدرة التنفسية لها في السوق الأوروبية وحكال قبضتها على شبكة نقل الطاقة وتوزيعها وهي دعم المشروعات المشتركة مع أوروبا في مجال الطاقة وتغلغل في قطع النفط في العادي من الدول الأوروبية وأخيرا السيطرة على شبكات نقل الطاقة في آسيا الوسطى وتعتبر أوروبا وجهة لأكثر من نصف صادرات روسيا من النفط وفقا لوكالة الطاقة الدولية وهو ما يعادل 2.2 مليون برميل من النفط الخام وهو 1.2 مليون برميل من المنتجات البترولية وبذلك تغطي صادرات النفط الروسية أكثر من ربع احتياجات القارة وتعد ألمانيا أكبر مستورد للنفط الروسي بين دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 555 ألف برميل يوميين و34 بالمئة من وارداتها النفطية لسنة 2021 ويعد خد روجبة للنفط الذي تم إنشاؤه في العبد السوفيتي والذي يتم تشغله حاليا من قبل شركة ترانس نفط المملوكة للدولة الروسية ويبلغ طوله 5500 كيلومتر ينقل عبرها النفط الأورال نحو أوروبا أحد أهم مصادر الإمدازة النفطية في القارة ينقل عبره بين 750.800 ألف برميل من الخام يوميا وتصل قدرته القصوى إلى 1.4 مليون برميل يوميا وقد أدى هذه القدرات بأن يصبح هذا الخط مركز إمدازة التاقة في وسط أوروبا ويوفر ألف مناصب الشغل الدائمة وبذلك فقد سهم في بناء اعتماد شبه مطلق على التاقة الروسية لهذه الدول وبذلك فإن الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على وارداتها النفطية سواء القادمة عبر خطوط الأنابيب أو المنقولة عبر البحر على روسيا ومن أهم هذه الدول التي تعتمد بالنسبة كبيرة على النفط الروسي ليتوانيا الذي يشكل رفط الروسي 83% من حاجيتها فنلندس 80% سلوفاكيا 74% بولندس 58% وعلى صعيد آخر فإن الغاز الطبيعي هو مصدر التاقة الآخر الذي تعتمد أوروبا على روسيا لتلبية احتياجاتها منه بشكل كبير إذ أن 40% من صادرات الغاز الروسية توجه نحو الدول الأوروبية وقد لخصت المفوضية الأوروبية درجة اعتماد دول أوروبية على الغاز الروسي في تقديرين لها سنة 2014 كالتالي تعتمد ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على روسيا فقط كمولد خارجي واحدة لواردتها من الغاز الطبيعي منها ثلاث دول تعتمد على استخدام الغاز الطبيعي القادم من روسيا لتلبية أكثر من ربع احتياجاتها من الطاقة وهو ما يوضح درجة ارتهان بعض دول الاتحاد للغاز الطبيعي الروسي مما يجعل أمنها التقوي شديد الهاشاشة وعرضا للإنيار في حالة أي قرار من موسكو بقطع صادراتها من الغاز نحوها ونتيجة لذلك فإن ألمانيا تستورد نفس احتياجاتها من الغاز من روسيا وتحصل فرنسا على ربع احتياجاتها من الغاز الروسي بينما تعتمد إيطاليا على موسكو لتربية 46% من وارداتها من الغاز بينما تعتمد بعض دول أوروبية على الغاز الروسي حصرا لسد احتياجاتها ويبرز في هذا الجنب كل من البوسنا والهيرسك مولدوفا ومقدونية الشمارية وبالغت نسبة الاعتماد في فنلندا ولاتيفيا 90% و89% على التوالي ونلاحف انخفاض اعتماد كل من هولندا ورومانيا وجورجيا على الغاز الروسي التي تتجاوز أعلى نسبة واردات في هذه الدول الـ 11% ويصل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة أنابيب تمر عبر الأراضي الأوكرانية بموجب اتفاق مع كييف يصل إلى سنة 2025 ويبلغ طول خط الغاز المرع عبر أوكرانيا 37 ألف كيلومتر ويدخ من خلاله 32 مليار مكعب وهو ما يغطي ما يعادل 21% بالإحتياجات الأوروبا من الغاز تحصل من خلالها أوكرانيا على ما يعادل 4.5 مليار دولار سنويا وتشير تقارير إلى أن نسبة التاقة التي تصدرها روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية تصل إلى 80% وهو ما يجعل من كييف معبرا هامة لحمايز أمن التاقة الروسي والأوروبي معا وتعد خطوط نقل الغاز عبر أوكرانيا شديدة الهشاشة وعرض لمساوبات سياسية والصراعات الجيوسياسية وهو ما تسبب في تهديد أمن التاقة الأوروبي مرات عديدة فبعد صعود أول رئيس موالي للغرب في أوكرانيا بعد طورة البرتقال سنة 2004 وتوتر العلاقات بين كييف وموسكو ظهرت خطوط الغاز لأحد أدوات الصراع بين البلدين ووصل النزاع دروته عام 2006 عندما قطعت روسيا جميع امدادات الغاز اللي التمر عبر أوكرانيا ولو يحدث انفراش في الأزمة بين الطرفين إلى بنهاية العام يعود التوتر سنة 2007 حول ديون الغاز الأوكرانية وقد أدى تفاقم الأوضاع إلى قطع الإمدادات عن العديد من الدول الأوروبية سنة 2009 لتعود روسيا وتقيد إمدادات الغاز عبر أوكرانيا مرة أخرى سنة 2011 بدعوة رفض كيف لتسديد ثمن الغاز روسي بسعر السوق وقد أدى التدب بالمستمر في إمدادات الغاز عبر الأراضي الأوكرانية نحو أوروبا واهتزاز ثقة بها كدولة عبر الرجوء لروسيا وبعد دول أوروبية إلى إنشاء خطوط نقل جديدة متمثلة في خيط السيل الشمالي خط السيل الشمالي 2 الذي تم إلغاءه مؤخرا خط السيل الجنوبي لدهارة فكرة إنجازة سنة 2007 عوالا ولكنه تعطل وخط السيل الأزرق أو السيل التركي ومن الملاحظ أن المشاريع البديلة لخطوط نقل الغاز العابرة لأوكرانيا قد واجهت تحديات أدت بتخلي عن الكثير منها بسبب المواقف السياسية اترى أوكرانيا أن هذه المشاريع تهدف إلى إضعافها وكذلك فإن العديد من الدول الأوروبية تعارض هذه المشاريع رغبة في الحفاظ على عادات العبور التي تحصل عليها كيف كون أوكرانيا تعد من الدول الحليفة للاتحاد الأوروبي رابعا تدعيير الحرب الروسية الأوكرانية على أمن التاقة الأوروبي في 21 فبراير 2022 اعترفت روسيا الفيدرارية باستقلال جمهوريتي دونيسك والوغانسك الواقعية لمن إقليم دونباس شرقي أوكرانيا عقب ذلك موافقة البردمان للروسي على إرسال قوة عسكرية لأوكرانيا الأمر الذي مهد لدخول قوات الجيش الروسي المحتجدة عبر الحدود إلى الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 وقد أصبح هذا التاريخ المفصلي حسب العديد من المراقبين إذناً بقيام الحرب الباردة الثانية نظراً لحالة الاستقطاب الكبير الذي شهده النظام الدولي بعد إعلان روسي لعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أما بالنسبة لأوروبا فقد كانت تدعيات الحرب أكثر شدة مع تزايد المخاوف الأمنية للدول الأوروبية التي اعتبرت حرب روسيا على أوكرانيا بمثابة حرب استراتيجية ضد أوروبا بأكملها لذا فقد انحز الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى في القرى من المثلة في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا للطرف الأوكراني ودخلت الحرب العلنية بتقديم مساعدات العسكرية لكييف وفي ذات سياق انتهجت الدول الأوروبية استراتيجية العقوبات الاقتصادية كمقاربة المواجهة مع روسيا وإدهار رفض حربيها ضد أوكرانيا وتعد موسكو خامس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في العالم وفي المقابل فإن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لروسيا إذ أن تولد السلع الروسية توجه نحو السوق الأوروبية وتشير تقارير الاقتصادية إلى أن المؤسسات البنكية الأوروبية تعد من أكثر جهات تضررها من الحرب وقد أعلن السلع الأوروبية عن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا خلال الأيام الخمسة الأولى من الحرب وقد ضمنت هذه الحزمة عقوبات شميلة البنك المركزي الروسي السندوق التروسيدي إضافة إلى إزالة بعض البنوك من نظام سويفت وتجميد الأصول الروسية وتوصف العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا بالأكبر في التاريخ من حيث سرعة إقرارها والقطاعات التي تمسها وخاصة تلك المتعلقة بقطاع التاقة الذي تعد روسيا المصدر الأول نعم أستاذ هناك مشكلة تقنية على ما أظن لا يصل الصوت أستاذ الآن ممتاز شكرا إذن قلنا أن العقوبات الأوروبية على روسيا وتعتبر من الأكبر في التاريخ خاصة تلك العقوبات التي تمسها قطاع التاقة والتي تم إقرارها ضمن الحزمة السادسة في ثلاثة جوة 2022 وأهم ما تضمنته ما يلي منع واردات الفحم من روسيا منع واردات النفط الروسي مع حالات استثنائية منع تصدي البضاء والتكنولوجيا مرتبطة بقطاع النفط إلى روسيا ومنع إستثمارات جديدة في قطاع النفط الروسي وقد حدر تقرير صادر على صندوق النقد الدولي من أن العقوبات على واردات التاقة الروسية ستؤدي إلى حدود انقطاعات في سلاسة الإمداد وستسفر عن ارتفاع التدخم وتبطء التعافي متدحيات جائحة كورونا وقد كانت الحرب الروسية على أوكرانيا سدعيات كبيرة على أسعار الثقة في أوروبا تشير البيانات إلى ارتفاع أسعار الفحم من 118.3 دولار لطن 1 في 12 جونفي إلى 459 دولار لطن في 8 مارس كما أدت حالة اللايقين التي خلفها قرار الاتحاد الأوروبي بحضر النفط الروسي إلى ارتفاع أسعار ويتوقع بنك الاستثمار العالمي أن تواصل أسعار النفط الارتفاع لتصل إلى 140 دولار للبرمير بين جوان وسبتمبر في سنة 2022 ونتجة لاستدعيات العقوبات الاقتصادية على الروسيا وارتفاع أسعار الثقة التي زمنت مع الحرب الروسية الأوكرانية تعرض أمن الثقة الأوروبي لهزات كبيرة لم تعرفها القارة منذ عقود طويلة وتشير تقارير إلى ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية في أوروبا بنسبة 40% خلال شهر أفريق وهي زيادة أكبر من أي زيادة خلال عام واحد منذ سبعينيات القرن الماضي وفي بريطانيا تسبب ارتفاع أسعار الغاز نتيجة العقوبات على روسيا بتعرض أكثر من 22 مليون أصالة لخطر فقر الطاقة أما ألمانيا التي تعد أكثر دول أوروبا اعتماد على مصادر الطاقة الأوروبية في سنة نهاية ستتوجه مشاكل اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في حال انقطاع إمدادات الطاقة من موسكو إذ لا يمكن لألمانيا تحرر نفسها بسهولة من واردات الغاز الروسي بحلول 2024 كما تخططي ذلك وجدير بالذكر أن روسيا لم تتوانى في استخدام وراقة الطاقة للضغط على أوروبا والرد على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها اتحدرت صحيفة Financial Times من أسوء أزمة في الطاقة منذ الحرب العالمية التانية توقفت روسيا عن متألمانيا بالغاز وقد أعلنت روسيا عن قطع الغاز عن كل من بلغاريا وبولندا لرفضهم سداد ثمن شحنات الغاز بالعملة الروسية المحلية الروبر وشق إلى رد فعل الروسي سيزال اقتصادي يضرب كل أوروبا ويفتح الباب على مسرعي أمام حرب طاقة جديدة أو ما تسمي أوروبا بالابتزاز الطاقي خامسا الخيارات الأوروبية لضامن الأمن الطاقوي في دل الحرب الروسية الأوكرانية حاولت دول أوروبية إيجاد حلول ووضع استراتيجية قصيرة وطويلة المدر لحماية أمنها الطاقوي من تدعية الحرب الروسية الأوكرانية فقد طرحت المفوضية الأوروبية قطة بقيمة 995 مليار يورو لوقف استيراد الوقود الحفوري الروسي بحلول عام 2027 وللجمع بين الاستخدام أسرع للطاقة المتجددة وصفير الطاقة مع التحول إلى أمدادات بديلة للغاز كما لجأت العديم من الدول الأوروبية إلى إعادة محطات الفحم إلى الخدمة للتقليم من الاعتماد على الغاز الطبيعي إضافة إلى زيادة الاعتماد على وردات الغاز المسلمة ويطرح في الأسواق من بلدان كقطر أستراليا وولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا الخرار يطرح إشكالية غالبية إنتاج هذه الدول مرتبطة بعقود طويلة الأمد يعني الدول التي تسعى أوروبا لجعلها بدلا هي مرتبطة بعقود طويلة الأمد لصدل الغاز لدول أخرى وبدلا من شراء النفط والغاز من الروسيا حيث تكون تكاليف الإنتاج منخفضة للغاية والنقل بخطوط أنابيب رخيصة يجب على أوروبا أن تتحول في المدى القريب إلى بدائل أكثر تكلفة من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر إلى غير ذلك وبذلك سيتعين على الشركات الأوروبية إضافة 1.5 دولار لكل ألف قدم مكعب أي ما بين 30.50% من تكلفة الغاز نفسه للحصول على ناقلة نفط الغاز الطبيعي المسل القيام برحلة من خليج المكسيك إلى أوروبا ثم يجب على السفينة الفريغة أن تقوم برحلة عودة أي ما مجموعه 24 يوم من العبور أما البديل آخر المطروح هو التوجه نحو إفريقيا ومن الموجهات المحتملة الجزائية التي تعتبر عاشر أكبر منتج الغاز في العالم وتشير بيانات الاقتصادية إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسل المصدرة من الجزائر سنة 2021 وجهت بشكل كبير إلى الأسواق الأوروبية وهذا يضع الجزائر في المرتبة التالية بين المصدري الغاز المسل الطبيعي لأوروبا وقد أعلبت الجزائر عن استعدادها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسل ولكن وحسب رأي مديرة أبحاث تينك تانكس آزور ستراتيجي آليس جور ومن البقاء في القارة السمراء فنجد أن مشروعاً آخر يتعلق بخط الغاز العابر للسحراء الذي يمر من نيجيريا النيجر ثم الجزائر يتتعلق عليه أمال أوروبيين في الحصول على المزيد من الوالدات ولكن لفترة طويلة لم يسمح الوضع الأمني في المندقة والتوترات بين الجزائر والنيجر بإكمال المشروع إلا في عام 2021 فقد أعادت الجزائر والنيجيريا فتح حدودهما وعود إحياء مشروع خط أنابيب الغاز من مقرر إنشاء خط أنابيب الغاز الذي يربط بين نيجيريا بعد ذلك بخطوط الأنابيب القائمة بين أوروبا والجزائي لكن كميات التي تصدرها إفريقيا وعلى رأسي نيجيريا لن تغطي جميع احتياجات أوروبا من التاقة ويقول الخبراء إن تردد البنان الإفريقية في الانتزام بالدخل المزيد من النفط والغاز قد يرجعوا إلى ضعف البنية التحتية يعني أن ضعف البنية التحتية للدول الأفريقية سيجعل منها بديلاً غير مضمون للتاقة بالنسبة لأوروبا وفدت سياق استقنئف العمل في بناء أمبوب البلتيق الشهر الماضي ليستكمال هذا الخط الذي يبسد على تسعمائة كيلومتر تقريباً والمشروع الذي يمر تحت البحر جزئياً ولده منذ نحو عشرين سنة وبدأ سيفيده في 2018 ويفترض أن يبدأ تشغله في أكتابر قبل أن يصبح جايزاً لعمل لكن هذا الخط الذي تم تشغله عام 2023 سيوفر إمداد آمن للتاقة بالنسبة لبولندا ولكنه سيصعب المهمة على الدول الأوروبا الوسطى والأخرى إذا توقفت بولندا عن منح الترانزيت لوريدات التاقة القادمة من روسيا لأن هذا الخط مستحيل أنه يوفر جميع احتياجات الأوروبا من الغاز وبالنسبة للنفط فإن أنظار الأوروبيين تنتج إلى فائد النفط الذي تمتلكه الدول المنتجة للنفط لتعويض إمدادات النفط الروسي الخاضي على العقوبات وتشيل بيانات إلى وجود فائد لدى دول أوبك بلغ قدره 5.5 مليون برميل ويتركز أغلبه لدى السعودية لتتمتلك فائد قدره 2 مليون برميل يومياً ويتمتلكها الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك فائد بلغ قدره مليون برميل فائد يومياً كما ينتج العديد من الصناع القرى الأوروبيين إلى دعم مقترح رفع العقوبات على مصادر التاقة في فيزويلا وإيران كبديل جاهز وسريع لروسيا ويمكن لإيران أن توفر 1.2 مليون برميل في حال رفع العقوبات ويمكن أن تغطي فيزويلا فائد قدره 300 ألف برميل يومياً سادساً وأخيراً مستقبل أمن التاقة الأوروبي في هذا الجزء طرحنا 3 سيناريوهات رئيسية السيناريو الخطي الذي يتضمن أن الوضع سيستمر على ما هو عليه السيناريو التفاؤلي والسيناريو التشاؤم أولاً السيناريو الخطي لتحقق هذا السيناريو نفترض أنه تكون المتغيرات التارية استمرار تقدم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ببطء وعدم تمكن روسيا من تحقق حسم سريع مما سيؤدي إلى طول مدة الأزمة واستمرار عوامل تهديد مصادر التاقة الأوروبية عدم تراجع روسيا عن خطط الدفع بالروبل الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار مأسق دول أوروبية بين الدفع بالروبل والحصول على الغاز لتجنب أزمة تاقة حادة أو لامتناء عن الدفع وتعريض أمنهم تاقوي لخطر كبير استمرار حالة اللايقين حول مصادر التاقة البديلة للاتحاد الأوروبي استمرار أوبيك بلس في اعتماد خطط زيادة الصادرات السابقة دون ضخ كميات زائدة لمساعدة الأوروبيين على تعويض النفط الروسي تبات القوى الدولية كالهند والسين في رفض العقوبات على روسيا واستمرار معظم الدول وخاصة دول الشرق الأوسط في موقفهم المحايد من الحرب الروسية الأوكرانية عدم وحدث دول أوروبية في التعامل مع روسيا خاصة فيما يتعلق بإيقاف موارد التاقة الروسية وأليس الدفع بالروبل السيناريو تفاولي ويتوقع أنه من خلال هذا السيناريو أن أوروبا ستستمكن من إيجاد بدائل سريعة للغاز الروسي وأن استراتيجيتها لاستبدال موارد التاقة الروسية ستلقى ناجحا وبذلك سنفترض أنه سيحدث ما يريد تمكن دول أوروبية من إقناع الدول لائد فائد في النفط على دخل الكميات الإضافية في السوق لتعويض النقص الذي يخلفه الاستغناء عن النفط الروسي إمكانيز إقلاع دول محيدة والدعمة لروسيا لاتخاذ مواقف رافض للحرب بما سيسهل على دول أوروبية الضغط على موسكو لتقديم تنازلات في مجال الطاقة توحد موقف الأوروبيين حول حضر إمدادة الطاقة الروسية سرعة تنفيذ المشاريع السراتيجية التي تعويض عليها أوروبا لتعويض الغاز الروسي وعلى رأسها خط الأنابيب العابر للسحراء الذي يصدر الغاز النيجيري إلى أوروبا مراراً بين نيجير والجزائر أو نجاح خطة مد أنابيب الغاز من الشرق المتوسط نحو أوروبا نجاح الاتفاقية مع قطر والجزائر لتوفير فائد من الغاز إلى أوروبا بروز مؤشرات وجود كميات معتبرة من النفط والغاز بإمكانها تعويض مصادر الطاقة الأوروبية في المناطق الجديدة التي تجهد شركة أوروبية لاستثمار في أعمال تنطقي بها سرعة تحقيق روسيا لأهداف عملياتها العسكرية مما سيسرع جلوس الأطراف المفاوضات أو تحقيق نصر استراتيجياً على روسيا يؤدي إلى تراجعها أما السيناريو التشاؤم الذي سيقوم على أن الوضع أمن الثاقة الأوروبية سيتيب تهديده أكثر في المستقبل فنتوقع أن يحدث ما يلي في حال تحقق هذا السيناريو تحول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى حرب استنزاف طويلة تثقل كاهل أوروبا التي تدعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً فشل مفاوضات المشروع النووي الإيراني ما يعني استمرار العقوبات على إيران وعدم تمكن أوروبا من حصوله على النفط والغاز من طهران لتعويض جزء من الطاقة الروسية عدم قبول فيزويلا برفع العقوبات الجزئية على مصدر الطاقة الخاصة بها استمرار دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات التي تتسعد من الحلفاء التقريديين للغرب في الالتزام باتفاق أوبيك بلس مع روسيا ورفضها الدخل كميات فائدة من النفط في الأسواق تعطر مشروع خط أنابيب القادم من نيجيري أو تعطر إنجازي أو الفشل في مد خطوط الأنابيب من الشرق المتوسط بسبب الصراعات الجيوسياسية الكبيرة في تلك المنطقة ما يعني استمرار اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لفترة طويلة ووقوع ورقة الغاز لسنوات أطول في يد موسكو كورقة رابحة لابتزاز والضغط على العواصم الأوروبية عبر تهديد أمنها التقوي تراجع دول أوروبية عن حضر مصدر الثاقة الروسية في الأوقات المحددة سواء لتغيير الموقع السياسية أو لتفضيل الأرباح الاقتصادية أما الباحثة فترجح تحقق أحد السيناريوهين إما التشاؤمي أو استمرار الوضع لما هو عليه حاليا وهذا للأسباب التارية مواجهة خط الغاز النيجيري لعب الإستحراء لخطر التعطر بسبب الصراعات الأمنية في منطقة الساحل والصراعات جيوسياسية في المنطقة المغربية خاصة بين الجزائر والمملكة المغربية وعدم دوحد موقف الأوروبيين حول مصال خط عبر الجزائر أو عبر المغرب خاصة في دل الأزمة الحالية في العلاقات الجزائرية الإسبانية مشاركة وزير الطاقة السعودي في منتدسات بوتروسبرغ الاقتصادي الأخير على الرغم من العقوبات الغربية على روسيا ووصي العلاقات السعودية الروسية بالدافئة مما يوحي بالتزام الرياض باتفاق أوبيك بلس وعدم دخلها كميليات إضافية من النفط الأسواق كما يريد الأوروبيين توقف المفاوضات فيينا منذ بيض الحرب الروسية الأوكرانية وتوجه إيران مؤخرا نحو اتخاذ إجراءات أكثر جرأة حول مشروعها النووي منها نزع الكاميرات التي ترقب من خلالها الوكالة الدولية التقدرية عملية تخصيب اليورانيون في المنشآت النووية مما يعني أنه استمرار العقوبات على إيران وعدم توقع إيران من تعويض جزء من موارد الطاقة الروسية التورثات الكابيرة تشهدها منطقة شرق المتوسط التي يعول عليها الأوروبيين كبديل الغاز الروسي ممثلة في السراع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وبواد القيام مع علاقة عسكرية جديدة بين حزب الله والكيان سوريوني السراع بين اليونان وسوركيا حول حدود البحرية ما يعني مواجهة أزمة في تمرير الأنابيب عبر شرق البحر الأبد المتوسط إضافة إلى تواجد قاعدتين عسكريتين روسيتين في كل من حميميم وطرطوس بروسيا ما يعني أنه هذا الخط الأنابيب ستقع تحت رحمة التهديد الروسي مرة أخرى الاتصال الهاتف الأخير بين رئيس جيمبينغ لرئيس روسيا البوتين الذي عبر فيه لأول مرة علنا على دعمه لروسيا وتمكن روسيا من الاستهواد على ما كانت المصدر الثاني للنفط في الهند بدلا من السعودية وهما يعني فشل الغرب في حشد قواتين صاعدتين في النظام الدولي في عزل روسيا وتلفل عقوباتها عليها ومصر يصعب من مهمة أوروبي لدفع روسيا نحو تقديم تنازلات في مجال التاقة وأخيراً اتجاه روسيا نحو استخدام الغاز الذي لم تمسه العقوبات الأوروبية كسلاح ضد بروكسل من خلال كميات الغاز المنتجية نحو ألمانيا بـ 40% والمنتجية نحو إيطاليا بـ 15% ما يعني أن الشتاء القادم سيكون قاسياً على أوروبا وأن روسيا لم تمنح الفرصة للدول الأوروبية لتلفل مشاريعها لإيجاد بدائل وستقوم باستخدام بالضغط بأقصى قوتها في مسألة الثاقة وسهد الأمن الثاقوي خيطة أماني بدون أن نقول أن أزمة الثاقة في أوروبا هي أزمة طويلة ما يعني أنها بدأت تقريباً منذ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ولكنها أصبحت أكثر خطورة مع الحرب الأوكرانية الروسية حالياً خاصة بسبب المكانة التي تمتلكها روسيا كمورد رئيسي للتاقة بالنسبة لأوروبا وأوكرانيا كدولة معبر للتاقة الروسية نحوها أوروبا ثانياً أن أوروبا تواجه خطر حقيقي في الشتاء القادم اقتصادياً واجتماعياً بسبب أن البدائل التي طرحتها للموارد التاقة الروسية يمكن أنه لن تستطيع أن تعود مصادر التاقة الروسية في المدى القريب واستخدام روسيا لورقة الضغط التاقوية بحد الأقصى سواء بفرضها شرط دفع بروبل أو من خلال تقليصها لواردات التاقة نحو الدول الأوروبية وخاصة حالياً في طبعاً إحداث مور بسرعة في الفترة الأخيرة تم إيقاف واردات الغاز الروسية عبر خط الصيل الشمالي واحد بسبب أعمال الصيانة وهو ما سيعرض وزير التاقة الألماني اليوم قدمت تصريح أنه رخزونات ألمانيا للغاز تبلغت 65% وهي نسبة لن تمكن ألمانيا من أن يمر الشتاء القادم دون واردات الغاز الروسي أخيراً شكراً لجميع القائمين على الملتقى في منح هذه الفرصة لتقديم هذه الورقة البحثية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الأستاذة أستاذي فاضل أستاذي فاضل بن علي أستسمحك دقيقة فقط قبل أن تناقش هل الدكتورة سيهام بنراحه موجودة معنا؟ الدكتورة سيهام هل هي موجودة معنا؟ والدكتورة سيمنصور هل موجودة معنا؟ البروفيسور سعادي محمد موجود أستاذ موجود بروفيسور جزاك الله خيراً أطلبك وأدعوك لإدارة الجلسة الثالثة لا أستطيع ساعدت لما أقدرش داكتور إذن نحن نتشر بوجودك معنا في المناقشة جزاك الله خيراً أستاذ دكتور محملي بإمكانك أن تواصل المناقشة جزاك الله خيراً شكراً دكتوري الفاضل أستاذة ليلترش الآن ننتقل فقط إلى أهم النقاط التي قدمتها الأستاذة زيدوري سيرين من جمعة محمد دباغين بسطيف الجزائر تحت عنوان مستقبل أمن الطاقة والأوروبي في ضوء مخرجات الحرب الروسية الأوكرانية حيث تناولت من خلالها الأستاذة مجموعة من النقاط الأساسية التي تمحولت على العموم على ما هي مصادر الطاقة الأوروبية والتي من خلالها أشرت الأستاذة بأنه أكتر من فيما يتعلق بتقريباً الطاقة في أوروبا بأنه المصدر الأساسي والغالب هو تقريباً من روسيا أشرت الأستاذة إلى أنه أكتر من 28% تمثل روسيا 28% من السوق الأوروبية أما إفريقيا فتمثل فقط 16% من السوق الأوروبية في مجال الغاز الطبيعي هذا من جهة ثانية أن الطاقة الأوروبية حسباً دراسة مدينة 2020-2030 يلاحظ بأن هناك سيكون هناك تزايد كبير جداً بمقدار الضعفين هذا ما أشرت إليه أيضاً الأستاذة أيضاً فيما يتعلق بأن هناك برنامج معين لتنويع الطاقة في أوروبا سيكون هناك تعلق الأمر ببرنامج توليد الطاقة عن طريق اعتماد على الطاقة النووية يعني هذه كنقات أساسية أيضاً أشرت إليه الأستاذة أيضاً فيما يهم النقاط أيضاً لأستاذ الأستاذة تتعلق به هناك كخلاصة بسيطة لما أيضاً فيما يخص المحوى الأول هناك تبعية طاقوية أوروبية بمعنى هناك عجز طاقوي أوروبي هذه العجز أو هذه التبعية لابد من هناك إيجاب استراتيجية حقيقية تستطيع من خلالها أوروبا أن تجد منافذ طاقوية أخرى تستطيع من خلالها أن تغطي هذا العجز على سبيل المثال كما أشرت أيضاً الأستاذة هناك نظر إلى ما يسمى بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على والدة الطاقة على الطاقة من قطر وولايات المتحدة الأمريكية من أستراليا أيضاً وهناك أيضاً رغبة في غضل الاعتبار أو الاعتماد أيضاً على الطاقة في إفريقيا وخاصة الجزائر وأيضاً في مشروع خط الأمامي الذي يربط بين النيجرية والنيجر والجزائر وأشارت الأستاذة أن هناك استراتيجية هذه الاستراتيجية التي من خلالها تعتمد أوروبا على تنويل مصادر الطاقة والاعتماد على الفحر أيضاً أيضاً فيما يخص من بين الأدوات أيضاً التي أشارت أو هذا فيما يخص الأمن الطاقوي في أوروبا تقريباً وفي الأخير أشارت الأستاذة إلى ما هي الأهدف التي أهدف سياسة الطاقوية الأوروبية وهناك أشارت إلى مجموعة من النقاط الأساسية تتمحور أغلبها حول ما يسمى بالتنويل المصادر الطاقة قضية حماية البيئة تأمين أيضاً خطة أو لتفعيل خطة النبيب البلطيق والاعتماد أيضاً على طاقة تريح وأيضاً الحفاظ على احتياطات النقوية والاعتماد أيضاً على الغاز الصخري يعني كلها نقاط أساسية حاولت نسينا للأستاذة تقدم لنا يعني إحسائيات عامة وتصور عام حول مستقبل الأمن الطاقوي الأوروبي وفي الأخير قدمت لنا نستطيع القول قدمت لنا سيناريوين سيناريو الأول يتعلق به هناك السيناريو التفاؤلي والسيناريو التشاؤمي وفي الأخير خالصت أستاذة على ما أظن إلى السيناريو الثاني على أساس أن هناك يعني سيناريو تشاؤمي فيما يتعلق بأن الحلول التي حاولت من خلالها أو حاولت من خلالها الاتحاد الأوروبي الحصول على منافق تقاوية جديدة خاصة فيما يتعلق ب يعني خط الأنابيب مثلاً العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائف الحد الآن تقريباً يبقى هذا الخط يعني هناك يعني على المدى البعيد حسب ما أشرت إلى الأستاذة يعني في منطقة ساحل وهناك يعني ظروف معينة وتأثيرات على يعني الخارطة الجيوسيسية في هذه المنطقة الآن تقريباً هذه أهم النقاط الأساسية التي أشرت إلى الأستاذة وهناك بعض الأساسية التي طرحتها الأستاذة سيمنصور على ما أظن قدمت لمجموعة من الأسئلة والتي سوف أطرحها الأستاذة فيما بعد لما يتعلق بالموضوع أو المداخلة التي قدمتها الأستاذة الآن أشكرني الأستاذة مرة أخرى على تقديم هذه المداخلة القيمة والتي حاولت من خلالها أن تبين لنا مستقبل الأمن الطاقوي الأوروبي في ظل أو في ضوء مخرجات الحرب الروسية الأوكرانية ننتقل الآن مباشرة إلى المداخلة الأخيرة هذه المداخلة أعطبكم فقط أستاذ فيها فقط نعم أستاذي كريم فيما يخص مداخلة طالب دكتورة عزيز سلماني العويشي من جابعة عدم ملك سعدي المغرب فهو لا يتمكن كذلك نفس الشيء فهو في حالة تعافي من مرض أصابه الحمد للهو في حالة طالب هذا العذر نحن ندعو الله ندعو الله له بالشفاء أستاذي الفاضل جزاك الله ألف خير فكانت كانت هناك جودة عالية فيما يخص مناقشة المتداخلين فقط أستاذي الفاضل سوف تصير لنا النقاشات الخاصة بالجلسة الثلاثة الجلسة الثالثة فقط هناك ثلاث مداخلات فقط بعد هذه المداخلات مباشرة سوف تبقى معنا لكي تدير عملية المناقشة الخاصة وتبادل أفكار في الجلسة أستاذي الفاضل الدكتور منهم لي بارك الله وفيك على جودة الإدارة الحوار بإدارة 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 الزاك الله خير الآن أطلب كذلك من الدكتورة أمل زيمام كان عندها مشكلة في الصوت هل تم تعديل مشكلة الصوت نعم أستاذ قد تم تعديل تعديل إصلاح الصوت الحمد لله بعد عناء وجهد جاهد إذن أستاذة تفضل مشكورة لإدارة الجلسة التالية نعم شكرا أستاذ أولا قبل كل شيء أجدد شكري لك أستاذ علي نطرش على تنظيم هذا المؤتمر وكذلك شكرا لجميع الحاضرين أساتب المتدخلين منذ نهار أمس إلى يومنا هذا مشكورين أولا وقبل نبدأ أول محور السادس تحت عنوان تأثير الجغرافية السياسية على الأمن الطاقوي في العالم بالنسبة للمداخلة الأولى تقدمها الدكتورة ويكنتازية من كلية قسم العلوم السياسية جامعة محمد بن أحمد وهران كنين الجزائر تحت عنوان التحولات الجيو بوليتيكية في خريطة أمن الطاقة في العالم التنافس من أجل التموضع في مواجهة المخاطر الجيو استراتيجية أستاذا نعم تسمحوني جدا شكرا شكرا جزيلا أستاذك الكريمة شكرا لك إذن بداية أعيد أستاذا هناك صادة للصوت لو إذا كان عندك مكبر صوت ممكن تطفيه لحزا فقط لأنه بسبب خلاص مشكلة تدفق الأنترنت يعني لأضمن جيد لأنه فتح جهاز والهاتف مع بعض حولت حتى كان غابت من جهاز تبقى في الجهاز أضمن أن يترم شكرا جزيلا السيد الكريم للأسف اليوم على غير العادة يعني تدفق الأنترنت كان متذببا يعني منذ فترة وجيزة إذن أعيد وأشكر بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرة المرسلين مرة أخرى أشكر لجنة المنظمة ممثلة في المركز الديمقراطي العربي على وجامعة الجفرة بضافة لمركزي البحث من جامعات في الجزائر أشكرهم على تنظيم هذا الملتقى القيم إذن دوري الآن في تقديم مداخلة عنوان التحولات الجيو بوليتيكية في خلطة أمن الطاقة في العالم سأكزوا عن جزئية التنافس من أجل التموضع في مواجهة المخاطر الجيو استراتيجية إذن كما قال زملائي سابقا يكتسي سأركزوا في مداخلتي على عامل النفط أو المورد الطاقوي التقديدي وأهميته الراهنة في السياسة العالمية وفي رسم خريطة الجيوز بوليتيكية للعلاقات الدولية يكتسي النفط أهمية كبيرة كمورد استراتيجي باعتباره مصدر للقوة العسكرية المالية الاقتصادية والسياسية للدول بين القوى القبرى خاصة في مناطق موحدة كالشلقة الأوسط منطقة أوراسيا إفريقيا سواء من قبل هذه القوى القبرى باستخدام استراتيجيات كالمساومة الرضع عن طريق العقوبات أو الترغيبة أو استخدام القوى كأقصى حبل للتفاعل واقتصد خريطة أمن الطاقة في القرن العشرين على طرفين مختلفين في القوى الأول هو الدول المنتجة التي تعتبر قوتها المالية ونركزها على القوى المالية لمصدر لمواردها المالية والدول المستهلكة هي القوى القبرى التي يعتبر النفط مصدر لقوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية وعالم الأساسي في تموضعها في السياسة العالمية أو في النظام الدولي وفي العقبال الأخيرين حدثت تغيّن في شكل هذه الخريطة بظهور أقطاب أخرى أصبحت تزاحم الدول الكبرى في الطلب على هذا الموارد الاستراتيجي مثلا كيف ما صلح تسميتها بالقوى الصائدة كما حدث التغيّر في المواضيع المرتبطة بهذا الموارد لما عادت علاقة منتج مستهلك فأهمية النفط في السياسة العالمية يتجاوز دول منتجة له فهي ليست بيع وشاء فقط فبإضافة لمناطق الإنتاج أصبح التركيز على الدول التي يمر عبر نبيل بالنفط ونذكر أنه أزمة ونزمة الروسية الأوكانية أبرزت هذه المشكلة الموانئ التي تصدر من خلالها هذه المادة الممرات والقنوات التي تمر عبر عناقلات النفط الأسواق التي تباع فيها الدول التي تعتمد في اقتصادها على وجود هذه المادة الاستراتيجية وهي كثيرة يعني كدول وما زال النفط يعني يمثل عاملا هاما لرسم خريطة المصالح الحيوية الطاقوية العالمية من منظور أمني واقتصادي وهو ما يؤدي بضوء لوجود حلقات يعني أدى لوجود حلقات صراعية وتعاونية في نفس الوقت في مجال الطاقة في هذا الشأن تشهد الجغرافية السياسية للمفط صراعا استراتيجيا بين القوى الكبرى وعلى سير عرفنا دولة المتحدة الأمريكية دول الاتحاد الأوروبي الصين روسيا وإلى جانبي الهند بدرجة أقل حيث زدادة التنافس والصراع بينها على استثمار في مصادر الطاقة ومنابعها وتأمين وصولها إلى الأسواق العالمية وإمداد عفوا اقتصادها بهذا المورد الاستراتيجي الطاقوي يعني وتأكيد ما يسمى بأمنها الطاقوي لذلك ركزت دراسة على إشكالية رئيسية هي ما هي أبرز معالم خارطة الأمن الطاقوي العالمي وما هو دور القوى الكبرى في تحديد معالمها في ظل المخاطر التي تهدد الدول المالكة لهذا المورد الاستراتيجي للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة قسم الموضوع إلى مجموعة عناصر أساسية بحيث ركزنا في المرضى النقطة الأولى على بنية الاقتصاد النفطي العالمي يعني من خلال تركيز على مركزية النفط في السياسة الطاقوية العالمية جغرافية توزيع النفط العالمي في النقطة الثانية ركزنا فيها على طبيعة تحولات القوة في الخريطة الطاقوية العالمية من خلال محاولة وضع تفسير جيوبوليتيكي للتنافس على المصادر الطاقوية في العالم وأن نبرز في النقطة الثانية واقع التنافس بين القوة حول المورد الطاقوي وإعادة سياغة الخريطة الجيوبوليتيكية العالمية انطلاقا من متغير الطاقة إذن لما تكنوا على بنية الاقتصاد النفطي وتأثيره في السياسة العالمية نركزوا على جغرافية توزيع النفط في السياسة العالمية يعتبر النفط كيف ما قلنا عصب الاقتصاد العالمي ما يجعل السيطرة عليه ضامان للدول الاستمرار عمل ألياتها الصناعية الاقتصادية بشكل عامل والعسكرية مما يجعله محور للتنافس خاصة بين الدول الكبار لسيطرة على من صادره وطريقة توزيعي ويتوزع استخدام الطاقة أو النفط عفوا في القطاعات الاقتصادية ويبرز أهميته في السياسة العالمية على النحو التالي حيث أنا 50.2% يعني تقريبا أكثر من نصف الطلب موجه للطرق والنقل 14% للصناعة البيتروكيموية 9% لاستخدامة المنزلية 7.5% للطيران 3.4% لاستخدامة البحرية 2.5% للكهرباء 1.8% لسيكة الحديد 11.5% لاستعمالة الصناعية الأخرى وهذا ميبرز تنوح استخدامة الطاقة أو المورد الطاقوي أو النفط في الصناعات أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة يعتبر من أبضل مصادر الطاقة في السياسة العالمية إذن يمثل تقريبا 40% من استهلاك الطاقة العالمية يعني النفط والدولة تم تلك القوة التفاوضية الطاقوية هي تلك الدولات التي تأثير كبير على الصعيد الاقتصادي الدولي استناداً لأن تمتلك من مورد مورد الطاقة سواء كإنتاج أو حتى احتياط ويتوزع النفط كباقي المورد الاستراتيجية في العالم بشكل غير متساوت فهناك تفاوت بين دول تملك وأخرى لا تملك وحتى التي تملك هذا المورد فهي تملكه بشكل متفاوت في نسب إنتاجه واحتياطته يرتكز احتياط النفط العالمي في مناطق معينة الشرق الأوسط 60% من مجموع الاحتياط العالمي 36% في الخليج و23% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أما روسيا وآسيا الوسطى خصوم بحر القزوين يحتوي على 16% من احتياط العالمي سعر 96.0% من احتياطية النفط العالمي المؤكدة موجودة لدى دول الأعضاف منظمة الأوبك كما يتواجد أيضا فيه أو فيه منتجين كبار خارج منظمة الأوبك التي احتلت سنة 2020 المرتبة الأولى عالميا من حيث انتاج النفط كما التواجد روسيا في المرتبة في مفس القائمة التي تلعب دور رائعيسيا في السوق النفط العالمي باحتلالها المركز الثالث عالميا من حيث انتاج النفط والأولى عالميا من مخزون الغاز الطبيعي وخصوصية روسيا 84% من نفط يسوق إلى أوروبا وما يعكس أزمة الإندادات النفطية التي تعرف في أوروبا خلال أزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وروسيا أيضا وهذا ما يؤثر مخاوف الدول الكبرى توجه تنويع أسواقها بالإفتاح أكثر على السوق الصينية حيث وقعت سنة 2013 صفقة لمدة أثار مخاوف أوروبا الغربية أو العالم الغربي بشكل عام أوروبا الغربية وملايات المتحدة الأمريكية من عودة التحالف التقليدي القديم في إطار المعسكر الشيوعي بين روسيا والصين كما نجد أيضا الكبار المنتجين المتكلموا على الجغرافيا وخريطة العالمية للإنتاج خارج دولة الصين التي اعتمدت سياسة لإعتماد عن الإنتاج المحلي في الحصول على احتياجاتها من النفط والغاز مع التقليد في الاستيرادها والتباعية لعروض السوق العالمية وما تحميلهم مخاطر مع تقلبات أسعارها وذلك باستغلال منابع النفط مثلا في حوض تاريم في الصين الغربية وإهتمام باستخراج النفط في أعالي البحار خاصة في بحر الصين الشرقي والجنوبي إذن خارجة العالم للنفط متنوعان فيه أقاليم كثيرة وبالرغم وهذا الأمر جعل فيه تحولات للقوة في الخريطة التقوية العالمية خصة بعض الحرب الباردة فبرغم من توجه عفوا الدول لإيجاد بداء للنفط كمصدر الطاقة الشمسية التي تكلم عليها زملائي سابقا الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية الهوائية الرياح طاقات النووي من أجل تحقيق نوع من الاستقلالية إلا إشعار آخر يبقى النفط مصدر الطاقة الرئيسي ومسبب لتنفس دول الكبرى في الخريطة التقوية التقليدية تبرز وجود دول تحتك الإنتاج العالمي في المدى تكرناها سابقا هي دول خليج شمال إفريقيا روسيا دول بحر قزوين وفي ومتحدة الأمريكية وحتى روسيا كيف نذكر سابقا وهناك مستهلكين وأكبر مستهلكين هو الدول الصناعية الكبرى المؤتمرات في المتحدة الأمريكية واتحاد الأوروبي وحتى روسيا أو قوى صاعدة كالصين وروسيا والهند والبرازيل إذن في طرح هذه الجغرافية أو في طرح توزيع الجغرافية للطاقة بين إنتاج واستهلاك وإمدابات من طاقوية أو طرق لنقل هذه الموارد الطاقوية تحاول دراسة وضع تفسير جيوبوليتيكي للتنفس على المصادر الطاقوية أو بعبارة أخرى لماذا تتنافس الدول من مضور جيوبوليتيكي على مصادر الطاقة لإجابة على هذا الأمر أو على هذا التساؤل نرجع إلى فكرة لفريدريك راتزل قبل الجغرافية السياسية الذي يرى أن المكان الطبيعي للدولة أو الكيان السياسي يفرض عليه أو يفرض على الدولة ضغوطات تؤدي إلى الصراع تتمثل عفل في الصراع حول البقاء والنمو واستغلال الطروات وهذا النقطة التي نحن بصدد الحديث عنها فمن منظور جيوبوليتيكا يرى لويس كوسر أن النزاع وتنافس على القيم وعلى القوة وعلى المورد فمصادر الصراع الأساسية هي الحصول على الموارد والسيطرة على المواقع الاستراتيجية التي تحوي هذه المواد فكل دولة قوية سواء مستوى الإقليم أو الدولة تسعى إلى مرقبة مجالات جغرافية محددة محيوية بنسبة لها كالمظايق والقنوات والمناطق التي تحوي أو قريبة في الغالب من مناطق غانية بطروات الطبيعية خاصة المواد الطاقوية في المجال ممكنت كلمة المتحدة الأمريكية بحيث أنها استغلت أو في طرسعها لحصولها على المواد الطاقوية وتأمينها وتحقيق أمنها الطاقوي يعني وزعت أساطير بحرية في جميع أنحاء العالم قامت بوضع رقابة فضائية على الكثير من المواقع الاستراتيجية التي تزخر بالموارد الطاقوية إلى أي ذلك منها يعني منها الاستراتيجية من إضافة إلى أكيد في المقابل في دول كبار أخرى أيضا لها يعني استراتيجية خاصة بها من أجل الحصول على هذه الموارد الطاقوية إذن في التنافس بين القوى الكبرى حول النور الطاقوي الطاقوي أدى إلى عادة صيغة الخريطة الجيو بوليتيكية للعالم فبعد أحداث وممكننا اعتبر أحداث 11 سيطنبر نقطة فارقة في هذا المجال حيث أنه خصوصا بعد قيام ويتم تحدي الملكية باحتلال أفغانستان والعراق لملياتين الدولتين من خصوصيات من خصوصيات عرفوا في المجال الطاقوي في إطار استراتيجيتي لفرض هدماتي على العالم وسيطة على منابع النطف العالم خاصة في منطقة أسيا الوسطى والشرق الأوسط يعني قامت ويتم تحدي الأمريكية كما قلنا باحتلال أفغانستان والعراق يعني وانطلاقا من أن أمن الطاقة هي ضرورة قصوى بنسبة الأمن القومي الأمريكي لسيما توظيف الهيمنة الأمريكية لضمان مصادر الطاقة في هاتين المنطاقتين استراتيجية أو الجيو بوليتيكين هي مناطق هامة جدا إذن والتقوم للإستراتيجية الأمريكية لمضمان امداد الطاقة مثلا في هاتين المنطقتين هي منطقة بحر قزوين أو منطقة آسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط على ترتيبات العسكرية من خلال إقامة كيف ما قلنا سابقا قواعد عسكرية في المجال القريب من المناطق المنتجة ولضمان طرق النق والدخول في تحالفات مع الدول المنتجة وتحكم في اقتصاديتها بإضافة إلى استراتيجية غير عسكرية تقوموا على السيطرة على المنظمات الدولية التحكم في الاقتصاد العالمي التحكم في الإنتاج المعرفي وسائل الإعنام لكن في ضد تحولات الكبرى خصوصا في العقدين الأخيرين أصبح العالم يعني رقعت شطراج كبرى متحركة بشكل غير متوقع ومصاحل تحركات قوة عالمية أخرى في ضد تعدد القوة يعني مع عدد المتحرك الواعد في السياسة العالمية خصوصا مع تصاعد بعض الدول تصبح بياد بقى مؤثرة في السياسة الدولية خصوصا في السياسة الطاقوية العالمية ففي العقدين الآخرين برز الدول تمتلكوا الطموح لمزاحمة الولايات المتحدة الأمريكية عن المصادر الطاقوية ودخل مجال منافسة قوة صاعدية يعني صاعد عفو لها قابلية أن تصبح من المستهلك الكبار في العالم في السنوات القادمة كالصين كيف ما قلنا روسيا وإن كانت مستالب متقليدي الهند والبرازيل في دول هذه المعطيات مثلا لو ناخد المثال الروسي نجد أن في وقت غاهل يعني تتجسد أو استغلالا للأزمة الوقانية تظهر قوة تفاوضية روسية في تعاملها مع دول الاتحاد الأوروبي أو مع الدول الأوروبية خصوصا ضمان إمدادة هذه الأخيرة من الطاقة الروسية باعتبار من 84% من إنتاج الروسية إلى السوق الأوروبية يعني ظهر قوة روسيا في التفاوض في هذا المجال إذن كما أن التنافس بين القوى النصاعدة والقوى المهيمة يعني صح التعبير أو التقليدية الموجودة على مستوى العالم في الخريطة التقوية يظهر في مناطق غير أوروبا يعني ممكن أزمة الأوكرانية روسيا راهنة أبرز ضحف القوى التفاوضية للدول الأوروبية في مواجهة روسيا وتبحث عن حلول سواء الداخلية أو في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى حلول مع إفريقيا وهنا تظهر ميزة أو يعني فرصة إن صح التعبير للدول الإفريقية الطاقوية خصة من جزائر نيجيريا بدرجة كبيرة أنها تستغل الفرصة لفرض إن صح التعبير شروطها التفاوضية في علاقتها مع أوروبا التي تتميز بعلاقة تبعية علاقة سيطرة علاقة إن صح التعبير فرض لمناءة أوروبية على هؤلاء المنتجين الكبار في إفريقيا فيما سبق لوجود احتمال ليس احتمالات لكن وجود خيارات أخرى ربما الأزمة الروسية الأوكرانية ضيقت من خيارات الاتحاد الأوروبي وجعل من دول الإفريقية يعني مناسبة لها أنها تكون متواجدة وتفرض قوتها التفاوضية في هذا المجال إذن من غير الأزمة الأوكرانية هناك مناطق أو هناك سراع قوي محتدم بين الدول الكبرى في مناطق هامة جدا في يعني منتجة لطاقة أو للمصادر التقوية التقليدية وهنا نذكر على سبيل المثال منطقة أوراسيا قصة منطقة بحر أو عفوا مش أوراسيا عفوا منطقة أسيا المسطة قصة منطقة بحر قزوين يعني مجرد دنيا الاتحاد السوفيات بلاد المتحدة أمريكية ستة ربعة وتسعيد على سبيل المثال قامت اتفاقية مجموعة اتفاقيات لاستثمار ثلاثة حقون كبرى في أدريبيجان بقيمة ربعة وتسعين مليار دولار مع أثر حفظة روسيا والتي رفضت هذه الانتفاقيات وادت إلى تنافس كبير أو نوع من التوطر في العلاقات الأمريكية الروسية منذ تلك المرحلة يعني فيه إعلان يعني أمريكي برغبتها في التقرب بين المجال الجيو بوليتيكي الروسي وما ترفضه روسيا خصوصا مع وجود نبيب النفط يعني من بحر قزوين المرون عبر باكو إلى ميناء جيهان في تركيا ليزود أوروبا بنسبة عالية من المفط من منطقة بحر قزوين بالتالي فهناك مشكلة كبيرة لروسيا أو تنافس كبير في هذه المنطقة بين المنطقة المتحدة الأمريكية والدول الأوروبا الغربية في مواجهة روسيا التي ترفض تواجد القوة الغربية في هذه المنطقة التي تعتبرها مجال حيوي وامتداد لمجالها الحيوي في منطقة بحر قزوين لو انتقلوا إلى منطقة الشرق الأوسط أيضا نوجده أنه في صراع بين القوى الكبرى كان فيه صراع تقليدي بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لاستغلال موارد الطاقوية في منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا ليمثل هذه المنطقة واحدة فقط 60.5 من المخزون العالمي للنفط وميزة تظهر وجود تنافس الإحصائية تظهر وجود تنافس من تزايد بين ويتم دحدة أمريكية ودول أخرى الآن الصين في النفط في الشرق الأوسط فقط تضاعفة مثلا هنا تظهر حقيقة جدا ومواقع جديد هو أنه في ضد تراجع الطلب الأوروبي تزايد في الطلب الصيني على نفط المنطقة حيث تضاعفة من 1.7 مليون برميل في اليوم عن 2007 إلى 3.1 مليون عرفة برميل في اليوم سنة 2012 ارتفاع من 7 إلى 14 بالمئة في مقابل أنه في نفس الفترة نصب الويتمتحدة الأمريكية من نفط المنطقة تراجع عن 13 بالمئة إلى 11 بالمئة يعني وهذا يبرز الدور الصيني ورغبتها في التنفس على مصادر الطاقة الأساسية في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط إذن في الختام ممكن كقلاصة للمداخلة أنه تتلموا نظرة متفحصة لخريطة الجيو بوليتيكية الطاقوية العالمية تبرز أنه فيه منتجين وفيه مستهلكين والمستهلكين كبار من أكبر المنتجين للطاقة بالتالي فهم سيطرين بشكل كبير على الأسعار وعلى الإمدادات وعلى كمية الإنتاج على المستوى العالمي أيضا نحضر في الخليطة الجيو بوليتيكية مناطق الصراع والتنافس الكبرى نوجدها متواجدة حسب الدراسات في المجالي النزاعات الدولية في منطقة القوس الأزمات الكبرى العالمية لمنطقة آسيا الوسطى مرمى بالشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا بالتالي فتزامن توجد هذا المورد الطاقوي مع موجود سراعات سواء سراعات داخلية كالربيع العربي وما حدث من أزمات وتغير للعنظمة ومسمينا هالتحولات السياسية التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا بحيث أنه عدم استقرار الدول منتجة للطاقة كالعراق ليبيا مثلا في فترات سابقة الجزائر في فترات التسعينيات أيضا نوجد أنه منطقة الأزمات الكبرى تضم كيفما قلنا منطقة الشرق الأوسط كما تضم أيضا آسيا الوسطى لاحظوا الآن منطقة بحر قزوين احتياط النفط في هذه المنطقة بين إيران ودول الاتحاد السوفيتي سابقا يعني حول استغلال هذه المنطقة وتدخل قوى الكوبا وتوجدها في هذه المناطق يعني زادة من حدة التنافس والصراحة حوله مصادر الطاقة العالمية ويمكن قول أن الأزمة الأوكرانية الراهنة روسيا الأوكرانية عرفنا الراهنة زادت من حدة التنافس على المورد الطاقوي خصوصا مع التهديد الروسي باستخدامه كآلية تفاوضية في مواجهة العالم الغربي الذي يضغط على روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية والعسكرية فرضها عليه بسبب هذه الأزمة بذلك ممكن استشفه كسيناريو مستقبل لأنه حقيقة الطاقة أو النفط يعتبر مصدرا طاقويا مهم جدا ومرشح مستقبلا على المستوى القريب والمتوسط أن يبقى مسيطرا على السوق الطاقوي العالمية بالتالي يمكن قول أنه محاولة التحرر من هذه التبعية للمفط كمصدر الطاقة العالمية ممكن يؤدي من خلال الطاقات المتجددة يؤدي إلى تحرر العالم أو تحرر الدول المنتجة لهذه الطاقة من السيطرة من التنافس الكبير بين القوى القبرى لرمان إدادها من الطاقة في هذه المناطق إذن نشكر مرة أخرى لأستاذة إذا كان شكرا أستاذة شكرا على هذه المداخلة القيمة أستاذة فاندي عويل على هذه المداخلة القيمة التي أشرت فيها إلى أهمية النفط كورقة ضغط وكورقة التفاوض بالنسبة للدول ورقة ضغط وأنه ورقة تستعمل من الدول الكبرى كمصدر قوة مالية وأنه واقتصادية واجتماعية خاصة بالنسبة للدول المنتجة وكذلك الدول المستألة وأشرت كذلك إلى أهمية المتدخلين في المتدخلين في هذا المورد كمورد نفط هام بالنسبة للدول الصاعدة وكذلك المستهلكة واختلاف مناطق التي تحتبر تشارك في إعطاء المورد النظيمة الكبرى وهو المناطق المنتجة والمستهلكة القدوات والأسواق والدول التي تعتمد على النص بصفة كمورد استراتيجي من منظور أمني واقتصادي أيضا أعطيت أهمية إلى الجغرافيا السياسية التي تلعب دورا في الصراع الاستراتيجي وتعدد أطراف الصراع من الدول المتقدمة والدول الصاعدة الولايات المتحدة روسيا الصين وآشرت إلى المخاطر المهددة لهذا المورد كذلك نشكر الأستاذة على أنها ركزت أيضا على الاعتبار تدخل اعتبار عدة دول تتدخل في إعطاء أهمية لهذا المورد من دول خليج إلى شمال إفريقيا بحر قزوين وروسيا والولايات المتحدة هذه الدول التي تلعب تعتبر مورد هام للنفط وكذلك وكذلك اعتبار الدول المستهلكة الدول المستهلكة للنفط من الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الصين روسيا الهند والبرازيل أيضا اعتبرت المورد النفط كورقة ضغط وركزت على ممتع اعتباره مركز قوة في التفاوض بالنسبة لدول شمال أفريقيا ودول خليج العربي بعد الأزمة الأزمة الأمنية في أوكرانيا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا حيث أن الاعتبار النفط كمورد هام جدا سيغير من خريطة أمن الطاقة في العالم وشكرا أستاذا ويكن ونحيط الكلمة الآن إلى المتدخلة الثانية طالبة الدكتورة زواوي لميا من جامعة الحاج الأخضر باتنا واحد من الجزائر التي عنوان المداخلة تحت عنوان أثر عمليات القرصنة البحرية في خليج غينيا على الأمن الطاقوي الأوروبي شكرا جزيلا أستاذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تدخل اليوم في هذا المؤتمر بمداخلة تحت عنوان أثر عمليات القرصنة البحرية في خليج غينية على الأمن الطاقوي الأوروبي تأتي هذه المداخلة كاستكمال لمختلف المداخلات المندردة في هذه الجلسة والمرتبطة أساسا بالمتغير الجيوسيا في معادلة أمن الطاقة الدولية كتقديم للموضوع يمكن القول أن الحظر البوسي الأخير للموارد الطاقوية على الدول الأوروبية بعد الأزمة الأوكرانية في شتاء 2022 أدت إلى بحث هذه الدول أي الدول الأوروبية عن بدائل جدية ومستدامة لهذه التبعية الخانقة التي باتت تهدد أمنها سواء الاقتصادي أو الإنساني من خلال ذلك تبرز الدول الأفريقية بصفة عامة وكذا منطقة خليج غينيا كأحد البدائل الممكنة التي من شأنها أن تسد هذا العجز الطاقوي وتوفر بدائل جدية للقوى الأوروبية في هذا الصدد تحمل هذه المنطقة على مختلف المناطق في إفريقيا العديد من التهديدات الأمنية التماثلية واللا تماثلية خاصة فيما يتعلق بالتهديدات التماثلية والتي ركزنا من خلالها على عنصر القرصنة القرصنة خاصة في منطقة خليج غينيا والتي أصبحت تهدد مختلف سلاسل نقل الموارد الطاقوية من مناطق الاستخراج إلى مناطق الاستهلاك من إفريقيا نحو أوروبا من خلال ذلك قامت هذه المداخلة على إشكالية أساسية تحاول البحث على كيفية تأثير القرصنة في خليج غينيا على الأمن الطاقوي الأوروبي تفتيكاً لهذه الإشكالية وبحثاً عن طبيعة المتغيرات بين عن طبيعة العلاقة بين متغيراتها تم طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي ثلاث كان الأول حول ما هي المقدرات الطاقوية لمنطقة خليج غينيا والتي من شأنها أن تؤهلها لأن تكون قبلة مستقبلية للدول ذات العجزة الطاقوي ثم ما هي التهديدات التي تؤلق عمليات التزويد العالمي للطاقة من منطقة خليج غينيا ثم كيف يمكن تفسير الترابطية القائمة بين القرصنة في خليج غينيا والأمن الطاقوي الأوروبي لإجابة عن هذه الأشكالية والأسئلة الفرعية المرتبطة بها تم تقسيم المداخلة إلى ثلاث محاول رئيسية يتمحور الأول وكان معنونا بالمقدرات الطاقوية لمنطقة خليج غينيا ثم المحور الثاني الذي جاء للتفصيل أكثر في عمليات القرصنة البحرية التي تقع في منطقة خليج غينيا باعتبارها أكثر أشكال التهديدات لا تماثلية الهجينة استفحالا في المنطقة ثم نتطرق في المحور الثالث إلى فرص وتحديات تحقيق الأمن الطاقوي الأوروبي ضمن هذا الفضاء الجيوسياسي الهش الذي يشهد تهديدات تؤرق عمليات الاستدارة الأوروبية نحو إفريقيا بداية في المحور الأول لا يمكن رسط مختلف المقدرات الطاقوية لمنطقة خليج غينيا دون تحديد تعريف لهذه المنطقة هذه المنطقة التي شهدت العديد من التعريفات شأنها شأن مختلف المناطق على غير المنطقة الشرق الأوسط أسيا الوسطى لكننا حاولنا أن نأخذ أكثر التعريف شمولية ودقة ومن أبرزها ما قدمه مركز الأزامات الدولي في تقرير له في ديسمبر 2012 والذي كان معنونا بخليج غينيا المنطقة الجديدة عالية المخاطر بحيث حاول بالتعريف تحديد الأطياف أو الفئات التي تم من خلالها تعريف المصطلح وهي الثلاث أولا الفئة أو المنظور التاريخي الذي يرى بأن هذه المنطقة هي المنطقة المنتدة أو المنطقة التي ذات ذات الخلفية أو التابعة إلى منحدر العبيد والتي كانت تطلق على سواحل غانا البنين والطوبو أما الفئة الثانية أو العنصر الثاني فكان يرتكز على الجانب أو البعد الجغرافي للتعريف حيث يشمل خليج غينيا الواجهة البحرية الأطلسية من السنغال شمالا إلى غاية أنغولا جنوبا كل ذلك القوس الذي تشكله الدول من السنغال شمالا إلى غاية أنغولا جنوبا يندرجو ضمن دول الخليج الغيني أما الجانب الثالث أو البعد الثالث للتعريف التي قدمت حول خليج غينيا فهي مؤسستية بالكلاس والتي ركزت على الدول المنظوية التي تحوز على العضوية في لجنة خليج غينيا والتي تم تأسيسها سنة 1999 وهي تضم ثمانية دول هي أنغولا الكاميرون غابون غينيا الاستوائية نيجيريا جمهورية الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى دولتين سوتومي وبرانسيب هذا فيما يخص تعريف أو تحديد الإصطلاحي والجغرافي للمنطقة المتناولة خلال مدخلة أما عن المقديرات الطاقوية لهذه المنطقة فإنها تعتبر من أهم المناطق ذات الاحتياطية الطاقوية دولية خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة في السواحل نيجيرية ما بين السواحل نيجيرية وأنغولا بحيث أن هذه الاكتشافات الجديدة أصفرت عن احتياطيات الكشف عن احتياطيات كبيرة تقدر بحوالي 70% من إنتاج النفط العالمي ويشكل مجموع إنتاج إجمالها إنتاجها الإجمالي حوالي 9.5 مليون برميل يوميا بما يعادل 11% من الإنتاج العالمي وهو ما يفسر تلك الأهمية التي تكتشيها المنطقة في معادلة الطاقة الدولية ومعادلة حقوق الأمن الطاقوي سواء بالنسبة لدول الأوروبية أو حتى بالنسبة لدول الإفريقية في حد ذاتها بصفة أكثر تفصيلية تأتي نيجيليا في مقدمة الدول منطقة خليج غنيا الأكثر غنا بالموارد الطاقوية فهي تحوز تحوز على ما قدره 37 مليار برميل برميل أما بالنسبة للغاز فتعد نيجيليا الدولة الأولى في إفريقيا من حيث الإحتياطيات وقد ارتفعت نسبة هذه الإحتياطيات بما نسته 4.3% سنويا منذ سنة 1998 إلى غاية سنة 2016 كما تعرف أيضا المنطقة زيادة في الإحتياطيات البحرية هذه الإحتياطيات التي تشكل أكثر نسب الإحتياطيات الموجودة عالميا وهذا الزيادة أدت إلى خاصة في الحقول قبال سواحي الأنغولا ونيجيريا إلى زيادة الاهتمام بالاستخراج وسهولته في المنطقة أيضا أدى إلى الاهتمام الأوروبي وكذا الاهتمام الغربي التقوية الأوروبية في المنطقة في ذات الصدد أيضا تمتلك أونغولا أكبر حق أستاذا وصلة توقفنا عند أونغولا التي تمتلك أكبر حق نفطي في إفريقيا كما أنها تمتلك حق الحقول البحرية ويعتبر أن هذه الدولة لم تتم اكتشاف إجمال احتياطها البري بل أنها تستعمل مختلف تستعمل بنسبة كبيرة احتياطيتها البحرية خاصة تلك المتعلقة بالحقول البحرية الموجودة في مقاطعة كابيندا أما بالنسبة للغاز فإن أكثر الدول المنطقة ارتباطا بهذا المورد واستخواذا عليه تتمثل في نيجيريا والكاميرون الكاميرون هذه الدولة التي تستحوذ على ما قدره 157 مليار متر مكعب من الغاز وهو ما يشكل سانحة الطاقوية جيدة بالنسبة للقوى الأوروبية التي تعاني من أزمة طاقوية خانقة من جراء استخدام روسيا للمورد الغاز في عمليات التطويع السياسي لها من خلال الأزمة الأوكرانية الأخيرة وهو ما يبين أن هذه المنطقة ذات أهمية وثيقة الجيوسياسي كبير في معادلة الطاقة العالمية ولدى مختلف الدول خاصة الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة طاقوية حادة حاليا خاصة في ظل الوضعية الدولية الراهنة التي تشهد صعودا لقوى تعديلية تحاول استبعاد أو تحييد هذه القوى الأوروبية من السيطرة على النظام الدولي الذي شهد صعودا للغرب على بقية العالم خلال الفترة الممتدة من ما بعد الحرب العالمية الثانية من فترة الممتدة من ما بعد الحرب باردة إلى غاية السنوات الأخيرة التي شهدت إعادة إطلاق برامج جديدة تسعى من خلالها القوى التعديلية إلى إعادة توزيع التفاعلات الدولية وتوزيع أيضا إعادة تعديل ميزان القوى الدولي ثانيا يمكن الحديث عن القرصنة باعتبارها أهم ثلاثة مثولية التي تشهدها المنطقة خليج غينيا من بين مجموعة من تهديدات على غرار الجماعات الإرهابية شبكات الجريمة المنظمة وغيرها هذه الظاهرة التي تم تعرفها كثيرا من قبل العديد من الاتفاقيات الدولية والتي نذكر منها على سبيل المثال تعريف الذي قدمته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 في مدة 101 والتي تعتبر القرصنة أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة يكون موجها ضد سفينة أو طائرة أخرى في أعالي البحار أو خارج ولاية الدولة وذلك يحدد بصفة جالية كيفية تحديد عمليات القرصنة وتكييفها قانونيا عن المستوى الدولي في إفريقيا وخاصة في جسدها الغربي هناك العديد من عمليات القرصنة وهو ما بيّنته التقارير الصادرة على المكتب البحري الدولي بحيث يعتبر هذا المكتب من خلال تقاريره الجديدة التي من سنة 2016 إلى غاية سنة 2020 وهي تبين أن المنطقة تستحوذ أكثر فأكثر على أكبر عمليات القرصنة وأكثرها خطورة على العالم بحيث أنه منذ سنة 2016 شهد الخليج أكثر من نصف عمليات الخطف للحصول على الفيديا بما قدره 34 حالة أو اختطاف 34 بحار مقابل 62 بحار خطفوا في نفس السنة أما بالنسبة لعمليات السطو البحري أو الاستلاء على الاحتداء والاستلاء على السفن فقد شهد عام 2017 16 احتداء سبعة منها وقعت ضمن هذا الحضاء الجيوسياسي كما بيّنت الإحصائيات الأخيرة لذات المكتب أن أكثر من 90% من عمليات القرصنة تتم أصبحت تتم على هذا على مستوى المنطقة وهو ما يجعلنا نتسأل ما هي المخاطر التي تحملها هذه العمليات على أمن الطاقة سواء الدولي أو الأوروبي وما هي التابعات المنجرة عن ذلك لربط أو تكييف ذلك مع فرص وتحديات الأمن الطاقوي الأوروبي يمكن البدء أولاً من مفهوم الأوروبي أو مفهوم دول أوروبية للأمن الطاقوي بحيث ترى هذه الدول الأوروبية أو تأخذ بمفهوم الأمن الطاقوي على احتباره مفهوماً مرتبطاً بأمن إمدادات الطاقة حيث يتضمن هذا المفهوم تصوراً يقوم على استمرارية الإمدادات من مصادر موثوقة وهو ما يتنفى مع مطور حسابيقاً وهي مصادر غير موثوقة سهلة الوصول إليها بأسعار معقولة وبآثار مقبولة بيئياً غير أن الدول الأوروبية بقيت ولأسباب طبيعية وجغرافية رهاء رهينة لرهينة موارد طاقوية خارجية أجنبية على غير الموارد الطاقوية الروسية الشرق أوسطية وكذا الإفريقية بسبب بسبب الأزمة الأوكرانية الأخيرة وتعنية الروسي بعدم باستخدام الموارد لتطويع السياسة الروسية كما قلنا سابقاً ظروع العديد من دول الشرق أوسطية في معادلات واستثمارات استثمارات طاولة الأمد مع شركات روسية وكذا قروز تديدة الأمنية في إفريقيا أدى بأوروبا إلى العودة إلى مناطق نفوذها الأصلية وهي كما ذكرنا سابقاً في إفريقيا في منطقة خليط بغير المتحدة على تباستي نيجيريا وعنغولا لإبراز أكثر أهمية هذه المنطقة في منطقة الأوروبية يمكن ذكر مثلاً الشركات الأوروبية التي تشارك باستثمارات وعلى رأسها شركة شيل البريطانية توتال الفرنسية وإني البريطانية هذه الشركات جميعها تعاني من عمليات القرصنة البحرية على مستوى هذا الخليج وهي مجبرة على الدفع إما الفدية وإما الاستعانة بخدمات الشركات الأمنية وهو ما يفتح المجال لتهديدات جديدة بتواجد هذه الشركات الأمنية في منطقة واقعياً واقعياً بربط هذه المعضلة بالدول الأوروبية نجد أن بريطانيا هي أكثر الدول الأوروبية استثماراً في مجال الطاقة خاصة في المنطقة من خلال خاصة في نيجيريا بحيث أنها من 10% من وارداتها الفترولية من نيجيريا كما تعتمد أيضاً على العديد من الحقول وغيرها من الدول المنطوية في هذا الإقليم ثم أن بصفة إجمالية توفر الأوروبا ما قدره أو ما نسبته 13% من النفط و7% من الغاز من المنطقة وهي معدلات أو نسب مراجحة للارتفاع من شأنها أن ترتفع خاصة مع التطورات الحالية المعادلات الجيوسياسية القائمة بين مختلف القوى التي تسعى إلى تعديل نمط النظام الدولي وإلى تغيير التوازنات القائمة به وهو ما يؤدي في الأخير بالدول الأوروبية إلى تبني إضافة إلى استراتيجية طاقوية جديدة تجه الدول الإفريقية إلى الأخذ باستراتيجية أمنية جديدة تضع هذه الدول الإفريقية ضمن مظلة أمنية واحدة من شأنها تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية بين هذه الدول لأجل التقليل والكشف المسبق والوقائي لعمليات القرصنة البحرية ضمن هذا الإقليم البحري في الأخير يمكن القول بأن هذه المنطقة أو منطقة خليج غينيا هي منطقة مفتاحية في معادلة الطاقة الدولية وهي أيضا مفتاح لخروج أوروبا من المأزق الذي سببه استخدام روسيا للمورد الطاقوي في حرب الأوكرانية الأخيرة وأيضا هي منطقة غير لا يتم كثيرا تسليط الضوء عليها في دراسات سياسية وهو ما يجب الأخذ به مستقبلا أما بالنسبة للقرصنة وغير ذلك فإن الدول الأوروبية ستجد نفسها مجبرة على تبني استراتيجيات أمنية جديدة من شأنها إيجاد تكتلات أمنية تضم دول المنطقة كلها للابتعاد عن المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تنجر عن ما قد يسببه الحضر الروسي للموارد الطاقوية على مستوى القرصنة الأوروبية وشكرا جزيلا شكرا شكرا أستاذة زباوي لم يعد على مداخلتك أثر عمليات القرصنة البحرية في خليج غينيا على الأمن الطاقوي الأوروبي وكما ركزت أستاذة على مفهوم المنطقة خليج غينيا وتقدمت تعريفا تعريفا تعريف لهذه المنطقة وأشرت إلى أهميتها بالنسبة لتحقيق الأمن الطاقوي بالنسبة لأوروبا التي تتعرض في سنوات الأخيرة إلى تهديدات تمس أمن الطاقة خاصة بعد حرب روسيا على أوكرانيا كذلك أشرت إلى أهمية المنطقة لغناها من ناحية موارد الطبيعية خاصة موضوع بحثك المتعلق بالأمن الطاقوي النفط والغاز وأشرت أن هذه المنطقة غنية جدا بموارد الطبيعية النفط والغاز أيضا أشرت إلى أهمية إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة في مجال الأمن الطاقوي وهي تهديدات تتعلق بالقرصنة وقمت بإشارة إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أشارت إلى تعريف القرصنة وخطورة القرصنة واستخدام الفدية للحصول على الأموال هذه الأخيرة التي تعتبر من الوسائل غير المشروعة والتي يمكن أن تستخدم في عملية قرصنة بأسلحة أكثر تطور بالإضافة إلى أن هذه الطريقة ستساعد في زيادة الإجرام في المنطقة خاصة في تهديدات أمن الطاقة لأن الحصول على الفدية هي من الوسائل غير المشروعة التي من شأنها أن تضاعف وتطور الجريمة في المنطقة أيضاً لو أشرت لتنوير فقط هو أن هذه الفدية وكذلك التهديدات الأمنية والإجرام في المنطقة أنها تضاعف تكلفة البترول خاصة وأن كما أشرت باحثة مشكورة أن الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تثمر في النفط والغاز في المنطقة ستستعين بالشركات الأمنية هذه الأخيرة التي ستكلف تكلف تكلف وتضاعف من تكاليف إنتاج ونقل البترول لأن كثير من الدول ستتعرض إلى تهديدات الأمنية القرصنة والإجرام الخطف والاختطاف إلى غاره اختطاف الأشخاص وكذلك أن هذه المنطقة من خليج العقبة خليج العقبة خليج غينيا هذه المنطقة تشكل وزنا في الانتقال الطاقوي الأوروبي وبالإضافة إلى أن أوروبا والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لن تسكت عن هذا القرصنة فهي أيضا تعد استراتيجية أمنية لمواجهة تحديات الأمنية المتعلقة بالقرصنة وتصاعد الإجرام في المنطقة شكرا شكرا باحثة وعلى مداخلتك القيمة ورائعة وشكرا الآن نوجه المداخلة إلى الأستاذ دكتور بوزازي خليفة من جامعة البوليدا 2 من الجزائر تحت عنوان الأمن الطاقوي في الاستراتيجية الروسية الأوروبية بين مقاربة الاعتماد المتبادل وسياسة الهيمنة والنفوذ أستاذ بوزازي خليفة هل أنت معنا نعم أنا موجود أستاذ تفضل أستاذ شكرا لك أستاذ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة تحية طيبة وبعد أولا أشكر المركز الديمقراطي العربي الإشراف على هذا المؤتمر الدولي الموسوم بإشكالية الأمن الطاقوي في العلاقات الاقتصادية الدولية بين طاقة المحروقات والطاقة البديلة كذلك بيودي أن أشكر الدكتور علي لطرش على هذه القيمة العلمية وعلى اختيار المواضيع الهامة خاصة باعتبارها ضمن المواضيع الساعة في العلاقات الدولية شكرا لك الدكتور علي لطرش كان موضوعنا أو المداخلة موسومة بالأمن الطاقوي في الإستراتيجية الروسية الأوروبية بين مقاربة الاعتماد المتبادل وسياسة الهيمن والنفوذ بحيث تهدف هذه الدراسة إلى أبراز أهمية الأمن الطاقوي في الإستراتيجية الأمن الطاقوي في الإستراتيجية الروسية خاصة مع دول أوروبا باعتبار هذا الأخير من بين الدول الأكثر استيرادا واستغلالا للنفط والغاز الروسي حيث ركز هذا المقال في إحدى جوانبه على مقاربة الاعتماد المتبادل بين كل من روسيا باعتباره من أكبر الدول المنتجة والمصدرة إلى أوروبا وبين سياسة الهيمن والنفوذ من جهة أخرى باعتبار أن الطاقة من بين أوراق الضغط التي أصبح يستعملها روسيا في سياستها الخارجية في الكثير من القضايا والملفات الهامة كذل تصاعد العلاقة بين حالة الصراع والتنافس وفرض النفوذ وبين الموارد أصبحت إسراتيجيات السياسة الخارجية للعديد من البلدان تتعامل مع قضايا أمن والطاقة وتطوير البنية التحتية الخاصة بها بالإضافة إلى تشكيل نظام طاقة مشترك كعوامل جيوسياسية رئيسية تحدد معها نفوذ الدولة ومدى تأثيرها ويتم التعامل مع أمن الطاقة كمتغير أساسي لقوة الدولة وكأداة حاسمة لفرض النفوذ وقد تعددت التعريفات لمطروحة الأمن الطاقة وفقا لمصالح الدولة وأهداف أمن الطاقة والمفاهيم الجيوسياسية التي تتناول أمن الطاقة من خلال المعاير الأربع الرئيسية لموارد الطاقة وعلاقتها بقوة الدولة ونفوذها السياسي وقد ركست الدراسة على روسيا الدولة المتصدرة في إنتاج الطاقة وتصديرها كنموذج للدول التي استطاعت أن تستخدم الطاقة كأداة لفرض النفوذ على المستوى الدولي ومحاولة تغيير نظام توازن القوى من نظام القوى الواحد إلى نظام متعدد القوى حيث تمثل الطاقة عنصر هام في تحديد مصار وتوجهات السياسة الخارجية الروسية التي بلورت أهدافها الخارجية في مجال الطاقة على اعتبار الطاقة كأداة من أدوات السياسة الخارجية الروسية من خلال استخدام ما يسمى بديبلوماسية الطاقة والطاقة كسلاح استراتيجي لزيادة النفوذ والاستثمار الموجه في مجال الطاقة للهيمنة على البنى التحتية كذلك ذات الأهمية الاستراتيجية والحد من النفوذ الغربي في مناطق النفوذ الروسي في كل من المناطق الاستراتيجية الهمة بالإضافة إلى توسيع رقعة النفوذ الروسي في آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الراتينية والشرق الأوسط إلى غير ذلك وتوسلت الدراسة إلى أن روسيا استطاعت استغلال مواردها من الطاقة لفرض النفوذ على المستوى الدولي والذي من المتوقع أن يستمر لفترة بالرغم من التهديدات والتحديات التي تواجهها تم تقسيم الدراسة إلى تقريبا ثلاث محاور أو أربع محاور رئيسية أولا يجب أن يكون هناك أو قدمنا تعريف للتعريف الروسي بالنسبة لأمن الطاقة كذلك المحور الثاني وهو التعريف الاتحاد الأوروبي لأمن الطاقة باعتبار أن روسيا هو الفاعل الأساسي والمنتج والمصدر للطاقة وكذلك التعريف بالنسبة للاتحاد الأوروبي باعتباره من بين الدول المستقبلة للطاقة الروسية باعتبار أن السوق الروسي للطاقة موجود في أوروبا كذلك المحور الثالث من أهم وأبرز المحاور وهي الإمكانات أو الإمكانيات الطاقوية الروسية والمحور الرابع وهو الإستراتيجية الروسية الأوروبية بين السياسة والهيمنة والنفوذ من جهة وبين مقاربة الاعتماد المتبادل من جهة أخرى أولا التعريف الروسي لأمن الطاقة يعد موضوع الأمن الطاقة والروسي وتحديته الراهنة من أهم القضايا الأمنية الموجعة في الإستراتيجية الاقتصادية السياسية لروسيا ذلك أن روسيا هي أكبر فاعل طاقوي في أوراسيا بفضل قدراتها الطاقوي الهائلة والتي تتكئ عليها روسيا فضلا عن مكانتها كأحد أهم منتجي ومصدري الطاقة نحو كبرى المناطق المستهلكة لهذه المصادر سيما في أوروبا وأسيا بين أن هذا الفاعل الطاقوي الكبير يوجد تحديات أمنية طاقوية جدية تمس صميم أمنه الطاقوي المتمثلة أساسا في تلك التبعية الروسية الشديدة نحو السوق الطاقوي الأوروبي فضلا عن تلك التحديات والصعوبات التي تواجهها إمدادات الطاقة الروسية نحو الأسواق الطاقوي الكبرى حينما تشتاز مناطق ودول العبور الطاقوي مثل أوكرانيا من جهة أخرى تعد روسيا الدولة الوحيدة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لا تحتاج إلى استراد الطاقة وهذا يعطيها تفوقا استراتيجيا لا تمتلكه الدول الأخرى التي ليس لها أو ليس لديها اكتفاءا ذاتيا من هذه الموارد الحيوية بل وتعد الأولى في الإنتاج والتصدير والمسيطر الوحيد على أسواق الطاقة خارج دول أوبيك ينطلق مفهوم الأمن الطاقة الروسي من تأمين الإمدادات أولا وتأمين الوصول الآمن للطاقة إلى الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وأصبح لا يقل أهمية عن التأثير العسكري والسياسي ولا سيما بعد تولي الرئيس فلاديمير كوتين السلطة عام 2000 الذي يعد نقطة تحول رئيسية في الأمن العالمي للطاقة فروسيا تغذي الاتحاد الأوروبي ما يقارب نسب احتياجته من الطاقة يقصد به النفط والغاز الطبيعي ويتركز المفهوم الروسي لأمن الطاقة على أمن الطلب وعلى مصالد الطاقة لديها أي يركز على أمن العائدات من سوق الطاقة ويوظف لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وتراهن نوسيا من جهات أخرى أثناء محاولات ضمان وتعزيز أمنها الطاقوي على مجموعة من الفرص والرهانات الطاقوية القائمة على حفظ مكانة نوسيا في السوق الطاقوي الأوروبي من جهة والبحث في الوقت نفسه عن أسواق عالمية جديدة مماثلة لتلك الأسواق الأوروبية عبر مشاريع طاقوية جديدة ومكلفة قد تشكل أعباء مالية كبيرة على روسيا المحور الثاني وهو تعريف الاتحاد الأوروبي لأمن الطاقة حدثت الوثائق الصادرة على المفوذية الأوروبية الخاصة بإستراتيجية الطاقة أن مفهوم أمن الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي يقوم على أربع دعائم وركائز رئيسية وهي على النحو التالي أولا إدارة الطلب كرئيسة أساسية بمعنى تقليل استهلاك الطاقة قبل الإمكان وهذا في السياق بدأ طرح مفاهيم تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة ثانيا التنويع في مصادر الطاقة والأمر الذي من شأنه تقليل التبعية لمنطقة أو دولة بعينها ثالثا تجنب الأزمات في سوق الطاقة انطلاقا من قناعة مفادها أن تحقيق أمن الطاقة يتطلب أن تكون السوق منظمة بصورة جيدة بما يحول عفوا دون حدوث أزمات رابعا وآخرا التحكم بالعرض الخارجي بمعنى من خلال الدخول في شركات استراتيجية مع الدول المنتجة الرئيسية التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي في تأمين والداتها من النفط والغاز الطبيعي بناء على هذه المفاهيم والتعارف الأربعة المذكورة آنفا لمفهوم أمن الطاقة يمكن القول أن الدراسات المتعلقة بالطاقة بمصادرها المختلفة قد أعطت حيزا من الأهمية في الدول المنتجة والمستهلكة وما تجلى عنه من تطور كبير ساعد الدول في سياغة استراتيجيات واضحة لأمن الطاقة فلكل دولة رؤية تحاكم تطلباتها الحيوية من الطاقة في ذلك التهديدات المتزايدة التي تتعرض بها البلدان المنتجة ناسيما في قرة أوراسيا وفي طبيعة الحال فإن استراتيجية الطاقة في البلدان المستهلكة والمتقدمة تكون أكثر رؤية للمستقبل على العكس فإن أغلب البلدان المنتجة تفتقنوا إلى التخطيط الإستراتيجي لإدارة مواردها مما يقود إلى أن أبعاد ومحددات أمن الطاقة تصبح ذات تأثير مباشر في بناء سياساتها وإستراتيجيها الدول وإستراتيجيتها أفرنا الداخلية والخارجية المحور الثالث وهو محور مهم من الجانب الروسي وهو الإمكانات أو الإمكانيات الطاقوية الروسية تعد روسيا فاعلاً طاقوياً كبيراً ذلك أنها تمتلك أكبر احتياط عالمي من مؤكد من الغاز الطبيعي وبنسبة قدرها 1.68 تريون متر مكعب وهذا معناه أن روسيا تمتلك لوحدها ربع الاحتياط العالمي المؤكد من هذا المورد متبوعة بإيران وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وتهيمن شركة غاز بروم المملوكة للدولة الروسية على معظم عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي الروسي وبنسبة التفوق ومقدارها 70% من إجمال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي لروسيا وهكذا تغذو روسيا أكثر احتكاراً أو تغدو روسيا أكثر احتكاراً لسلسلة الطاقة الإنتاج والنقل والتصدير وبما يزيد هيمنة من هيمنتها على هذا المورد ويصل كذلك من جهة أخرى الإنتاج الروسي من الغاز الطبيعي مقداره 605 مليار متر مكعب سنوياً بيد أنه يتم استهلاف منه نحو 413 مليار متر مكعب في السوق المحلي الروسي بينما يتم تصديره الباقي إلى نحو أسواق الطاقة العالمية وخاصة نحو الدول أوروبا وتشير التقديرات إلى هذا المعدل سوف يقفز إلى إنتاج قدره 723 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 فضلاً عن أنه سيتم خلالها استهلاف مقداره 459 مليار مكعب في سوق الطاقة المحلي لروسيا وتصدير مقداره 268 مليار مكعب في الوقت نفسه وتتركز معظم وجهات صادرات الغاز الطبيعي الروسي نحو أوروبا على وجه التحديد وتحديداً نحو ثلاث دول أوروبية هي ألمانيا بنسبة قدرها 22% من إجمال توليدات الطاقة الروسية نحو أوروبا ثانياً تركيا بمقدار 13% ثم بعد ذلك ثالثاً إيطاليا بنسبة 12% وتمتلك روسيا ثامن أكبر احتياط عالمي من النفط بما يعادل مقداره 10% إلى 12% من الاحتياط العالمي للنفط أي 80 مليار برميل مؤكد وتعد روسيا ثاني أكبر منتج عالمي لهذا المورد حيث أنتجت عام 2015 مقداره 10.25 مليون برميل يومي من النفط الخام جعلها تستهلك من نحو 3.5 مليون برميل يومي في السوق المحلي الروسي وتصدر ما يفوق عن 7 مليون برميل يومي من النفط حينها ويتوقع أن تتراجع قدرات إنتاج النفط الروسي بحلول 2035 إلى مستوى 3 مليون برميل يومي بدلاً من 10 مليون برميل يومي الحالي ويعتبر تحدي كبير من بين التحديات بالنسبة لروسيا ويتوقع بموازاة ذلك زيادة الاستهلاك المحلي الروسي من النفط إلى ما يقارب 4 مليون برميل يومي من النفط وهكذا فإن روسيا لن تصدر حينها سوى مقدار 5 مليون برميل يومي من النفط بدلاً مما عليه اليوم في مستوى 7 مليون برميل يومي بالنسبة للمحور الرابع وهي الاستراتيجية الروسية الأوروبية بين السياسة الهيمن النفوذ ومقاربة الاعتماد المتبادل وفقاً للإستراتيجية الروسية التي أطلقها سنة 2010 تظن أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات روسيا من الطاقة حتى سنة 2030 وبالنظر إلى مفهوم أمن الطاقة الأوروبي الذي ذكرناه آنفاً نجد أنه يعتمد على عدة أسس تشمل ضمان التتفق المستمر لمورد الطاقة بدل الإنقطاع وتوفير الطاقة من مناطق إنتاج موثوقة بالأسعار المناسبة بالإضافة إلى عدم إلحاق الضرر بالبيئة وتنويع مناطق إمدادات الطاقة لتقليل التبعية لدولة روسيا من خلال هذا المفهوم لأمن الطاقة الأوروبي ومقارنه بمفهوم أمن الطاقة الروسي نجد أن هناك اتفاق بين المفهومين في الجزء الخاص بضرورة استمرار تدفق إمدادات الطاقة بينهما إلا أن هناك اختلاف في كل من حجم هذه الإمدادات عفواً واستمراريتها وطرق نقلها وبالتالي تلعب الطاقة دوراً محورين في العلاقات الروسية الأوروبية وذلك لسبابين أساسيين وضروريين السبب الأول تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية بنسبة تمثل حوالي 30% من حاجاتها هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبا الشرقية تعتمد على الطاقة بالنسبة 100% وفي المجمل تعتمد أوروبا على روسيا بنسبة 39% من أغاز الطبيعي و33.5% من النفط و30% من الفحر وتحتل روسيا المركز الثالث في التجارة الخارجي الاتعاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين بنسبة تعادل 27% في صادراتها و11% في وردتها السبب الثاني وهو تعتمد روسيا على السوق الأوروبية بشكل كبير بنسبة لا تقل عن 70% من صادراتها من الغاز الطبيعي 80% من إجمال صادراتها من النفط كذلك 50% من إجمال صادراتها من الفحم كما تقوم روسيا باستيراد أكثر من نسبة حاجاتها من التقنيات الخاصة باستخراج الطاقة من دول الاتحاد وبناء عليه تمثل أوروبا سوق لتصريف إنتاج روسيا من الطاقة بينما تمثل روسيا مصدر لسد حاجة لسد حاجة السوق الأوروبي من الطاقة فالعلاقة بين الطرفين تتميز بنوع من الاعتماد المتبادل يمكن أن يطلق عليه اعتماد طاقة ومتبادل يختلف في نطاقه ومستوياته وتظهر ملاعمه في عدة نقاط تشمل فيه أولا عقود طاولة المدى تمدد إلى 2025 كذلك تتسلم دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 50% من إندادات الطاقة الروسية عبر أوكرانيا كدولة عبور وفي ذلك الأزامات الأوكرانية المتتالية ثالثا هو الإنقسام في سياسة الطاقة الأوروبية يشجع روسيا في الدخول إلى علاقة ثنائية مباشرة مع الدول لتوقيع صفقات طويلة المدى وأخيرا تستخدم روسيا الشركات الكبرى للطاقة شركة غازبروم لإنتاج الغاز وشركة روسفينت لإنتاج البترول حتى لا أطيل عليكم ختاما أنه ركزت الدراسة على روسيا كنموذج استخدمت موالدها الطاقوية كمصدر للتأثير السياسي للمساومة وفرض النفوذ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أولا أن الطاقة أداة استراتيجية رئيسية لها ضوء في توسيع مجال التأثير الجيوسياسي وبالنسبة لروسيا فإن الطاقة ينظر لها على أنها سلعة استراتيجية توفر أساسا لتوسيع النفوذ من خلال خلق علاقات طاقوية غير متكافئة تخلق تأثيرا سياسيا بين الدول على الصعيد العالمي قد يكون في شكل من أشكال التبعية في بعض المناطق أو نوع من أنواع الاعتماد المتبادل في مناطق أخرى النتيجة الثانية وهو أن هناك تحول في نزان القوى الدولي يتحدد وفقا للأمن الاقتصادي الذي بدوره يحدد مكانة الدورة في النظام الدولي القائم حيث أن القدرة الاقتصادية لأي دولة تعد مصدرا للقدرة العسكرية كما تحدد قدرة الدولة على ممارسة النفوذ السياسي وهذا ما وفرته الطاقة لروسيا فنظرا لكمها دولة المرائدة تستخراج وتصدير الموارد الطبيعية والمعدنية فقد استخدمت روسيا نفطها وغازها الطبيعي كرافعة سياسية في سياستها الخارجية وخاصة في الاتحاد الأوروبي النقطة الثالثة أو النتيجة الثالثة وهو تواجه روسيا تحدي كبيرة في الحفاظ على حجم صادراتها خاصة من الغاز الطبيعي وهذا قد يؤثر على اقتصاد الدول أو الدولة الداخلة خاصة عن استراتيجيات تصدير الغاز لا تأكس التغيرات العالمية الأخيرة والتي تؤثر بشكل كبير على وضع صادرات الغاز الطبيعي الروسي كذلك النتيجة الرابعة والخامسة تلعبوا شركات الطاقة الروسية دوراً هاماً في ترسيخ النفوذ الروسي والطاقة وفي مناطق عديدة من العالم تناولت الدراسة منها تناولت دراسة منها الاتحاد الأوروبي شكراً لك شكراً لكم جميعاً وأقل الكلمة إلى الأستاذ شكراً شكراً أستاذ على المداخلة القيمة القيمة التي كانت تحت عنوان الأمن الطاقوي في الاستراتيجية الروسية الأوروبية بين مقاربة الاعتباد المتبادل وسياسة الهيمنة والنقود والتي أجدت أستاذ فيها وكنت ملماً بكل جوانبها نحيط الكلمة إلى الأستاذ علي نطرش أو نبدأ في تدح النقاش لمداخلة الجلسة الثانية الجلسة الثانية أستاذ أستاذ علي ربنا أولاً أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة زيمام أمار أسمعك جيداً شكراً أستاذ عفوا الدكتورة زيمام أمار أسمعك جيداً أولاً لقد أدرتي النقاش أو جودة الحوار بجودة عالية علمية عالية فيما يخص مداخلة الدكتورة ويكن فازيا أو طالبة الدكتورة زواوي الميا أو الدكتور بوزازي خليفة كانت مداخلة قيمة وقد أدرتي الجلسة هذه بجودة عالية جداً فأنت مشكورة على ذلك نبقى دكتورة في مجال النقاش بعد أعيد وأشكرك جزيلاً لقد أدرتي المداخلات بجودة عالية أعيد من جديد الكلمة إلى الدكتور مهملي ليدير نقاش الجلسة الثلاث ونحن هنا لتبادل حوار والمناقشة فيتفضل للدكتور مهملي شكراً جزيلاً أستاذي الدكتورة رشالي رئيس هذا المؤتمر الدولي تحية طيبة مرة أخرى لجميع المشاركين معنا وجميع الأساتذة الباحثين في تقديم وإثراء هذا المؤتمر الدولي انطلاقاً من اليوم الأول وجلسات اليوم الأول والإثراء العلم الكبير الذي حاول من خلاله الأساتذة أن يقدم لنا نظرة عامة نظرة دقيقة للمفهوم الأمن الطاقوي وكل نظريات المفسرة إضافة إلى تجارب بعض الدول من بينها الجزائر والدول العديد من دول العالم في مجال تعزيز الأمن الطاقوي الآن فيما يخص هذا اليوم الثاني من هذا المؤتمر الدولي هناك مجموعة من الأسئلة التي تم طرحها فقط أحاول أن أطرح مجموعة من الأسئلة التي قامت بطرحها الأستاذة سيمانصور للأستاذة العاقل رقية لديك طاحت عليك الأستاذة هل هي موجودة معنا الأستاذة العاقل؟ دكتورة رقية هل أنت موجودة معنا الآن؟ لأن الأستاذة سيمانصور طرحت مجموعة من الأسئلة من بين الأسئلة ما هو تقييمكم فيما يخص استراتيجية الأمن الطاقوي المتبعة من طرف دول الاتحاد الأوروبي؟ هذا أول سؤال أستاذي المفروض أن الدكتورة العاقل موجودة معنا أو ناديها فقط أستاذة العاقل رقية هل أنت هنا معنا؟ واصل أستاذي أطلح الأسئلة جزاك الله خيرا هذا فيما يخص الأستاذة السؤال الأول يتعلق بما هو تقييمكم فيما يخص استراتيجية الأمن الطاقوي المتبعة من طرف دول الاتحاد الأوروبي السؤال الثاني أيضا من طرف الأستاذة الدكتورة سيمينصور فريدة موجهة أيضا للأستاذة بشرة بندراجي ما هي البدائل المتاحة في ميدان تأمين والإدارة الطاقوية لبلد الاتحاد الأوروبي في ظل تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية الآن هناك أيضا سؤال قامت بطرحه أيضا الدكتورة سيمينصور فريدة وهو موجه لأستاذة زواوي لمياء عليها هنا معنا في ظل تواجد نسبة لبأس بها من الإمدادات الأوروبية بالبترول والغاز تمر عبر خليج غينيا ما هي تدابير المتخذة من طرف دول الاتحاد الأوروبي هذه فيما يخص الأسئلة هناك أسئلة أيضا أخرى أيضا تقريبا هذه تقريبا كل الأسئلة الأستاذة فيما يخص الاتحاد الأوروبي وأيضا أستاذة توجي أيضا سؤال آخر للأستاذة زيدوري سيرين السؤال ما هو أو هل الأمن الطاقوي لروسيا يتعرض هو الآخر لتهديدات قريبا هذه أهم الأسئلة التي طرحتها الأستاذة الدكتورة سيمينصور للأستاذة إذا كانت هناك أي أستاذ يمكنه الإجابة على الأسئلة هذه يقوم بالإجابة إليها أو هناك أسئلة أخرى سوف نقوم بتدوينها وطرحها أيضا على الأستاذة أستاذة لميا نعم هل سمعت السؤال الذي طرحت عليك الأستاذة الدكتورة سيمينصور إذا بإمكاني هذا فأستطيع أن تنظر ما في أي مشكلة في ظل تواجد نسبة لبأس بها من الإمدادات الأوروبية بالفترول والغاز تمر عبر خليج غينيا ما هي تدابير المتخذة من طرف دول الاتحاد الأوروبي يعني هذا السؤال الذي طرحت عليك أستاذة من صورة بالنسبة بالتدابة المتخذة هي الغالب تدابير أمني عسكرية تحاول من خلالها دول الاتحاد الأوروبي التنسيق أمنيا مع الدول الاتحاد الأوروبي على رأسها نيجيريا ونيجيريا هناك تكوين الضباط خاصة فيما يتعلقوا ب التقنيات الحديثة التقنيات التكنولوجية الحديثة فيما يتعلقوا بإمكانيات تتبع القرصنة كل ما له علاقة بتتبع السفن التي تتبع قرصنتها وأيضا فيما يتعلقوا بتوزيع القوات الأوروبي وعلى أسلح القوات الفرنسية القوة الأكثر نفوذة في المنطقة هناك العديد من تدابير الأمن نذكر منها مثلا التدخلات الفرنسية في منطقة التاحل وهي تعالي تمديدها في منطقة ميجيريا في دلسا ميجر وغيرها من المناطق المحاذية لمنطقة خليج رينيا كآلية لمحاربات شركات الجريمة المنظمة ثم جماعات إرهابيات والتي من شأنها أن تجفف منابع مختلف هؤلاء القرصنة ومختلف الجماعات الموثبتة بعمليات القرصنة شكرا شكرا أستاذة الأستاذة العاقل الرقية هل أنت معنا أستاذة؟ الدكتورة العاقل الرقية هل أنت معنا؟ نعم معكم أسأل خير مرة مجددة بالنسبة للسؤال الذي طرحه علي تقييم الإستراتيجية الأوروبية للطاقات المتجددة على حسب ما أظن لا أسمعك أستاذ إذا ممكن تشغيل الميكروفون لا أسمعك أستاذ شكرا السؤال يتعلق بما هو تقييمكم فيما يخص إستراتيجية الأمن الطاقوي المتبعة من طرف الدول الاتحاد الأوروبي بمعنى الإستراتيجية بصفة عامة ليس فقط طاقات متجددة إستراتيجية الأمن الطاقوي يعني هذا السؤال نعم شكرا سيدة إسلجنسا السؤال هو في محله خاصة وأننا في ضرر هذا الضرر موسوم أو يتاسم بالتهديدات ضد الأمن الطاقوي معنى ذلك وهذا لكل الأطراف ما بين طوسين حتى نهم ما نقصد بهذا أن الاتحاد أو دول الاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهات أخرى المعروف والمؤكد منه هو أن روسيا هي المورد الرئيسي للطاقة في أوروبا بنسبة تزيد عن 40% من الاستهلاك الطاقوي لأوروبا وهذا في مختلف ربما على درجة أكبر نسبة الغاز طبيعي وفيما يليها النفط ثم الفهم الآن تقييم السياسات أو الاستراتيجية الأوروبية استراتيجية الأوروبية بعد 2014 واليوم في انطلاقا من فبري 2022 المفاوضية الأوروبية ترمي إلى تنوير المواردين والتخلص نهائيا من روسيا كموارد رئيسي معنى هذا التنوير أولا هذه السياسة تمر إلى التنوير بالدرجة الأولى للمواردين وفي درجة الثانية اعتماد على الطاقة النظيفة أو المتجددة ولكن هذه الاستراتيجية تم التخطيط لها منذ سنة 2014 وهي في الصميم حقيقة لأن الاعتماد على موارد واحد يؤدي إلى كارثة إذا من ناحية الإمدادات أو من ناحية أسعار التكاليف أو إلى ما غير ذلك يعني هو المتحكم في هذا الاستهلاك الطاقوي الأوروبي ولكن من جهة أخرى هذه الاستراتيجية لا يمكن تطبيقها على المدى القصير وإنما التطبيقها وتنفيذها نستنزم فترة معينة وهذا ما تثبته اليوم السياسة الأوروبية بحيث أن نراحب بإكليف أن هولندا والعديد من الدول تمضوا إلى الطاقات النظيفة من خلال تركيب مركبات خاصة بإنتاج طاقة الرياح أخرى مثل ألمانيا وهي منذ زمن طويل تتمد على الطاقة الشمسية من خلال تركيب اللوائح على المنازل وعلى المناطق الجبالية إلى مغراد صحيح أن هذه السياسات بخصوص طاقة مربة هي سياسات ناجحة ولكن لابد أننا نكون واقعيين بأن الاستهلاك الطاقوي اليوم والاقتصاد في الدول الأوروبية اليوم هو اقتصاد يعني اعتمد مطولا على الطاقة السهلة القادمة أو المستوردة من روسيا فالانتقال الطاقوي هذا لا يمكن أن يحدث بنقلة سريعة وإنما لابد أن يحدث تدريجيا فالأحسن أنه يبدأ بداية بتنويع المواردين وهذا ما ترمي إليه عديد من الدول وعلى رأسها ألمانيا من خلال استيراد النفط من الغاز من دولة قطر وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لابد أن نعرف بأن هذا الانتقال سوف يأخذ مدة زمانية عندما قلت بأن هذا الوضع الذي الوضع يعني الحرب على أوكرانيا هو وضع مهدي للأمن الطاقوي بأوروبا كما هو مهدي للأمن الطاقوي بروسيا ذلك أنه سبق وأن قلت في مداخلات أن الأمن الطاقوي يختلف المعنى منه أو المقصود بحسب كل منه بحسب كل قرف سواء كان مدير من شريط هارف أو كان منظمة أوفات أو كان بنسبة لدولة المنتجة أو بنسبة لدولة المستهلكة معنى ذلك إذا كنا اليوم نتكلم عن تحقيق الأمن الطاقوي للإتحاد لدول الاتحاد الأوروبي من خلال العمل أو السهر على وفرة هذه الإمدادات الطاقوية وبتكاليف معقولة حتى يبقى دواران أو نشاط الاقتصاد الأوروبي قائما فإنه اليوم بالنسبة للموارد الروسي الأمن الطاقوي بالنسبة له يختلف نوعا ما كونه أن هذا الأمن الطاقوي هو مهدد من ناحية الاستهلاك ما مدى قابلية استهلاكه في حال انقطع استيراد الدول الأوروبية أو وجدت الدول الأوروبية بديلا له فما هو محل أو ما هو يعني ما هو مستقبل هذه الطاقة التي من نفس أو غز طبيعي أو من فهم فما هو مستقبل هذا الأمن الطاقوي الروسي أمام هذه الخيارات الجديدة التي تعرفها أو سوف تطبيقها أو سوف تنفذها مستقبلا الدول الأوروبية ونحن نعلم بأن حسب الخبار الأوروبيين كلهم يمنون إلى القول بأن هم يعني متخوفون من الشتاء المقبل يعني كيف يجب أن يؤمن التجفئات في بيوتهم في حال تطبيق فعلا الخطة أو الاستراتيجية التي أملتها المفوضية الأوروبية في نهاية سنة 2022 إذن هذا بخصوص تقييم السياسات هي سياسات على مدى طويل ولا يمكن تطبيقها على مدى قصير أولا وهي سياسات لا بد من كل إمكانيات الممكنة يعني كل بلد فرادة وليس مجموعة كإتحاد يعني كل دولة بحسب الإمكانيات هناك من تتمتع بطاقة الشبسية أكثر من دولة الأخرى تتمتع بطاقة الريح أو من دولة الأخرى تتمتع بطاقة الشبسية لما غير ذلك وبالتالي هذه السياسات هي سياسات لا يفقى تنفيذها على المستوى المجمل أو الإجمال من ناحية المرور إلى الوطاقات النظيفة صحيح وهو خاص بكل دول الاتحاد أوروبي ولكن في تفاصيلها هنا تخط كل دولة بحسب إمكانياتها وثراواتها المتوفرة لديها هذا ما لدي أقوله في خصوص تقييم هذه السياسات شكرا العقل على هذه توضيحات ما يتعلق بسؤال الذي طرحته الأستاذة الدكتور سيمانسور الآن إذا كانت هناك أسئلة أخرى يرجى من جمال إذا المشاركين معنا تقديم أسئلة إذا كانت هناك أسئلة لإثارة المتاحة أستاذ مهملي أستاذ مهملي أستاذ دكتور تفضل أستاذنا الفاضل مرحبا بك معنا شكرا شكرا عندي مجموعة من الملاحظات أولها يعني تقريبا بالنسبة للقلصان البحرية في خاليج غينيا البلدان الأوروبيا مع البلدان المعني يعني سواء في أفريقيا أو في سواء في خاليج غينيا أو الباب المندب يعني في البحر الأحمر أمام دولة سومار أوروبا لم تقصر عندما يسمى بآلية أو قوة فرونتكس هي التي خصصت لمحاربة القرصانة البحرية التي تستهدف ناقلة وتأخذ عليها فيليا المشكلة مشي في التعاون أو أو الحرب على القرصانة البحرية ولكن في محاكمة القرصانة البحرية كما يعلم الدكتور علي هنا كتاب يعني إذن المسألة ليس مسألة التصديرات ولكن المشكلة والإشكال يقع في المحاكمة للقرصانة حتى أنهم في بعض الأحيان يطلقون صراحة يعني ما مينجموش يحاكمهم لأن مكاش آلية قضائية يحاكمهم كل واحد يقول ربما في الكتاب سنجيب على هذه المسألة إن شاء الله عندي ملاحظة أخرى وهي دائما كما نقول الخوف والخشية من التقرب من الحيز البحري كما من ناحية قادمية أو سياسية معادة مداخلة الأخت طالبة طالبة الدكتورة زواء ويلمية التي تتكلمت عن قرصانة البحرية وعلاقتها بالطال الطاقة معادة يعني ما تريب ولا بالأمس الدكتور من مصر كارم سلام بعد هذه تقريبا كل المداخلات تبتعد نوعا ما كما قلنا على المجال البحري أيضا عندي ملاحظة منهجية بالنسبة ل يعني تناول الأحداث تقريبا رائنة يعني مثل الحرب في أوقانيا ومعالوثي والآخرين يعني تكثر فيها الرؤى السياسية والتأويلات السياسية أكثر من الرؤى العلمية دائما يعني نحترين حتى لا نقع في كتابات ربما في المستقبل يعني سيكذبوها المستقبل وصبح غير علمية غير داخل إلى آخرين هناك قانونين طبعا ننتظر حتى تهدأ الأمور وتكون عندنا مجموعة من الوتائق ومجموعة من الرؤى حتى نستطيع أن يعني نعطي الموضوع حقا هذه مجموعة الملاحظات وإلى كلا شكرا شكرا أستاذ الفاضل الدكتور سعدي محمد على هذه النقاط المهمة وهذه الملاحظات المهمة خاصة فيما يتعلق أن الأستاذ دائما تقريبا يشير إلى أن يعني الباحثون ربما يدخلون غمار البحوث في مجال يعني الغلبيحار بسبة عامة يعني خاصة وهذه ملاحظة عشرين الأستاذ في اليوم الأول وكذلك في اليوم الثاني معدى مدخلتين كما أشر الأستاذ يعني وموضوع يعني ما يتعلق بمثلا نقل الطاقة أو نقل النفط عن طريق البواخر يعني عن طريق النقل البحري يعني هو مهم جدا وما هي تهديدات التي تحيط بهذا المجال بمعنى هذه النقاط مهمة لربما سوف يكون لنا لها حديث و يكون لنا إن شاء الله فيها دراسات إن شاء الله مستقبلية فيما يتعلق هذا الموضوع إن شاء الله أستاذ هل هناك أسئلة أخرى فيما يتعلق بإثراء هذا الموضوع المتعلق بالأمن الطاقوي أستاذ نعم لدي تعقيد أفضل يا أستاذ أستاذ أشارت الأستاذة زيدوري زيدوري سيرين مستقبل الأمن الطاقوي الأوروبي في ضوء مخاجدة الحرب الروسية الأوكرانية أشارت إشارة سريعة إلى الطاقة النووية الآن دول عربية لا تنتج كهرباء من مصدر نزيج طاقة نواوية لكن هناك استراتيجيات في الأمن الطاقوي لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية النتجة عن الطاقة النووية كمصدر في الطاقة المتجددة أشير إشارة إلى بعض الدول الأسيوية الأوروبية التي تنتج هذه الطاقة لأن الطاقة الأستاذة أشارت إلى إشارة سريعة إلى طاقة نووية أشير إلى أن هذا حسب تقرير البنك الدولي روسيا مثلاً في 2014 كان الطاقة نووية إنتاج الطاقة نووية من إجمال استخدام الطاقة كانت 100% بالنسبة لروسيا ألمانيا إجمالي الطاقة نووية من إجمال استخدام الطاقة هو 14.3% بالنسبة لإسبانيا سنة 2015 كانت 20.6% بالنسبة لجمهورية السلوفاكية 2015 كانت 56.9% بالنسبة لسويد سنة 2015 كانت 34.7% بالنسبة لصيل سنة 2014 2.3% اليابان سنة 2014 4.8% هذا بالنسبة لدول أوروبية ودول آسيوية في إشارة سريعة حسب البنك الدولي بالنسبة لدول العربية هناك عد بعض الدول العربية كانت رائدة في إنتاج طاقة متجددة منطقة الكهربائية طاقة متجددة مثل المغرب مصر والإمارات بالإضافة إلى أن إنتاج طاقة نواوية ومزيج طاقة نواوية بالنسبة لدول العربية هو الآن في نسبة سفر بالمئة لكن من 2015 سيتم تبني استراتيجيات لإنتاج مزيج الكهرباء من مزيج طاقة نواوية لأنه سمعت إشارة إلى طالبة الإستغراء سيرين من جامعة محمد لامين تقدمنا نتوضيحات يعني قالت بأنها غير مستغلة معدى فرنسا على ما أظن والله أعلم كانت إشارة سريعة لم أستوعب إذا كانت أستاذ معنا تقدمنا توضيحات أكبر فيما يتعلقها لأنه كان مجال بحثي ليوم أمس فأردت أن أستغل الفرصة فقط لأن الطاقة النواوية هي مستقبل بالنسبة لأوروبا بصفة عامة لتنويع الطاقة المتجددة هو لتنويع وضمان أمنها الطاقوي لأن أوروبا مهددة بالحروب ومهددة بقطع النفط مثلاً نتيجة الحروب فهي تريد تنويع طاقتها من خلال نزيج الطاقة النووية في الإشارة إلى أن استثمار الطاقة النووية هو مكلف لكن استغلال الطاقة النووية مفاعلات النووية من قبل كانت عمر المفاعل النووي هو 25 سنة أما نتيجة التكنولوجيا العالية أصبح عمر مفاعلات نووية 40 سنة يعني سوف يتم تعويض تكلفة إنتاج الطاقة النووية سوف يتم استثمارها على العمر الزمني للمفاعلات النووية التي نتيجة التكنولوجيا أصبح عمرها الآن 40 سنة شكرا أستاذة في حالة الطاقة النووية هي طاقة مكلفة من ناحية مكلفة أستاذة هي طاقة مكلفة كما أشرت ولكن أيضا في نفس الوقت ربما العنص الرابع الذي أشرنا إليه من عناصر الأمن الطاقوي اللي هو القدرة والتوقية وتحمل تكاليف هناك العنص الرابع اللي هو الاستدامة البيئية بمعنى هل طاقة نووية هي طاقة نظيفة يعني هل نطيفة صديقة البيئة لكن تأثيرتها يعني على المحيط يعني هل باعتبر أن أستاذ أنت بحثت في هذا الموضوع يعني فيما يخص الموضوع هذا هل تأثيرتها أقل من تأثيرتي ربما فيما يخص تأثيرت أكيد حسب نعم حسب المنظمات الدولية التي أشرت إليها مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أشرت إلى أن برنامج مكافحة الاحترار العالمي وانبعاثة ثاني أكسيد الكربون الذي يقضي بإبغاء متوسط درجة الحرارة عند معدل أو مستوى لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية أنه يجب أن يشمل العمل على تطويق الطاقة النووية باعتبارها مصدر هام للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون ومصدر للطاقة الحرارية قادر على الإسهال في تخطيط أعطاء ظاهر التغير المناخي كما تم اعتبارها من عدة شركات متخصصة في إنتاج الطاقة النووية اعتبار التنمية المكثفة لقطاع الطاقة النووية تشكل إحدى وسائل مكافحة الاحتباس الحراري وكما تم اعتبارها من المدير العمل للوكالة الدولية للطاقة النووية أنها صديقة للبيئة هذا حسب التقارير الدولية في هذا المجال شكرا أستاذا حيث هنا تقارير تقارير أن نسبة مساهمة أنها الفاقة النووية لا تزال أكبر مصدر الكهربائي وخفض الكربون على مدى أكتم 30 عام في البداة ذات اقتصادية متقدمة مثل الولايات اليابان ودول الاتحاد الأوروبي شكرا أستاذا شكرا لذي التوضيحات فقط أردت أن أعرف يعني فيما يتعلق يعني كما أشرتنا سابقا بين العناصر الأربع الأمن الطاقوي عنصر الإستجام البيئي ولهذا أشرت إلى نقطة البيئة بمعنى بحبارية أسر مهم جدا في تعزيز الأمن الطاقوي الآن ننتقل إلى شكرا أستاذا حبيدك الله شكرا عفوا ننتقل الآن إلى أسئلة أخرى لإطراء الموضوع أكثر ربما ما يتعلق بالأمن الطاقوي مثلا في الجزائر أو المغرب أو مصر أو في الدول العربية أو حتى في الدول العالم يعني هل هناك أسئلة أو هناك توضيحات أو هناك إطراءات علمية في هذا الموضوع أستاذ بالنسبة لي تعقب تاني تعقيب وليس تعقب تعقيب نعم أستاذ الأليات مكافحة الإتحاد الأوروبي ودول الأوروبي بصفة خاصة لعمليات القرصنة البحرية في خالج غينيا بالنسبة لي هذا الموضوع هو أيضا موضوع حساس بالنسبة للدول الأوروبية والدول الأفريقية على حد سوى والجزائر على وترقصص بالنسبة لي أن الدول الأوروبية تتغاضى عن استعمال الفدية باعتبارها وسيلة من وسائل القانونية غير مشروعة في مواجهة ومواجهة عمليات القرصنة من جهة من جهة ثانية أن الدول الأوروبية متضررة لأن الدول الأفريقية عمليات القرصنة جد مرتفعة في منطقة خالج غينيا الذي يهدد أمنها الطاقوي الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبيع النقط من جهة ثانية يؤدي بالدول بالشركات المنتجة ومستغلة للفترول أو التنقيب أو البحث عن الفترول في الملتقى إلى لجوئها إلى شركات متخصصة أمنية شركات أمنية متخصصة لحماية لحماية مناطق استخراج أو استغلال أو البحث أو التنقيب عن الفترول بالتالي يؤدي إلى إلى أن الدول أيضا البواخر التي تمر عن الملاح البحرية في خليج العقبة خليج غينيا إلى أنه تهدده تهديدات أمنية إرهابية والقرصنة وكثرة الإجرام بصفة عامة في المنطقة هذا يؤدي إلى لجوء إلى شركات أمنية متخصصة وإلى فرض أساطيل أمنية متطورة يعني تحتوي على تكنولوجيا عالية لحماية هذه مناطق الاستغلال أو التنقيب أو البحث عن الفترول شركات متعددة الجنسية أيضا أن الملاحة في هذه المنطقة هي ملاحة سوف يؤدي إلى ارتفاع النقل والشحن والتأمين هذه العناصر سوف تؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج استغلال وبحث عن الفترة بالنسبة للآليات المواجهة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لجأت لأكثر من مرة إلى تبني اتبني مبادرات لحماية السواحل وحتى في إعالي البحار من خلال أساطيل متخصصة وضواخي متخصصة للحماية وكذلك 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 إلى فرض إلى فرض إلى اتخاذ مبادرات مثل نيجيريا والسويد سويد مع نيجيريا اتخذت مبادرات حماية حماية السواحل السواحل الخليج الخليج غينيا كذلك تمت تبني عدة مبادرات من طرف الدنيمار ويعني كل دولة إذا كان عندها عقود طويلة طويلة المدى أو توسط المدى في استغلال وإنتاج البيتو سوف تلجأ باللجوء سواء طريقة إفرادية ومطارقة مع دول المعنية إلى فرض فرض الحماية على هذه المنطقة بغاية توفير الأمن الطاقوي وكذلك أن تحقيباً على الوجوء الدول الأوروبية إلى دفع الفيدياء لاسترجاع المختططين هو من وسائل إثراء غير المشروع وسائل قانونية غير المشروعة في إطلاق صراح المختططين كذلك أن هذا النوع من من الوسائل سيؤدي إلى زيادة الإجرام والجريمة المنظمة هناك في المنطقة من خلال شراء أسلحة متطورة واستعمالها في عمليات قرصانة بطريقة متطورة يعني متطورة تحديد أسلحة متطورة وتحديد الأمن الطاقوي شكراً أستاذ تفضلي أستاذة شكراً أستاذة شكراً أستاذة تفضلي أستاذة فازية شكراً جزيلاً أستاذي الكريم فقط هناك ربما هو في سؤال في شكل تعقيب وهناك تعقيب آخر يعني سأعاقبوا على تعقيب سأعاقبوا في أول شي على الدكتورة زمام تم عاقبت على الأستاذة في مفصل المتباعلات النووية ومن خلال سؤالكم الكريم يعني رئيس الجلسة أكدتم هل الطاقة النووية طاقة صديقة للبيئة وذكر فقط الأستاذة بحادثة فوكوشيما فوكوشيما مارس 2011 في اليابان يعني زلزل أدى إلى متبوع فيتسونامي في منطقة يعني في إحدى مناطق اليابان أدى إلى تعطيل مفاعل نووي عبارة عن محطة كهربائية تشتغل بالطاقة النووية أدت إلى يعني تسريبات نووية هجرت أكثر من 200 ألف من السكان حسب منظمة الصحة العالمية أحدثت الكثير يعني فقط سنتين بعد الحادث يعني سنة 2013 كما أتذكر تقرير الصحة العالمية أذكر أنه نسبة مثلا الأمراض المسرطنة خصوصا سرطان الدم تزايدة بربعة بالمئة في المنطقة نفسها يعني بإضافة إلى تقارير يعني كثير من الأمراض أيضا تهجير كما قلنا السكان الدولة اليابانية أنفقت 300 مليار دولار لإعادة تسكين السكان في نفس المنطقة بعد عشر سنوات يعني ممكن أنه الطاقة النووية كطاقة هي صديقة للبيئة لكن مخاطرها كبيرة جدا يعني وهذا نتيجة هذه المشكلة يعني اليابان تفكر جديا في تعويض الطاقة النووية بطاقات متجددة أخرى أقل خطورة من طاقة النووية ونفس الشيء في أوروبا لو نأخذوا مثلا فرنسا خذت إجراءات في هذا المجال ونعرف أنه فرنسا أكثر من 95% من الطاقات الموجهة لاستخدام اليومي يعني المنزلي هي طاقات نووية يعني تعوض بها طاقات أخرى لكن فيه جدية أو تفكير جدي من قبل دول أوروبية كيف ما عند اليامان لتعوضها الطاقة النووية بطاقات أخرى بالتالي أنا أحتغز على كلمة أنها صديقة للبيئة لأنه مخاطرها كبيرة جدا فقط أعقب على فكرة لأستاذ سعدي تكلم في إطار أنه لما تكلم على الأزمة الأوكرانية الروسية قال أنه التحليلات السياسية وليست أكاديمية من قال أن التحليلات السياسية ليست أكاديمية منهجيا حتى التحليل السياسي الأكاديمي ونشكر هنا زملائي اللي تكلموا على مسألة الأزمة الأوكرانية الروسية يعني منطلقات أو التحليل السياسي هو منهجياً هو تحليل أكاديمي لأنه يتناول الواقع يعني نحن كمختصين في العلوم السياسية لا ننتظر حدث لينتهي لنشتغل فيه في خضم سيرونة الحدث الدولي أو الإقليمي أو الوطني المحلي نحن نشتغل على تحليله ويعني محاولة معرفة أسباب وحيثيات هذا الأزمة بتالي في الأزمة الأوكرانية نحن كم في العلوم السياسية لا يمكن أن ننتظر انتهاءها لأننا زمن مفتوح الأزمة مازات مستمرة يعني منذ أشهر مستمرة بتالي حق لنا أن نحللها وفق منهجية أكاديمية أكيد سليمة وهذا لا يضمن أن كل ما يحلل صحيح لأنه مفتوح لنا ومسموح لنا في العلوم السياسية نقدم استشراف نقدم تحليلات نقتنع أنها حقيقة ممكن تقبل الصواب كما ممكن أن تكون خاطئة مستقبلا وهذا لا حرج فيه في المجهود الأكاديمي فقط هذا فقط للرد على التعقيبين أجدد شكري لأستيذة فيما يخص المناقشات والأسئلة المطروحة لكتف المستوى وحيث الكلمة لرئيس شكرا لأستيذة شكرا لأستيذة الأستاذة فازية ونشكرا أيضا التعقيب لما يتعلق السؤال أو التعقيب الذي طرحتها الأستاذة أمالزمام كنت قد طرحت هذا السؤال فقط هل هي طاقة يعني صديقة البيئة لأنه تقريبا لا نسع أيضا قضية تشارنوبيل أيضا تقريبا أنه تكلمتنا على الطاقة النووية وقلت هل هي صديقة للبيئة أو أنها غير صديقة شكرا أستاذ على التعقيب أستاذ الفاطئ الدكتور سعادي محمد نعم هنا نعم 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 شكرا للدكتور على هذا التسويب أنا ما قلت ليس أكاديميا ما قلت ليس أكاديميا لأن كل ما هو في الجامعة فيعتبر أكاديمي ولكن قلت بأن الإنسانية ثريف حتى يعني ما يكون عنده تقريبا يقولنا في الأمور تكون آنية سواء كان سياسية أو غير سياسية أو لحتي قانونية يعني قضائية لازم يعني كأكاديميا طبعا نساءل نشوية ونصبر عليها كيف تكتمل عندنا قاعد خيوة اللي يقولون أو رقع اللي يقولون نقدرون بحثوا في غرضنا وما كانت وعا يقولنا غلطوا ولا ما غلطوا طبعا كيف تكتمل اللي معروفة اللي حاطة هو البشرية إلا الله الذي لا يفعلها ونكما بيت أريسة أكاديمية رغم أول أستاذ لك بديم كذلك درس معي وهو في العلوب السياسية يعني ما قدرس نقل حاجة كما هك وشكرا لأستاذ شكرا أستاذي على التوضح شكرا شكرا أستاذ الفاضل الدكتور سعادي محمد شكرا جزيلا مرة أخرى الآن ننتقل إلى أسئلة أخرى أو توضيحات أو إضافة ما يتعلق بموضوع الأمن الطاقوي هل هناك توضيحات أو هناك أسئلة مثلا أنا لدي ربما سؤال آخر تم طرحه يعني البارحة في الجلسة يعني في اليوم الأول يمكن أن نشير إلى ما المقصود بأمن الطاقة لأنه أشرنا إلى تعريف أمن الطاقة على مستوى العديد من ربما التوجهات لتعلق الأمر بتعريف الاتحاد الأوروبي أو تعريف الصيني وتعريف الروسي يعني وتعريف الأوروبي والتعريف الأمريكي يعني تنولنا هذه التعريفات الآن أود أطرح السؤال مرة أخرى كيف يمكن لنا أن نعرف يعني مفهوم أو نقدم تعريف الأمن الطاقوي يعني بالمفهوم الجزائري يعني إذا كان هناك من الأساتذة أن يقدم لنا باعتبار أن نناقشنا العديد من النقاط الأساسية والعديد من أثرنا العديد من المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع المهم جدا وهو موضوع الساعة موضوع تعزيز الأمن الطاقوي ومقاومة الأمن الطاقوي لأن كيف يمكن لنا على سبيل مثال هذا كسؤال فقط للأساتذة اللي بشاركين معنا في هذا المؤتمر دولي كل أستاذ مثلا يقدر يقدمنا ما المقصود بمفهوم الأمن الطاقوي بالمفهوم الجزائري كيف يمكن الجزائر أن تحقق وتعزز من أمنها الطاقوي يعني هذا سؤال يعني أود أن أطرحه إلى الأساتذة اللي معنا هنا تعريف يعني الأمن الطاقوي بالتعريف الجزائري شكرا الأساتذة إذا كان معنا أستاذة هنا يقدم لنا ربما أستاذ 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 شوف هناك نقطة أخرى ربما ما ننتبه هولا شحناء أو أصحاب القارات في أوروبا وفي فارسا خاصة رغم يحاوسوا يخرجوا من الاستهلاك النفط اللي يخرج منه اللي يتخوص وقاع في روزة وغير رغم يروحوا نحو الطاقة الكهربائية اللي يمسطر عندهم بصورة كبيرة سواء كانت مستخرجة من الغاز ولا من السدود ولا كيف تستخرج على المصادق تحاول ما نبيعتها راحوا نحو السيارة الكهربائية ونحن نعرف وسائل النقل هي بداية التحضر أول حاجة درتها فارسا في الجزال هي أنها أنشأت ما يسمى بالخنطط الحديدية اللي هي القطارات بدأت مشي بهم حتى تربط بين المدول التي أنشأتها والقورة إذن هذا الأمر استبدال البنزين المستخرج من مصر استبداله بالكهرباء أو شوناها يعني في بيستيران لحالة في فرنسا دائما أنا متخوص حراحة لأننا اعتمادنا في الجزائر إلا على النفط تقريبا والغاز يروح لنا النفط يبقى الغاز ولكن يبقى دائما النفط حاجة ما شاء الله إذن ما المكش اللي أشر إليها حتى يكون غير نموذجها ويشوف ويشوف استراتيجية الأوروبية ورائعة لاستراتيجية فرنسية ومستر بلومبي يعني جايرين مخطط الباب يمشوا عليه وإحنا رأنا مخطط آليف وتأكلين وفي الآخر ربما ندخلوا في حيث صراحة يعني فكرنا يعني الناس اللي أتأخذ القرار فكرت بجدية في هذه المسألة هو رأي دير لك مجال بالنسبة للغاز خرج لك مثلا مطابق تشتغل بالكهرابا وروح وروح وكيفين اللي يستعملها بدون واحد ولكن نحن عندنا الغاز في جزائر الخيس مثلا لنستعمله كما يعني ما يخرج بزا ورغم ذلك ما عندناش هذه الاستراتيجية يعني ما عندناش بيضع بي كما سميهم أو كما يسمونهم قاعد ناش بيتشتغل هذا يعني كإشكال ينطرح واللي بغي تناقش فيها يتناقش صحيح الآن الجزائر تسعى إلى إحداث ما يسمى بالتزاوج بين الطاقة الأخورية يعني والطاقات الجديدة ومتجددة سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية يعني والطاقة الشمسية الجزائر الأكبر مساحة في إفريقيا ومؤهلة لأن تكون أكبر يعني مصدق للطاقة يعني يعني بالعالم هذا يعني أمر متجدد قاعدت بحديقة قاعدت أنا مش ما أضرع للستهلا كتاعنا حنايا شخصي أنا أضرع لا يعني يعني أضرع للسلو على يعني التصدير على الطاقة فهمني ما يشنغل على استهلاك تعالى حنا استهلاك تعالى مش مشكلة خاش ما غادي نصدره تسوح الشمس الشمس ما يشتعلم ممكن نستعمل وكا طاقة بديلة ولكن لنقص دوانية الاعتماد على تصدير النفط اللي هما رهم يجل في يعني المخطط بها باش يستغنع عليك صراحة باش يستغنع عليك إذا هو خرج لحد الآن هما ما وصلوش للسيارة الميتال يعني بما تلوش يعني الكهرب تلوث ولكن هما يشتغلوا على الموضوع يعني مرش ساح حسين استاذ الله صراحة أسمح لي لا أسمح لي المتاف 73 وسبعين كارب رجحتهم وشغل بطحتهم فرار إذن هو ما ينسى هالك ما تنسى عاقل فيه ومما تغنق عليهم فيترون وبالتالي وراء من ذلك الوقت يفكر في البديل على فيترون وواصل بالنسبة للسيارات اللي هي المستهلك الكبير للنفت وم بعد ما أعلم شغل يجير صح لا أستاذ أنا فقط أشرت إلى الطاقة الشمسية لأنها تعتبر بين أهم وأبرز البدائل لأن هناك تجربة على ما أظن في المغرب الشقيق وتجربة ناجحة أيضا وبالتالي الجزائر مساحتها شاسعة وبالتالي تستطيع أن تكون من أكبر وخاصة أن الجزائر موجودة في منطقة يعني ربما علميا يعني يمكن الاستفادة منها أكثر في تولي الطاقة الكعربائية حتى الاستلاك يعني نقدر نقول الاستلاك الوطني وحتى التصدير يعني هذا أمر مهم جدا حتى أن الطاقة الأكثرية موجودة متوفرة وكان اكتشافات كثيرة وعلى ما أظن في خلال شهر أو مدة يعني أقل من شهر جزائر أيضا اكتشفت يعني هناك اكتشافات ضخمة والأستاذة كان قل حتى لي الاسئة البارحة فقط سؤال يتعلق مع أهمية اكتشافات يعني النفطية الجديدة يعني اكتشافات مهمة ومهمة للغاية بالنسبة للجزائر ويمكن لها أكيد لكي نقول بأنه سوف يكون هناك الانتقال مباشرة كما أشرت الأستاذة أمال زمام لابد أن يكون مرحليا بمعنى لا يكون هناك الانتقال مباشرة إلى الطاقات الجديدة المتجديدة حتى كما أشرت الأستاذة فزية وفيما يتعلق بالطاقة النموية يعني هناك تدعيات تهديدات تتعلق بالصحة تتعلق بالبيئة يعني كل هذه الطاقات هي صح بالفعل تعتبر كما أشرت العديد التقارير وقدمتنا أستاذة زمام أمال فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بأن الطاقة النموية يعني هي طاقة صديقة من حيث أن إمعيثة كربون وما شبه ذلك وامور كثيرة لكن تبقى في الآخر يعني لابد من استغلال هالطاقة يكون بحذر لكن فقط الطاقة الشلسية لكن الطاقة الكهرومائية على سبيل المثال الكهرومائية يعني استخدام السدود في الجزائر قليلة يعني وطاقة الرياح أيضا قليلة جدا يعني الرياح والماء يعني باعتبار أنه لدينا مشكل نحكو صراحة يعني لدينا ما يتعلق بالطاقة الكهرومائية السدود وكذا لابد من إعادة التفكير أيضا في إقامة سدود وحتى ولما لا سدود إصطناعية وهذا أمر جيد وممتاز ولما لا كل هذه الأمور ممكنة جدا بفعل التقدم التكنولوجي حيث أنه على سبيل المثال ما حدث مؤخرا في سد جرف التربة مؤخرا يعني والله العظيم يعني سد الأسماك يعني بكل سراعة ومناظر يعني نفوق الأسماك والجفاف من السد يعني أمر مؤسف للغاية وبالتالي باعتبر أنه لا يمكن أن ندخل في أسباء أو في تداعيات أخرى لكن لابد أن تكون لنا نظرة استشرافية يعني حول يعني واقع كل ما هو موجود في الجزائر يعني من إمكانيات طبيعية ضخمة وهائلة الجزائر حباها الله بكل شيء صراحة هذا ليست مجملة وليس فقط حين نتكلم عن الجزائر يعني فقط الجزائر كل إمكانيات متوفرة خاصة طبيعية هناك مؤهلة طبيعية ضخمة والتالي أنا أشرت إلى ربما الطاقة الكهرمائية وربما أيضا نشير إلى طاقة الريح ربما هي قليلة بزاف غير تقريبا استغلة بطريقة يعني طوسطة يعني مشير الطاقة يعني استغلوها بزاف لكن إن شاء الله في المستقبل القريب يكون هناك التفكير في أيضا إيجاد مصادر وتنويع مصادر الطاقة يعني في الجزائر وتكون هناك إرادة يعني حقيقية في الوصول إلى تحقيق أهداف إن شاء الله إذا كانت هناك تعقيم من طرف الأساتيدة فيما يتعلق ما تم طرحه فيما يخص تنويع الطاقة في الجزائر أو أستاذي الكريم بارك الله فيك جزائر الله خيرا على إدارة النقاش الجلسات الثلاث فقط قبل ما نطرح أهم الأفكار المطروحة الشكر جزيل لك والشكر للموصول كذلك لحضرة أوفيسور محمد سعدي ولربما طرحه كان علمي لأنه هو قلمه له باع كبير في تأليف الدكتور محمد سعدي غنيع بتأليف عنده عشرات الكتب مؤلف وهنا أشير للباحثين لأنه عندما نتكلم على الأمم الطاقوي فهو كما أشرت أستاذي الكريم دكتور محملي بأنه عنده علاقة بالنقل النقل بالأنبيب النقل البحري وبالتالي عنده علاقة بالاتفاقيات قانون البحار عنده علاقة بالقانون البحار بالأعالي وبالتالي الدكتور له سلسلة تم سلسلة المنارة هذه السلسلة لقد تضرى فيها كتاب وهو عنده كتاب ثاني كذلك في الصدور هنا إشارة لكل الباحثين من لديه فكرة معنا بإمكانك أن تصدر كتاب له علاقة بالمنزعات البحرية أو كل ما له علاقة بالبحار ويكفي فكرة معنا لا تحتاج كتاب مثلا في فصلين يكفي أنه عندك فكرة في صورة مقال ممكن توسحها ممكن ترحها هذا عندما نتكلم على مستوى المخبر الدراسة مخبر تشريعات الدولية للبحار وأثروا على المنظومة القانونية البحرية في الجزائر هذا يعني كإطراء ولو بالنسبة للبروفيسور سعدي ربما لنعرفه في الجامعة واخر الجامعة فهو علمي ولا ترك رتوشات للأمور إنما أي شيء ممكن يحظى ملاحظة يوشي مباشرة دكتور مهملي جزاك الله خير كنت يعني قدرت نقاش بجودة هائيلة جدا سواء للجلسة الختامية أو للجلسة سابقا أشكر كل أستيدا اللي حاضرين معنا والأستيدا اللي كانوا من قبل أطرح قبل النهاية في الجلسة الختامية هذه أطرح أهم الأفكار التي تناولها هذا المؤتمر الدولي الذي يتناول إشكالية الأمن الطاقوي في العلاقات الإقتصادية الدولية بين طاقة المحروقات والطاقات البديلة أهم الأفكار يأن الأمن الطاقوي كاستراتيجية هو الشغل الشاغي لكل دول العالم الإحتياطات الطاقوية للمحروقات الناظبة أي آية للزوال وما صار هذا الزوال محدد من حيث الزمن بسرعة الإسهلاك والكمية المسالكة كذلك الفجوة بين طاقة المحروقات والطاقات البديلة في الواقع كبيرة حتى على مستوى الدول المتقدمة وما أكد هذه الحقيقة هو مخرجات الحرب الروسية الأوكرانية كذلك لا يمكن للمنظمات غير حكومية ولا حتى الحكومية العاملة في مجال الطاقات البديلة أن تحقق تقدما في هذا المجال بدون وجود إرادة سياسية للحكومات بالتعاون الدولي في هذا المجال وبالخصوص بين الدول التي تملك التكنولوجيا والدول التي تملك عوامل الطاقة البديلة كذلك إن الأمن الطاقوي قد يكون سببا مباشرا النزاعات السياسية أو حتى المسلحة شأنه شأن الأمن المائي وشأن أمن غدائي كذلك أغلب الدول العربية المصدرة لطاقة المحروقات لا تستغل باقي الطاقات البديلة كإستراتيجية في ظل توفر هذا في ظل توفر الطاقة الموجودة عندها كذلك حوار الدول المنتجة لطاقة المحروقات مع الدول المستهلكة غير مبنية على معادلة عادلة كذلك إن استراتيجيات التنقيب البحرية واستغلال الغاز الصخري والنفط الصخري أخرز عن ميلاد دول جديدة في مجال إنتاج طاقة من خلاله لم يعود لمنظمة أوباك أو حتى دول أوباك تلك السلطة المطلقة بسلطة النفط عندما نتكلم على مجال أمن الطاقة كذلك تحقيق الاستقلالية في مجال أمن الطاقة هو بعد تسعى إليه كل دول عالم ولكن حاليا لا نتخيل دولة قد تمكنت بصفة مطلقة في الزمن الحاضر وبصفة مضطردة وبديمومة من تحقيق ذلك لأن التي تتمكن حقيقة هي التي تتمكن من تحقيق ذلك على مستوى الغازة على مستوى الطاقات البديلة وليس الطاقات النظمة النفط ليس دوما نعمة على دول أوباك ولا على دول أوباك بل أحيان يكون نقمة وفي هذا المجال أنا فقط لديه مؤلف هو نقمة النفط على الأمن الاقتصادي الجزائري في ظل السياسات الاقتصادية لدولة أنه أحيانا النفط يكون عامل لجلب العمر الصعب ومحفظ وأحيانا يكون عكس ذلك كذلك من بين الأفكار المطروحة هي أن الجزائر دولة فاعلة عالميا في معادلة الأمن الطاقوي سواء طاقة المحروقات أو عوامل طاقية خاصة الطاقة النهوية والشمسية ولكن الإستراتيجية تحقيق الأمن الطاقوي ما زال مطمحا بعيدا المنال وقد يتحقق ذلك من خلال التعاون الدولي وتشجيع الاستثمارات الأموية في مجال الطاقات البديلة وخصوصا أن البناء التحتية لهذه الاستثمارات يحتاج إلى رؤوس وأمواء رؤوس مالية ضخمة جدا قد تصل أحيانا إلى سليليون دولار هذا إذا كانت لديك استراتيجية للاكتفاء الذاتي وأن تصدر الطاقة الكهربائية لدول الاتحاب وأن العوامل موجودة كذلك بين أفكار التي طرحت هي أن المفوذية الأوروبية ويتكلم عن الاتحاب الأوروبي تضع استراتيجية للأمن الطاقوي للاتحاد من خلال تقليل الاستهلاف قدر الإمكان تنويع مصادر الاستيراد حتى لا تبقى دوما بتابعية لدولة ما وكذلك الدخول في شركات مع الدول المصدرة للطاقة وهذا ما نراحظه أن أغلب الدول المستالكة لديها شركات في الإنتاج في الدول المصدرة وكل دول العالم وباقي دول العالم تتبع استراتيجيات مختلفة من بين الأفكار المطروحة كذلك هي حتى روسيا أو الكثير من الدول النفطية تستعمل الدبلوماسية الطاقوية لدعم مواقفها السياسية وهذا ما نراحظه على المصار الحالي كذلك بين الأفكار المطروحة وهي أن الخريطة الجيو بوليتيكية لمنطقة الصراع الكبرى المتمثلة في آسيا الوسطى كذلك بين الأفكار المطروحة هي أن الخريطة الجيو بوليتيكية لمنطقة آسيا الوسطى والممتدة إلى شمال إفريقيا لها أهمية كبيرة جدا منذ الماضي ولحد الآن بتحديد معادلة الأمن الطاقوية بين الأفكار المطروحة كذلك وأن الصراع على الأمن الطاقوي سيدفع إلى مزيد من الصراع على الثروات الطاقوية البحرية وهذا الصراع قد يمتد إلى منازعات حدودية بحرية بين الدول وحتى على مصور الموانئ وحتى على مصور البحار وفي هذا المجال أشير إلى كما أشرت إليه سابقا أعيد الإشارة إليه أن الدكتور بروفيسور سعادي محمد هذه السلسلة المنارة بإمكان الأشخاص الباحثين أن يدلوا بدلوهم فيه ويكون فيها فائدة كبيرة جدا لنا وللباحثين الآخرين بين الأفكار المطروحة كذلك هو طلب إنشاء منظمة دولية لتصدير الغاز طبيعي على غرار الأوبك الدول كدول كمنظمة لتصدير النفط كذلك طلب توحيد استراتيجيات العربية في تصدير الغاز كدول تكتر الدول العربية لديها منتوج هائل من الغاز وبتالي بإمكانها أن تكون قوة وفاعل كبير جدا في الأمن الطاقوي وبالتالي هذه الاستراتيجية لن تتحقق إلا إذا في صورة تكتر أهم التحديات والمخاطر عندما نتكلم عن الأمن الطاقوي كأفكار طريحة كذلك وأن النمو هو أكبر تحدي النمو الاقتصادي العالمي الذي يزداد أكثر من 3% سنويا ممكن نصل إلى هذا النمو ممكن يصل إلى 3% سنويا ولكن التحدي الأكبر هو نمو السكان الذي سيصل إلى 9 مليارات نسمة معنا عن مقول 9 مليارات نسمة سيكون تحدي عن مصول الأمن المائي الأمن الغذائي والأمن الطاقوي كذلك كذلك هناك تحدي آخر عندما نتكلم عن أمن الطاقوي نتكلم عن تغير المناخ ومدى احترام الدول للاتفاقيات الدولية في مجال المناخ وفي مجال حماية المناخ أو حماية البيئة بصفة عامة كذلك تحدي الأمن الطاقوي وأنه قد يؤدي إلى صراعات سياسية وإلى حروب ونحن نعي أن الحروب تكون لديها أسباب أما السبب المباشر هو شرارة بسيطة جدا يعني ممكن أن يكون الأمن الطاقوي أحد أسباب ذلك من بين الأفكار كذلك التي طرحت في ذلك وأن هناك علاقة كبيرة جدا في مصار الأمن الطاقوي بين القطبين التقليلين للعالم روسيا وأمريكا على رغم نزور على رغم وجود الأحادية القطبية وعلى رغم وجود قوى دولية فاعلة في الإقتصاد العالمي نتكلم عن الصين نتكلم عن روسيا نتكلم حتى على الهند نتكلم عن اليابان إذن وبالتالي كل هذه الدول تعد لها أهمية كبيرة جدا في تحقيق الأمن الطاقوي لأنه في النهاية تحقيق الأمن الطاقوي هذا والأمن الغذائي والأمن المائي هو الشيء الذي يساعد على تحقيق والصين للعالم من بين كذلك أهم من بين كذلك الأفكار التي طلحت كذلك هو أن روسيا كأكبر منتج للطاقة العالمية طاقة النفط والغاز وهناك دول أخرى رغم أنها لست مصدرة إلا أنها فاعلة في تحقيق الأمن الطاقوي عندما نتكلم عن الدول عندها استهلاك كبير جدا مثل الهند والصين هذه أهم الأفكار التي طلحت في المؤتمر الدولي الموسوم بعنوان إشكالية الأمن الطاقوي في العلاقات الاقتصادية الدولية بين طاقة المحروقات والطاقات البديلة الذي نظم البارحة 16 جوليو 2020 واليوم 17 جوليو كان مؤتمراً ثرياً بنقاشاته ثرياً ثرياً بطرح الأفكار وثرياً حتى بالنسبة للآخرين للإطلاع على ما جاء به ونتمنى لهذه الأفكار المطروحة أن يستفيد منها الغير من ساسة من من لديهم إرادة والباحثين كذلك وأشكر من جديد وعيد الشكر من جديد للدكتور يوسف أبو بكر جلالة رئيس جامعة الجفرة بليبيا وأشكر كذلك الدكتور البروفيسور عياد محمد سمير مدير مخبر الدراسات الاستراتيجية والبحث السياسية بكلية الحقوق والعلم السياسية بجامعة نمسان وأشكر كذلك البروفيسور محمد سعادي مدير مخبر الشرعات الدولية للبحار وأثروا على المنظومة القانونية البحرية في الجزائر بكلية الحقوق بجامعة غريزان كما أن الشكر موصول للأستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي بألمانيا والشكر موصول كذلك للصاهر الأكبر على تنظيم الفعاليات المنسق الدكتور كريم عيش على هذا التنسيق وهذا الجودة الإتقان والشكر كذلك موصول للدكتور أحمد بوهكو المنسق العام والدكتور النجية سليمان رئيس التحرير مجلة علم السياسية كرئيس لللجنة التحضيرية والدكتور محمد عبد الحافظ الشيخ كرئيس للجنة العلمية والشكر موصول ختاماً لكل أساتذ الكرام الذين قدموا مداخلاتهم ولكل الذين أثروا هذه المناقشات واجزاكم الله الفخير شكراً دكتور شكراً على هذه الكلمة الطيبة وشكراً على نجاح المؤتمر سعداء دوماً بأن نكون معاً في مؤتمرات وأنشطة علمية متنوعة ونسعد أيضاً بدعوتكم لمختلف الأنشطة القادمة بما فيها المؤتمر القادم حول الجيوية المرعاقية يوم السبت والأحد المقبل دكتور علي لطرش نحن في خدمتكم ورانا إشارتكم دوماً طيب يومكم دكتور لطرش وشكراً شكراً بارك الله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة